بسم الله الرحمن الرحيم دي الحلقة الأولى من مقرر مادة Selected Topics in Contemporary Issues أو موضوعات مختارة من القضايا العصرية أو موضوعات مختارة من قضايا العصر هنشرح نهاردة بعض بإذن الله تعالى أول درس خالص في هذا المقرر وهو بعنوان Egyptivision 2030 أو رؤية مصر إلى 2030 ركز معايا بالله عليك هما ديئتين بالضطف المقدمة هحاول يعني ما نطولش إن شاء الله المادة دي أنا لو حاولت أشرح لك فيها يعني حتى لو قريب حتى من اللي عملته في Ethics أو في Accounting فإحنا هنقعد 18 سنة في الدرس الواحد المادة دي غريبة جدا فيها لغز الدروس كبيرة قوي واللي هيجي في الامتحان منها قليل جدا ومش بس عشان الامتحان اللي انت محتاجه عشان تفهم هذه الدروس كشخص مش متخصص في هذه الأمور هو أمور بسيطة جدا يعني مش هتحتاج مجهود كبير إنك تفهم الحاجات دي بالقدر اللي يخليك مرضي كده وراجل مبسوط وهتعرف تحل إن شاء الله في الامتحان وهتعرف تأفهمت الدرس على المستوى القادر المطلوب لكن لو حبينا نتعمق في كل واحدة من هذه الأمور اللي هنتكلم عليها هنقعد سنين كاملة والله يابني فيه سطر في الدرس ده لو حبيت أشرحولك صح إحنا ناخد فيه ملايا كله عن 5-6 ساعات وأنا كان نفسي أعمل كده وللأسف ما كنتش شفت الامتحانات قبل ما ذاكر الدرس قبل ما أحضره معاك أنا بخش أشوف المنهج والله بشوف دي الكلام على إقارة الجالة فأنا دخلت أشوف الدرس كنت أنا واشرحه كما ينبغي لقيت إن كما ينبغي دي تقضى 10 ساعات والله يبنى مبالغة عشان أشرح لك مثلا حاجة زي الـ GDP فأنا هقعد فيه 3 أيام عشان أفهمك إيه الـ GDP والعمق اللي فيه والأهميته والاستخدامه وإيه ولما البشر اكتشفوه استخدموه في كام حاجة عشان أشرح لك حاجة زي الـ KPI ده حاجة بياخدوا فيها كرصات كاملة كرصات علوم الإدارة أحد أهم الأفرع اللي تدرس في مقدمات علوم الإدارة الـ KPI يعني إيه KPI أو Key Performance Indicators لو حابيت أشرح لك ده والخاصائي سنفوت أتوفر فيها والأنواع والتأسيمات هنقعد سنة رغم من ده يوم مفيد جدا قل لي في التعليقات لو حابب نعمل حاجة زي كده بجانب بقى لإيه مواد الدراسية لكننا النهاردة هغير المنهجية دي خالص لإني لما شفت الامتحانات القديمة الدكتور ما بيسألش في الكلام ده نهائي وإنت مش مطلوب منك حتى عشان تفهم أنك تعرف الكلام ده ولا من العقل أنك تعرف الحاجات الإضافية اللي هقولك على دلوقتي زي إيه زي الأرقام والتواريخ والمش عارف إيه الكلام ده كل ما بيجيش فإحنا هنركز النهاردة بإذن الله هطلعك من الدرس فهمه بإذن الله كويس جدا يعني فهم الدنيا تتكلم عن إيه بشكل عام تعرف تلخصه الحد وما ليس من المنطق أن تحفظه لن تحفظه مش أقولك تحفظه النهاردة يبيش حاجة تحفظها بإذن الله تعالى غير شوية أمور عبيطة قوي خليك تفهمها وبعد الفهمة تقول إيه يا جماعة ما تحفظت هيق شكرا وهنحل مع بعض بعدها ده اللي أنا يعني هنتهج نهج كده مختلف النهاردة هنركز أكتر على الحل في الآخر والحل ده فيه أسئلة نوعا ما مكررة بأشكال مختلفة وأغلبها محتمدة على الفهم أو كلها معتمد على الفهم تقريبا اللهم إلا خمس ستة أسئلة أنا ندمني أن أحطتهم عشان أنا والله حطت أسئلة كثيرا ومسحتها فالمهم هتلاقي الفايل ده في الوصف فيه مئة وسبعين سؤال اختر على أول درس فقط مئة وسبعين سؤال اختر مجوابين منهم كثير بص مكتب لك جنب السؤال إيه إنه هو جي في الفاينل السؤال ده جي في الكوز السؤال ده جي مش عارف فين أسئلة كثيرة جدا أغلبها من تأليفي وحبة منهم موجودين على الدرايف أبقى أورغم لك وأقول لك جبناهم منين وكل حاجة ولكن يا جماعة الأسئلة على الدرايف خد معلومة أبما نبدأ الأسئلة على الدرايف فيها حاجات كثيرة أسئلة مش هديك في انتحان وما ينفعش مش من المنطق أنك تحفظها المنهج الأول درس ده يا جماعة والله ينفع مقرر كامل ينفع مقرر مادة كاملة لو إحنا هنشرحه بالتفصيل لو أنا جيت أقول لك أول يابني حاجة الجداول دي كل جدول قدامه ثلاث أرقام قلت لك بقى احفظ الثلاث أرقام دول ويعرف لي كل رقم مكتوب ليه ويعرف لي معنى ده عموما هتاخد سنة الدرس الأولى هيبقى مادة كاملة لكن المادة ده درس الأولين مش هتتسئل في كل الجداول دي إلا بالفهم الحاجة الفلانية يا ابني نفوت تزيد ولا تقل آه ده كده فهم ده اللي هتطلعك منه النهاردة بإذن الله مبسوط على الآخر قوي يعني إن شاء الله تعالى طيب ده كله مادة ما كانش مادة تتكلم عن إيه هنتكلم في مقدمة والمصادر الموجودة هتلاقي في الوصف درايفين تو درايفز هتلاقي درايف الأولاني للمادة فيه اللي قدام جلاتي حالا ده فيه الليكشور سلايز تخش عليها تلاقي المحاضرات كلها وهتلاقي امس كيوز فيها إيه أسئلة إختر مجمعة من طلبة سابقين يعني أنا متأكد اللي عامل الأسئلة دي طالب مش مش الدكتور أو مش مهم مش حد من الكلية يعني لإن الأسئلة دي فيها حاجات كويسة زي ده مثلا الفايل ده على المحاضرة الأولى فيه أسئلة متأخذة من كوز ذات ومتحانات سابقا فأغلبها نوعية اللي هي فيها فهم دي ما بيسألكش غير على الحاجات اللي فيها فهم أو قولي الأول حاجات اللي فيها حفظ اللي هي منطق أنك تحفظها يعني لما أقول لك أهداف العالم الحاجات اللي عايزين نتخلص منها أو نصلحها في العالم كله بنسع إلى الوصول للرخاء العالمي في صورة 17 هدف ده مش حاجة ده منطق أنك تحفظه لكن لما أقول لك الجي دي بي بتاع أمريكا في سنة 2007 كان 200 مليار دولار هتقول لي إيه الهبل ده أحفظه ليه ما هو بعدها بقى 2008 بقى رقم تاني 2009 بقى رقم تالت ففهم قصدي إيه ففي حاجات مش من المنطق أنك تحفظها الأسئلة اللي هنا دي كويسة فيه فايل تحت لا فيه أسئلة كتيرة جدا زيادة الفايل ده فيه 680 سؤال الرجل مشكور جدا وشغل عالي الصراحة اسمه تقريبا لؤية عبد الله ده اللي كتب الفايل بس هو فيه أسئلة كتير أولا ما يفعش تسئلة عليها يعني فيه أسئلة يقول لك فيه كان برو جرام ومشروع اتعامل في مجال الطاقة ده مش منطق أن يتسئل عليه ومش موجودة في ولا امتحان فخلينا نتفهم مع بعض كده احنا إيه هننتقي من كل ده أشياء كويسة وأنا كملت لك عليهم بتاع 100 سؤال زيادة يعني المئة وسبعين دول تقريبا منهم أربعين متخدين من كل المصادر اللي احنا لفنات لقتي امتحانات سابقة وغيره والباقي 130 ولا 120 من عندي زيادات فهم بقى وتعمق في المنهج مش هدفك إن السؤال ده يجي في الامتحان قدم هدفك تفهم عشان يجي لك أي سؤال تعرف تحله بإذن الله الموضوع سهل قوي جمع المادة دي لو اتخذت صح حاجة هبل يعني والحاجة بقى اللي فوق ده كله أنا ببشرك يعني خلصنا المنهج للفهم لنفسنا عشان نطلع مستفدين وفهمين المادة بإذن الله بأقل خضر ممكن من الطاقة والمجهود وكل ده في الآخر المادة دي في الجيب بإذن الله تعالى يعني إن شاء الله وما بعدش يقطع لإن الامتحانات كلها بتكرر ما فيش بص بتدور في فلك واحد وده خلي بالك يعني الدكتور مشكور ربنا يبارك له هو مش بيعملها كده مش شئ سلبي ده شئ جياب إجابي ليه لإن الأسئلة اللي بيسألك فيها هي دي To the point هي دي الأسئلة اللي لازم تتسئل فيها عشان يتأكد أنا كنستركتور إنك فهمت المادة فالأسئلة الصراحة في الجون جايب لك المتحانات كلها بص كم متحان كل الامتحانات اللي على الدرايف تقريبا هما بص كم حوالي 16 امتحان أو 20 امتحان بيدوروا في 3 امتحانات يعني هما 3 امتحانات مكررين كلهم بقى فالأسئلة هتتكرر في آخر المادة دي لو عكيت منك خالص هعمل لك فيديو في الآخر بإذن الله أو فيديوهين نحل فيه كل الامتحانات دي وتخشت لهم جوة إن شاء الله بس المهم من ده كله أنك تفهم المهم أنك تطلع أنت مستفيد وده اللي أحاول عمله معك النهاردة بإذن الله وكنت لهم حاجات كتيرة يعني بص أنا كنت جايب الفايل بتاع المنهل وكنت جايب الفايل نفسه للوزارة بنزلها وجايب بقى حاجة تانية الفايل الكبير التلتمية وتمانية وسبعين صفحة اللي فيه رؤية مصر كاملة عشان تعرف منه أي تفصيل أنت عايزها أنا بحاول أطلعك النهاردة فهم ريفرنسز في الموضوع تطلع مستفيد اقتصاديا فهم الدنيا حواليك ماشية إزاي البلد المشاريع اللي بتعمل مش بس على مصر مش هدف تفهم إن المشروع ألف حلو ولا وحش أنا هدف تفهم ما وراء هذا المشروع اتعامل إزاي إيه المنهجية اللي بنمش بها في عمل هذه المشاريع بنقيس التقدم أو البروجرس اللي بيحصل فيها بأنه كي بي آيز الكي بي آي دي أنواعها إيه إيه الشروط المتوفرة فيها يعني إيه نتج محلي عشان لما تسمع الكلمة دي يعني إيه إجمالي نتج المحلي ويعني إيه إجمالي نتج القومي دي حاجات اللي أنا كنت أنا أشرحها بس يعني مهم يعني كل ده مش نعمله النهاردة إن شاء الله مش هنعمله أنا بس هتطلعك فهم اللي إيه اللي يبسطك وكنا جايبين مواقع عالمية وكنا جايبين مسابقات كبيرة جدا زي بيرلز وتيمز كنت هوريك شوات حاجات في الإيه آي تستخدم الجيميني ده ازاي طبعا حكاية كيف نترجم من على أكسفور دكشنيري هنا بقى كنت جايبك البنك الدولي هنستخدم كل ده النهاردة على فكرة صفحة البنك الدولي عليها أوبن داتا لكل حاجة تقريبا لو خدخلت على أوبن داتا أو ديتا هيجيب لك بص كل حاجة تقريبا على أي دولة تقول له تسيرش كده فوق تقول له نعايز الجي دي بي أو اللي هو إجمال الناتج المحلي هيقول لك آه عايز أنه فيه أقول له عسلا عايز بير كابتا يعني الجي دي بي لكل نسمة إجمال الناتج المحلي مقصوم على نصيب الفرد منه كام هيقول له نعايز دولة مصر مثلا إيجبت هيقول لك إيجبت إيه أرب ريبابليك يعني الجمهورية العربية المصرية أمورية مصر العربية جاب لك الخرايط والأرقام الحقيقية بتاعت مصر مصر كان نصيب الفرد فيها 700 دولار وتملمية وأرقام كده لحد ما النهاردة وصل 4000 وشوية في 2022 بيديك بيانات كتيرة قوي ويصنفك عالميا مع بقية الدول وتجيب الدول لترتيب أب جدي بصق بنك الدولة ده صفحة فيها معلومات قيمة جدا لو أنت مهتم بعلم الاقتصاد ولهم مش مهتم خليك مهتم لو أنت الحياة حواليك في أي مكان هتحتاج تفهم المصطلحات دي ليك ليك ده في رقم واحد هنا صفحة أو الأمم المتحدة بتكلم مثلا على التقارير بتاعت التنمية البشرية أو التنمية الإيه الإنسانية بنطور زي حياة الناس وغيره وبيجي لك تصنيف كل بلد مصر مثلا تصنيفها أنها لأنها موجودة في المكان ده وبيبدا يدي لك المؤشرات وأرقام حقيقية أخرج بقى من دايرة الأراء الانطباعات تاعت العوام اللي هو إيه لا كذا حلو لا كذا وحش البلد ماشي حلو البلد ماشي وحس سيبك بقى من الأحكام العامة دي وخلينا ننزل نقرأ شوية أرقام نستفيد بها لنفسنا من غير ما نطلع حكم النهائية حتى في الآخر حكم النهائية ده سيبوا للاقتصاديين الكبار خلينا نحن نتعلم الدنيا ماشية كيف يرسم لك الملحنايات كاملة للتغيرات اللي حصلت في حاجات كثيرة جدا في قيمة مثلا الهومن دفلوبمنت رانكينج او اللي هو الاسكور بتاع مصر بعدها طبعا أهم صفحة تقريبا هنستغل عليها النهاردة مش هفتحها كثير لان ده اللي كنت عامله في في النموذج من الفيديو اللي كان في دماغي بس مش هلحك عامله الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ده المفروض انه هو الشيء عشان ما تقرأ كاسم الاسم ده في الأخبار أو غيره ده الهيئة المتخصصة انتعرف منها أي أرقام عن مصر هو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ده شغلان تويقول لك أي أرقام حتى بص شغال لايف يعني بيقول لك الساعة 11-53 دي او انا بصور الفيديو دلوقتي عدد سكان مصر او عدد سكان مصر 106 مليون 75824 ممكن ليه قال يعني ناس ماتت او زاد ناس تولدت عادي جدا محافظة القاهرة كام محافظة الجيزة كام ده تعرف انه أي أرقام تعرف انه معدل البطالة ده ناس بقى شغلانتهم يعودوا يقيسوا يعني هو ده المكان اللي في مصر اللي بيعد يعد بالبلد دي كده ويرفع التقارير في الآخر ليه الحكومة والحكومة ترفعها او ليه وزارة التخطيط واللي بدورها بترفعها للكابنت او اللي هو رئاسة مجلس الوزراء اللي بدوره بيد التقارير دي لفئتين مهمين جدا للرئيس كهو الهد بتاع الـ الـ او رئيس السلطة التنفيذية العليا وبيدول البرلمان كرئيس السلطة الرقابية في البلد ده هنعرفه في آخر الصفحة في الدرس بإذن الله هواليك هيكلية البلد ماشي ازاي الموضوع مش سويق يا جماعة لما بتحب نمت اهو في واحد مات الله يرحمه او الله يتغلوا بالرحمة في واحد مات كانت 24 بقت ايه 23 وإن في ذلك على عبرة يا جميل فهتعرف البلد ماشي ازاي هواليك حاب نمدح مصر وبنمدح دول المستقلة كلها بانها دولة ذات سيادة لها ايه اعمل كذا وانت اعمل كذا لا فيه خبرة فيه وزارة كاملة بتعمل الجوانب المالية فيه وزارة للتخطيط فيه وزارة للعمران فيه وزارة للشباب فيه وزارة للثقافة مش سايحة على بعضها عشان نتطور ونعمل نهضة في اي بلد محتاجين نجمع دول كلهم في مكان واحد ونقعد كل واحد يحط يدلي بدلو في تخصصه لحد ما نطلع بحاجة اسمها رؤية مصر اللي هي ما تراه في المستقبل ما تصبو وتسعى يعني وترمي إليه ان تبقى عليه في المستقبل دي بنسميها رؤية مصر في الرقم اللي عايزين نوصله بقى رؤية مصر في 2030 يعني ما ترجو مصر ان تكون عليه في 2030 طب نعمل ده ازاي كل واحد يقول لي انا في الجانب بتاعي انا كوزارة مثلا الاقتصاد ومش عارف ايه وزارة التخطيط اي مسل في الدول بتختلف حسب الوزارات اللي عندها كل واحد يقول لي انا شايف ان احنا مفوض نعمل كذا وزارة الزراعة تقول لي انا شايف ان احنا محتاجين نطور كذا مليون متر مربع او مش عارف كام الف فدان عشان نزراعهم بالطلاق الفلانية الوزارة مثلا بتاعت الوزارة الخارجية تقول لي احنا علاقاتنا بالدولة الفلانية عايزين نستورد منها اكتر عشان هي عندها سيولة اكتر الى اخره يبدأ كل واحد يدلي بدلهم بيتلموا مع بعضهم فين في مجلس الوزراء اللي بيرفع تقاريره النهائية في الاخر بالاستعانة بالتقارير اللي خدها من الجهاز المركزي للتعبية والاحصاء ومن الامور الاخرى اللي هكلمك عليها دلقتي بيرفع التقارير ديل للرئيس بتاع البلد مجرد ايه مجرد كسلطة عليا للسلطة التنفيذية وطبعا السلطة التنفيذية بتتقسم عليه ونس ثانية يعني مش هو ما عندناش نظام الفرد الواحد ده من علامات فشل اي دولة ان يبقى فيها نظام السلطة الفردية لكن هو الموضوع مش ماشي كده عند اي دولة محترمة يعني اي دولة كبيرة مش بتمشي بالطرد بقى فيها السلطة مقسمة الهيكلية بتاعت الحكومة بتاعتها نظام كبير يعني ده اللي كنت نشرحه بس ما فيش وقت دي صفحة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ده المسؤول بقى عن ايه وضع الرؤى والتخطيطات المنفوضة الدولة عندنا هنا تمشي عليها عشان تصل الى التطور والتقدم في يوم من الايام الفين وثلاثين الفين وخمسين عندنا رؤية مصر الفين وثلاثين يعني ما نرجو ان نكون عليه في الفين وثلاثين انا كده بشعلك في عنوان الدرس عندنا رؤية مصر الفين وخمسين ما نرجو ان نكون عليه في الفين وخمسين الى غير ذلك وعندك بعدها اكتر من صفحة بتتكلم عن الاحصائيات بقى والرانكين بتاع الدول كلها في مجال معين او في حاجة معينة صفحة مثلا تريدنج ايكونوميكس الحاجات دي تعرفها عشان لما تحب ايه تسيرش على حاجة يعني يقول لك مثلا الجي دي بي بيركابتها في كل دولة كام عندك مثلا مصر وعندك غيرها الاخري ويرقمهم في الاخر او يلتبهم هنا مثلا ايه بنتكلم عن مشروع او المسلث الذهبي اللي حيحصل في اينا والقصير وسفاجة وده سؤال بيجي في انتحان على فكرة يقول لك ايه هو مشروع المسلث الذهبي قد ينا هنتكلم عنه ونقرأ عنه شوية يعني هسيبها لك في الوصف لو حبيت ترى انت عنها بزيادة المضوع سهل خالص في المنهج يعني هنا مثلا ده برضو World Justice Project دي صفحة يعني ويب سايت عادية بس عاملة لينكينج للدول على حسب حياة كتيرة جدا او ترتيب للدول حسب مثلا ال Open Government قد يي الحكومة بتكون ايه بتتواصل مع الناس وعلاقتها بالشعب كويسة ال Fundamental Rights الحول الحول الاساسية المعيشية حق بقى الحياة والمأكل والمشرب والمية والجودة وبترتب لك الدول الاعلى دولة مثلا الدنمارك بعدها نروي او اللي هي نروي فنلندا الى اخير تنزل تلقي انت مثلا الدول تحت بقى الفقيرة خالص وحتى تلقي ناحمة تحت طبعا احنا موجودين في حاجات قليلة خالص في الحاجات دي بس اريد اقول لك معلومة مش دايما الصفحات غير الرسمية ترتيبها معتمد لان انت الترتيب ده هيحتاج منك مؤشرات ترتب على اساسها وده بقى يختلف فيها مضاعفها من مفوش اتفاق يعني فهمهم بيخش فيها ايدولوجية اللي بيعمل الترتيبة دي هو اعتقادات وإيه لما يجي لاتبلك مصر مثلا في الـ انت ايه معاييرك في الـ حتى ترتبني على اساسها انا بديك مسائل ايس عليها حاجات تانية كثيرة جدا ايه الشانجاي رانكينج ده احنا بناعتمده في حاجات على الفكرة لسه اكلمك عليه بس ميجي وقته في الشرح يعني هتلاقي موجود اسمه في المنهج الـ الـ بست كونتريز اللي هيجيب لك افضل الدول من ناحية التصنيف ايه الـ الـ دي صفحة نفسها اللي بنشتغل عليها فبيرطل لك الدول حسب حاجات كثيرة جدا ممكن تقول له نعايز الاتبال حسب حاجات تانية يعني ممكن اقول له نعايز الاتبال حسب مثلا الـ جي دي بي زي ما قلتلك او غيره وهنا بيقول لك اعلى دولة خالص ايه سويدرلاند وكندا وبعدها مش عارف ايه امريكا الاخير ممكن تجي الدول تانية طبعا يعني تقعد تنزل لحد ما تجيب الدولة بتاعتك يعني انت تطلينا حاجة وثلاثين او حاجة واربعين تقريبا من ضمن حاجة وثمانين او مش مصنف كله مصنف الداتا بتاعته متاحة عنده ده انا هستخدمه في الشرح الستة وثمانين تريليون دولار ده مجمل الفلوس اللي موجودة في العالم كسلع وخدمات يعني بص سعر كل الحاجات اللي في العالم على بعضها كده في سنة 2021 ده هيفيدنا عشان نعرف نسبة اي دولة الجي دي بي بتاعها او اجمال ناتج المحلي بتاعها كام من من ناتج المحلي التاع العالم كله الاجمالي ده هنقطة في الشرح كنتنا واشرح الحاجات دي بالتفصيل بس هنعرض عن ده هنا ده بيعمل حركة حلوة او الموقع ده بيجيلك المثلث الاحمر ده بيعبر عن الجريمة عندك واللازرق اللي حوالي ده بيعبر انت انت قد ايه بيتحاول تسعى للامن في البلد عندك فعشان لو الهرم صغير يبقى انت ايه متغلب على الجريمة طب لو الهرم كبير والحيطة دي صغيرة او الصور ده صغير يبقى انت مش قادر تسيطر على الجريمة ده اللي هو مقياس الهدوء والاستقرار وده مؤشر الجريمة اه كلام بقى فاكس يعني اه سيباك من ده انفستو بديا يا جماعة صفحة ترشيحات مني عشان الناس بتقولي انت عايزين مواقع نقرأ منها ونعمل كذا حتى تطلب الحاجات دي على الخاص فادي موقع ده جميل جدا تقرأ منه عن اي حاجة تبع الانفستمنتز او الاجهاني بالاقتصادية عموما ده مثلا مقالة كاملة عن الكي بي اي تخيل انا كنت انفوض الشرح لك ده كل انا قرتهم لنفسي بس انا لو حبيتش رحول انا اخدد ده كبير جدا فاهم الكي بي اي ده علم حرفيا ازاي تحط كي بي اي لأي شركة هنعرف نهر ده معنى الكلام ده هنا مثلا الستستين او الاس دي اس رؤية مصر في اثنين و تلاتين بيدي لك رؤية مصر التنموية باختصارش دي بيدي لك كده عنوين يعني فده كده ايه كلام مرجع ترجعوا لو حبيت احنا نعمل بقى دلاتي باختصارش دي تعالى كده هنشرح لك هنشرح لك مقدمة سريعة المقدمة دي هتختصر لنا بتاع 20-30 سلايدز منهم ونقعد نقرا في الجداول ونفهم الدنيا بعدها ايه نحل الاسئلة ويبقى برك الله في مرزك قول لي في التعليقات انت حابب نكمل كده بقية المنهج ولا لا انا مش عارف الفيديو لا يفعل على كم ساعة يلا بينا طيب ابدأ من هنا بقى معايا لو انت مش همك المقدمة اللي فاتت دي كلها ركزها معايا من دلوقتي هنجزك على طول بإذن الله اول حاجة محتاجين نفهم الدرس اللي قاني بتكلم عن ايه والمقرر كله بتكلم عن ايه المقرر باختصار عايز يوريلك مصر للاوية تتقدم امتى وازاي وإيه اللي هتعمله عشان تتقدم في شتى الجوانب المختلفة فاول درس اول درس او درسين كمان لسه هقول لك لقتي اول درس ومعاد درس التاني بس خلينا نتكلم عن درس بتاع النهاردة هيكلمك بشكل عام يعني ايه تنمية يعني ايه كلمة تنمية ويعني ايه تنمية مستدامة وازاي هنقدر نحقق ده وعايزين نحققه على انه صعيد في الجانب الاقتصادي ولا السياسي ولا الاجتماعي ولا الثقافي ولا ايه وهنحققه ازاي ايه المؤشرات اللي هنحققها عشان نعرف احنا تقدمنا فيه ولا لسه يعني مايفحش اقول لك انا عايزة بقى كويس في يوم الايام ايوة هتعمل ايه في السكة طب وفي السكة اقدر اتشك ازاي ان انت حققت المطلوب تحققه حتى الان ولا لسه عشان نعرف انت هتوصل للهدف بتاعك قدام ولا انت ماشي بمعدل بطيء فمش هتوصل كل ده اللي هندرس في اول درس باختصار شديد ازاي مصر هتتقدم بشكل عام قال لك اول حاجة يعني ايه اصلا تقدم اللي عايزين نتكلم عليه قال لك هل نسميه التنمية المستدامة يعني ايه تنمية يعني عايزة اتطور عايزة بقى احسن عايزة بقى احسن في الزراعة يعني ازرع اكتر يعني اكتفي ذاتيا يعني الاكل اللي عندي يكفي للبلد اللي لنا فيها عدد السكان يبقوا كلهم قدرين يوصل لهم اكل وشرب عايزة تطور في جنب المية اه النيل يكفينا احنا احتياج مصر السنوي في الزراعة والاستخدامات والاستهلاك البشري اكتر من 81 مليار متر مكعب في حين النيل بيدينا 55 مليار متر مكعب فقط طب نعمل ايه عشان نعمل الوزن الكفة دي اه ده اسمو تنمية طب التنمية دي هنعملها في حاجات تخلص بسرعة يعني ايه اروح اجيب سلعة استهلاكية شبسي وكراتي ويخلصوا وبعدها كده عاد بقى ايه اه 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 اشوى دورة لا طبعا بنعملها في حاجات تطول معنا يعني اما اقولك انت هتطور الزراعة الزراعة هتجيب اكل ناخد منه بزور نرجع نزرع نجيب اكل نرجع الى اخره التطوير في المية انا بحاول اعمل حاجات خزانات مية مع اماكن الامطار عشان الشيء ده مستدام مستدام يعني هيفضل مكمل معايا فترة كبيرة الاستثمار او التطوير في اي جانب يتعلق بالعقل البشري يعتبر استثمار مستدام لان انا اطور دماغك دماغك دي هتساعدني ان انا اطور حاجات كتير جدا امشي المجتمع كله هي اللي هتساعدني ان انت هتعملي في يوم الايام مشاريع عن المية وعن الطاقة في حاجات اخرى فاهم الفكرة ايه فده بنسميه ايه بنسميها sustainable ساس ادي ساس ايه ساستين ساستين حاجة ثابتة او مستقرة او مكملة معايا على الخط يعني معايا sustainable ادي اول كلمة ادخوضها النهاردة في الدرس sustainable عايزين نقول كلمة تطور او تنمية development development sustainable development عايزين بقى نقول ايه هنحط هل هنتطور كده وخلاص عايزين نحط منهجية او طريقة او خطة شاملة هنتطور بيا خطة يعني ايه واحد يقول لي plan اقول لك تيه حاجة الطف احنا مش عايزين خطة اللي هو واحدين ثلاثة لا احنا عايزين حاجة اشمل نفرع بقى ونقول هنتطور في الجانب الاول كذا والجانب التاني هنتطور في كذا والتالت كذا والالتالي الجوانب اللي قلنا عليهم دول اهو كل واحد يوم تحتية عناصر وده تحتية عناصر اه العملية اسمها ايه استراتيجية كلمة استراتيجية او استراتيجي بالانجليزية معناها ايه منهجية شاملة للتطوير مصر لما تحب تطور طبعا ده اول حاجة نفتحتها في مخك اظن انت عارف كده بس محتاجة تتنظم عندك انت فكر عشان انتطور هنمشيها جهجهوني كده هي لهلي يلا يا جماعة بسم الله بقى يلا عايزين ايه نزرع شوية ونقلع شوية ونجيبها شوية مصانع مش كده بنحدد الاول ايه الجوانب اللي هنتطور فيها وهي اصلا الجوانب دي معيارية يعني هو محطوط عالميا كده موافيق او ستاندرس عالمية معايير عالمية تقول لك عشان المجتمع يقماشي بشكل سليم من ناحية المادية المفروودي بقى ايه اللي متطور فيه يقول لك الصحة التعليم الى اخير وبالمناسبة واحد يقول لي ازاي استثمر في العقل البشري وده يعتبر استثمر فيه ازاي يعني اشتري عقول لأ التعليم يعتبر استثمر في العقل البشري فالفلوس اللي الدولة هتدفعها في التعليم ده يعتبر تابع التنمية المستدامة قبل النهاردة لو قلت لك كلمة التنمية المستدامة عايزين نطور البلد دايما بيجي في المغاك ايه فلوس تجيلنا وفلوس ندفع تاني بعدين نكسب نجيلنا انت تفكر انك فاتح قهوة ما شخص طبينا بتعليمечно يعني التنمية المستدامة ما لها بقى عايزين نحط لها خطة فهنقول استراتيجي استراتيجي اهي استراتيجي استراتيجي معناها استراتيجية التنمية المستدامة بنقول بقى ايه ناخد حرف من اول كلمة من اول كل كلمة ده ايه كابتة لك هناخد الاس مع الدي مع الاس يدينا ايه ادهمنا كذا اللي نزلونا تحت يديلك اس دي اس كلمة SDS معناها استراتيجية التنمية المستدامة إيه الخطة اللي هنحطها لأي بلد في الدنيا عشان تقدر تنهض اللي هنكتبه في الورق ده هيسمى في العنوان بقى من فوق SDS أو Sustainable Development Strategy طب لما نيجي نقولك استراتيجية التنمية المستدامة بتاعة مصر إيه ده هو في بتاع أي حد ثاني؟ أيوة يا حبيبي ده المبدأ العام فكرة التنمية المستدامة لها استراتيجية عالمية تقدر تطبعها لأي دولة هم حطوا معايير دولية قالك إيه لما تحب تطور تطور في كذا وكذا وكذا طب الكذا الأولانية اعمل فيها 1-2-3 والتانية اعمل 1-2-3 احنا خدنا السيناريو ده بقى وبدأنا انطبعه على الأرض مصر لإني لما يقولي في السيناريو العالمي محتاجين يطور الزراعة مش يقدر يديني تفاصيل لإني ما يعرفش كل دولة حسب التانية أنا عندي زراعة مختلفة عن ليبيا مختلفة عن الأراضي المتاحة في تونس عن نغرب عن نيوزيلندا كل واحد لي قصته فعشكا بنده نعمل بقى نموذج اسمها إيه مفصل من هذه الاستراتيجية العالمية للتنمية المستدامة أو سصينا بولدفيلومنت استراتيجي بنعملها على كل دولة على حي ده بداعة مصر عندنا يا عم أم الدنيا اسمها إيه اسمها إيجيبت إيجيبت فيجن هذه عنوان الدرس طب استراتيجية مصر للتنمية المستدامة أو بنسميها رؤية مصر فيجن يعني رؤية يعني مصر عايزة تبقى قدام عاملة ازاي ماذا نرى الآن في مصر المستقبلية امتى واحد يقول لي ما لازمان كل حاجة مجربل وسبسيفيك محددة فاكر محددة فاكر لما قلنا زمان شرحناها في عشرين كورس وأظنك سمعتها عند الناس كتير أشهر واحد شرحها أحمد أبو زيد الناس كلها سمعتها عنده معين هي مبدأ اقتصادي راصين قديم جدا موجود في كل الكتب تقريبة وعايز أضيف لك أنا من الشعر بيت يعني الـ Smart Goals أو الأهداف الذكية فيه بقى حاجة اسمها سمارتر Goals وحاجة اسمها الـ Smartest Goals والـ EST بنستخدمهم في رموز في حاجات تانية عرفها لك لما يجي وقتها المهم يعني نحا بنحاول نحط أهداف ذكية أو نحط رؤية ذكية من ضمن الرؤية دين يكون أي هدف في الدنيا يكون سبيسيفيك يبقى حرف الـ S يكون مجربل يعني قبل القياس دول أهم اتنين فيهم على فكرة ويكون مربوط بالوقت ويكون relevant للموضوع اللي احنا ايه بنتكلم عليه يكون الهدف بتاعك اللي انت عايز تحطه لتنمية مصر تبع موضوع التنمية ما تحط ليش هدف فنوش علاقة بالموضوع فاهم قصدي ايه الايه دي عبارة عن قبل التحمل أقدر أتحمله منطقي نطبقه فاهم قصدي ايه دي من سميها الـ Smart Goals وفقا للـ Smart Goals ما يفعش نقول رؤية مصر يا فرحتي عايزين نطور مصر امتى بقى لازم ان نقول الرؤية دي لها رقم انا بوري لك العنوام تعالدرس فيه دقة وفيه معاني مخبأة ورائه وظيفة اللي يشرح لك مش ان يفك قصدي معنى الكلمات لا ايه معلم انا لو معايا وقت انا انفد ورينك ما وراء السطور عشان انقلك من مستوى لمستوى اعلى الصح خد قاعدة كده انا دائما بحب اقول في النص حاجات منهجية في التعليم بشكل عام الصحيح والصواب ان ينقل الشخص اللي بشرح القارئ لمستوى الكتاب لمستوى العلم اللي بيدرسوله ليس العكس يعني لو العلم هنا في الدرجة دي وانت قاعد تحت مش الصح ان انا قم جاي بالعلم وانبسطه لدرجة ان ابوزه وانزله لك انت لمستويك لا الصح ان انا ابدأ اشرحه اه بشكل بسيط لدرجة ان انا اوز بس كما هو لحد ما وصلك انت تبقى انت في مستويه يبقى ارفع القارئ لمستوى الكتاب ولا تنزل بالكتاب الى مستوى القارئ ده كده ده جريمة علمية فده من الغلطات الشهيرة جدا ان المفروض ان انا اشرح لك ماولكش ايجيبت فيجن يعني رؤية مصر الفين وثلاثين يا فرحتي لازم ان اعلاف انك فاهم ممكن انت فاهم بس لازم اضيف لك انا امور تزودك انت خبرة رؤية مصر الفين وثلاثين ليه؟ لان رؤية مصر معانا ان احنا عايزين نحقق اهداف تنموية في مصر تكون مستدامة وفقا للرؤية العالمية Sustainable Development Strategy او SDS ولازم هذه الاهداف تكون تبع الـ Smart Goals او متحقق فيها الصفات الرئيسية لاي هدف ناجح وهي ايه؟ ان يكون Specific ويكون ويكون Time Bounded يعني محدد بوقت فهنقول احنا نفسنا نشوف مصر ازاي فالفين وثلاثين 2030 او 2030 او 2030 كل دي تورو صحف النوت على فكرة جميل فاحنا الدرس ايجيبت فيجن الفين وثلاثين طيب السؤال بقى المهم جدا مصر ادي او نيجي هنا بقى عايزة تتطور الايجيبت فيجن ده الرؤية تاعت مصر عايزة تتطور انا بسألك انت بقى بسرعة كده عشان ننجز من خير مقدمات بس اعرف ان في كان فيه المزيد ممكن يتقال مصر حسن تتطور محتاجة تطور كم جانب قالك وفقا للمعايير العالمية اللي احنا جبناها من الـ SDS او من الـ Sustainable Development Strategy لان احنا محتاجين نتطور في ثلاث جوانب رئيسية او بنقول ثلاث اتجاهات رئيسية احفظ بقى الـ Candleline ده بص عصب الاسئلة تاعت النهاردة لو فهمت ده انت ضمنت ثلاث اربعة او خمس اسئلة في الفاينال بقمة البساطة ويمكن اكتر على فكرة مع ثلاث اربعة اسئلة او خمسة كمان في الكوز ده استعناهرات ده جميل جدا لطيف يعني وانا هدف يطلع انت فاهم قبل ما تطلع بتعرف تحل انت كده هتعرف تحل ان شاء الله احنا محتاجين نتطور انه جوانب بص بقى الناس العظمة دول قسم لك الدنيا ازاي هتلاقي اني بعدها تقريبا بعد الثلاث جوانب دول مفيش حاجة ربعة وهو خلاص ده كل حاجة فاهم الفكرة ايه قالك محتاجين نطور من فوق خالص كده هو اربع محاول رئيسية او اربع اتجاهات لما نيجي نبص اقول لك مثلا هل تطوير المصانع وتطوير الزراعة وتطوير الصحة وتطوير التعليم مثلا هل كل واحد من دول لما حب اوصله هوصله من نفس الطريق قالك لا انت لما تيجي هتلاقي فيه مفترق طرق هنا فيه طريق هتحب تطور فيه هيوصلك للصحة هتطور بين مستشفيات وغيره واحد تاني وصلك للصناعة التاني للزراعة التالت للايه للتعليم كل واحد منهم ليه طريقة وليه وجهة نوصله بها بس استنى واحد يقول لي التعليم انا شايف مثلا يعني ان التعليم والصحة اللي اتنين بيخدموا على المواطن والاتنين نفس الوجد نفس الفكرة يعني المبدأ من بره واحد فنقدر نحطهم تحت الكاتجوري رئيسية او تحت تصنيف رئيسي وشايف ان الصناعة والزراعة اللي اتنين حاجات بتجيب لي فلوس في الآخر فممكن نصنفهم كحاجة بتاعت فلوس فممكن نعمل تأسيمات كبيرة من فوق بعدين نحط تحتها تأسيمات أصغر فأصغر قال لك يبقى احنا محتاجين نتطور في ثلاث جوانب رئيسية كبار كل واحد يندرج تحتيه حاجات مهمة اول جانب وهو الجانب للفلوس جانب الاقتصاد جانب الحاجات اللي هتجيب لي فيهم الام ربح فقال لك هنتطور في جانب قال لك الإيكونوميك دايمانشن 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 يعني ايه إيكونوميك دايمانشن دايمانشن معناها ايه محور فاحنا محتاجين نتطور في اول حاجة ايه في محور الجانب الاقتصادي او في الجانب الاقتصادي او في المحور الاقتصادي يعني في حاجات هنتطور فيها ادي اول حاجة محتاجين نطورها عشان ناصر تنهض نطور كل ما يتعلق بالاقتصاد لسه هنكتب تحتها عناصر بقى فرعية طب ايه لعناصر الفرعية تحت الاقتصاد خليها دلقتي عشان بس اواريك الرؤية من فوق الاول يبقى أول جانب يحتاجين نتطور فيه كل ما له علاقة بالفلوس كل ما ممكن يضر علينا الربح في يوم من الأيام سواء الربح ده في صورة صناعة، الزراعة، طاقة محطة الكهرباء ده بالنسبة لي عبارة عن جانب اقتصادي لأنها بيعها واجيب فلوس والبلد تبقى عندها طاقة تده تصدر لبرة وعندي مصادر للطاقة، عندي غاز طبيعي وعندي بترول كل ده يندلك تحت جانب الفلوس ليه؟ لأنه لا يندلك تحت الأشياء الأخرى يعني هل البترول بنخدم بيه عن ناس في الصحة مثلا ونعالجهم بيه؟ لأ هل بتاع تعليم؟ لأ، ده هو جانب بتاع فلوس بالبلد كده هيجيبها لنا في يوم من الأيام طيب الجانب الثاني قال لك سوشيال أو سوشيال دايمنشن دايمنشن الجانب إيه؟ أو المحور الاجتماعي جلمة اجتماعي مش معلومة أن تتكلم الناس حلو ده بالنزالك أنت كفرد بالنسبة للدولة، الجانب الاجتماعي كل ما هو خدمات من الدولة للمواطنين أو خدمات من الدولة هتعود على المواطنين في يوم من الأيام بشكل معناوي شوية خلينا نقول أنا بحب أمثلها كده دايما الحتة دي تقريبا جانب معناوي شوية هنا جانب مادة قوي، فلوس واضحة زي الشمس عشان كده لو جيت أسألك لو جيت أسألك أبمن أبمن شرح حتى في الجانب الاجتماعي لما أقول لك مثلا حاجة زي حق المواطنين أننا عندهم عدالة اجتماعية يعني الناس ما يبقاش في تمييزة بينهم على أساس العرق ولا اللون ولا الجنس يبقى فيه اسمها إيه؟ عدالة اجتماعية وإن الناس تحصل على حقها في التعليم الحاجات دي تعتبر معنوية ولا مادية؟ تقول لي لا أنا باعتبرها معنوية شوي فأنا أحططها تحت السوشيال الصحة إن الناس تتعالج في المستشفيات أنت مش بتاخد العلاج في إيدك وديك يعني مش بتاخد كده عملية الشفاء حاجة ما تتمسكش في الإيد ده عملية بروسس كاملة في ده كثرة بتعالج ومستشفيات تكون نضيفة حاجات ما نقدرش نترجمها لفلوس مباشرة كده اللي هو أكنها ربح لا هي حاجات مش ربحية في المقام الأول ولكنها تساهم بشكل تساهم إيه؟ ده هي عصب التطور في البلد فممكن نقول إن ده الجنب اللي بيجيب فلوس لما أقول لك مثلا زي إيه؟ تقول لي زي الطاقة زي تطوير الطاقة هنا زي تطوير الاقتصاد بشكل عام المصانع والزراعة وغيره إلى غير ذلك هوريك لأتي طب لما أقول لك الحكومة تعاملها مع الشعب بشكل كويس وما يبقاش فيه يبقى فيه شفافية في الفلوس وعرض المبالغ المالية للدولة بتكسبها وغيره ده نعتبره مندرك تحت الجانب الاقتصادي لأن ده عبره عن اقتصاد الناس لقل الاقتصاد هما اللي بيدرسوا الدولة يبقى معها عندها شفافية في التعامل مع المواطنين فده نحط تحت الجانب الاقتصادي فالحاجات اللي تبع جانب الفلوس هنحطها تحت محور الاقتصاد الحاجات اللي تبع خدمة المواطنين بشكل عام كده فيها معالم أثرية وحافظ على التراث والثقافة بتاعت الشعب الحاجات دي ايه تحسها؟ حاجات شبه الصحة والتعليم كده الثقافة كالشر الكالشر اللي اندرك تحت الحاجات السوشيال الليها على أخب المجتمع ففي محور اقتصادي ومحور اجتماعي المحور الأخير ما هو مش فلوس ومواطنين بس احنا الاتنين عايشين فين؟ المواطنين عايشين بفلوس على أرض الأرض دي موجودة في غلاف جوي موجودة في صحاب في مطر في أنهار في البيئة فلازم وانت بتراعي المواطنين وبتجيب لهم فلوس وللدولة فلوس لازم معاهم تراعي البيئة اللي انت عايش عليها تراعي الكوكب فالجانب الثالث اهو environment dimension اهو environmental dimension دايمنشن كل واحد اللي بدل تحتها كم حاجة؟ قال لك أول حاجة بقى؟ لو جيت سألتك أول سؤال هيجيلك في الانتحان على الفكرة ان شاء الله يا رب يجي وهو جي كزا مرة على فكرة في الفاينال مصر عشان تتطور هتمشي في كام دايمنشن قال لك في ثري دايمنشن في حاجة ربعة تعرف تجيب لي حاجة ربعة بس هو ده التطور بالنسبة لنا التقدم المادي هو ده مش بنكلم عن التقدم الروحاني أو غيره نكلم عن التطور المادي جميل هنتطور في جانب اقتصادي او في المحور الاقتصادي في الجانب الاجتماعي في الجانب البيئي محتاجين نطور تلك جوانب دول جانب البيئي يعني زي ايه ان انا عمل مدن سليمة ما بتلوس الجو اعمل مدن مستدامة اطور مدن حضارية جديدة زي العاصمة الإدارية أو غيرها وهنتكلم عنها النهاردة كزا مرة في الشرح الى غير ذلك طب الجانب الاقتصادي اعمل مصانع ووزراعة وصناعة والهاردة كله طب السوشيال دايمنشن اعمل بقى عدالة اجتماعية صحة تعليم الثقافة الى غير ذلك قال لك طيب كل واحدة من دول يندرك تحتاجها ايه عدة امور في الإيكونوميك دايمنشن يندرك تحتاجها حاجات لازم تحفظهم على فكرة اظن اللي انا بعمل لك ده مش محتاجة حفظ ده سهل خالص خلاص تحفظت جانب اقتصادي جانب اجتماعي جانب بيئي بيراع البيئة والجودة طيب الجانب اقتصادي تحتيه ايه قال لك تحتيه حاجة تشمل كل المصانع بقى والزراعة والجودة كله جواها بنسميها التنمية الاقتصادية بنقول عليها ايه ايكونوميك احب اعملها كده لا بص احنا نجيب لهم مختلف ايكونوميك ايكونوميك ديفولوبمنت ديفولوب منت التنمية الاقتصادية ودي بقى عيش يا معلم تندرك تحتاجها حاجات كتيرة جدا ان البلد يرتفع نتج المحلي بتاعها اناعرف عني نتج محلي كمان خمس دقائق يرتفع الفلوس اللي فيها ترتفع السلع الخدمات الدينة موجود فيها حاجات كتيرة قي في انت عاش اقتصادي ده اول جانب تحت المحور الاقتصادي طيب الحاجة اللي وراك قالك الجانب التاني اللي وراه الانرجي الانرجي ان انا اطور جانب الطاقة لان الطاقة تعتبر احد اهم الجوانب الاقتصادية النهاردة بس بنخليها ايه في جانب الوحدة كده لعظامها لكبارها الاليكونوميك ديفولوبمنت حاجات ايه اللي علاقة بالفلوس اوي مباشرة ان نرفع النتج المحلي نرفع قيمة الفرد من الدخل من نتج المحلي الى غير ذلك لكن الطاقة بنعتبرها جانب خاص كده كبير طيب الحاجة التالتة ماينفعش يبقى عندنا اقتصاد من غير دراسة لعلم الاقتصاد فبنقول هنا حاجة مهمة اوي مش عبارة عن التعليم لا اللي جاي دي مش تعليم معناها اني هنعمل قاعدة قاعدة علمية ومعرفية للاقتصاد يعني الاقتصاد عندنا يبقى مدروس نعمل دراسة وابداع وبحث علمي في جانب الاقتصاد فهنقول على الحاجة اللي هنطورها فرعية بقى تحت المحور الاقتصادي هنطور اربع حاجات اول حاجة التطوير الاقتصادي ده يشمل مبلغ المصانع والفلوس وغيره الانرجي تسمع المحطات الطاقة الى غير ذلك والمصادر بتاعت الطاقة كمان الحاجة اللي وراها نعمل قاعدة معرفية في الاقتصاد نطور جانب المعرفة في الاقتصاد نجيب خبر اقتصاديين ونبدأ ندرس ده في كلياتنا متخصصة فهنقول هنا knowledge knowledge وكمان ايه الابداع innovation innovation يعني ابداع انا هترجم لك كل حرف النهاردة ومن كتر ما نكرره هتزهق منه الحاجة الاخيرة and scientific 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 research طبعا هدخلنا عايه research هنشرب من البحر المهم الحاجة الرابعة خلاص انت بقيت عندك تطوير اقتصادي وخاصة في جانب الطاقة فحطنا له محور مخصوص من كتر اهميته ولازم يبقى عندنا قاعدة معرفية قوية جدا في الاقتصاد مش مش شغالين كده وخلاص يعني الحاجة الرابعة ان يبقى عندنا خلاص مين اللي هيقوم بالثلاث حاجات دول ويشرف عليهم الحكومة عشان تخدم من الشعب لازم يقفى شفافية بين الحكومة بين الشعب في الجانب الاقتصادي فكل ده حطنا تحت جانب الاقتصاد هنقول بقى الشفافية دي اسمها ايه transparency transparency بسكملها انت طيب transparency و ايه كمان وكفاءة الحكومة عموما فممكن نقول efficiency of governmental institutions المغير مكتبها يعني ايه efficiency كفاءة يعني ايه governmental حاجة حكومية يعني ايه institutions مش معناها معاهد هنا معناها مؤسسات يعني كفاءة المؤسسات الحكومية في الجانب الاقتصادي لان هي اللي هتشرف علي كل الجانب الاقتصادي ده ترتيب الحاجات دي منطقة جدا يا جماعة مينفعش مش محتاجة حفظ ده اللي بعملو في كل الفيديوهات عندي لازم تطلع موضوع بديهي مش محتاجة تحفظ هو تحفظ خلقه فالنفكرة ايه يبقى اول جانب محتاجين نتطور فيه تبع الستراتيجي بتاعة الستراتيجي بتاعة الستراتيجي ده اول الدرس خالص طبقناه على مصر فسمناها ايجيبت فيجن الفين وثلاثين ما نرجو ان نكون عليه في الفين وثلاثين اسمنا التطور ده اللي تلات افرع رئيسية او تلاتة دايمنشنز رئيسيين اول واحد فيهم اللي هو الجانب الاقتصادي بعدها الجانب الاجتماعي بعدها الجانب البيئي الجانب الاقتصادي عبارة عن ايه هنطور اربع حاجات رئيسية تحتي ساب ايه ساب كاتيجوريس حاجات فرعية او ساب دايمينشنز حاجات فرعية تحتي ساب جول سميها زي ما تحبها انا بقى اقول لك هنسميها ايه في المنهج عشان احرقلك الدرس على طول هنسميها بيلر كلمة بيلر بيلر كلمة بيلر معناها عمود او مرتكز يعني ايه مرتكز لما اقولك المبنى ده ثلاثة اربعة المبنى ده المبنى ده بنسميه ايه بنسميه economic economic dimension الجانب الاقتصادي كله بيرتكز على كام حاجة عشان نقول ان احنا طورنا الجانب الاقتصادي محتاجين نرتكز على اربع حاجات نطورهم اول حاجة فيهم نطور ال economic development او التنمية الاقتصادية دي تشمل جواه حاجات كتيرة اوي والحاجات التانية بقى تفصيل بعد اجمال كده حاجات خاصة اوي نطور جانب الطاقة أو قطاع الطاقة كلمة قطاع دي مهمة أوي سيكتور أنرجي سيكتور يعني قطاع الطاقة حاجة كل ما يتعلق بالطاقة في مصر شركاته ومؤسساته والوزارات الخاصة بيه وغير ذلك بعدها محتاجين نطور المعرفة الاقتصادية نحط قاعدة معرفية في دراسة الاقتصاد فمحتاجين نطور الحاجة الرابعة اللي هيعمل التالي هتقول الحكومة عشان تخدم على الشعب وتديهم الحاجات دي في الآخر لازم الحكومة يبقى فيها بينها وبين الشعب شفافية يعني يعلنوا عن الأرقام ما يدروش حاجة ما يبقاش فيه أرقام ما ناخدش قرد من بره مثلا وما نعرفش وراحفين لازم من حق الشعب يعرف تقول لي إزاي الشعب يعرف الشعب ممثلا في مجلس الشعب المجلس ذا عبر عن 400 بني آدم كل واحد جاي من دايرة من دايرة من حية يعني أو بلدية بلدية بنسميها ميونيس بلتي ميونيس بلتي معناها بلدية أنا نشوفها النهاردة كتير فالمفترض أن مجلس الشعب بيتقال له إحنا ناخد القرد الفلاني عشان نعمل به واحد اتنين ثلاثة فكده الشعب عرف مفترض أن الناس دون منتقين من الشعب الشعب بتنقاهم واخترهم عشان يوفقوا نيابة عن الشعب عشان كيف نسميه المجلس النيابي أي أنه ينوب عن الشعب في اتخاذ القرارات والموافقة عليها هل هو اللي بينفذ لا اللي بينفذ الوزرات والمجلس النيابية وغير ذلك لكن مجلس الشعب ووظيفته يرائب يعمل مراقبة عشان كده مجلس الشعب لو أنت ليك ألف فيه في السياسة فمجلس الشعب ليه أن يستدعي الوزير ويستجوبه يقول له الوزير ده يعتبر بالنسبة لنا سلطة إيه سلطة تنفيذية بيعرف هو ليه القدرة أن يدي أمر يتنفذ على أرض الواقع لكن المجلس الشعب بنسميه سلطة رقابية رقاب أنا كده هطول فإن أنا كنت شعادي أشرحه سلطة رقابية يعني إيه وظيفته يرائب البلد ماشي يا إزاي عشان يحقق البيلر الرابعة الفورث بيلر اللي هي الترانس بيرانسي أو اللي هي الشفافية بين مين ومين بين الحكومة بين الحاكم والمحكوم بين الحكومة ومن الشعب يعني فيه شفافية في الجانب الاقتصادي فالجانب الاقتصادي والتنمية الاقتصادية بنتكلم لكل على فكرة بنقول لي يعني ننادي بهذه البساطة أن تطبق لان لو واحد من دول سقط لن تقوم على الثلاثة البقية لو ما فيش شفافية هيحصل سرقات لو ما فيش معرفة اقتصادية هنعكف الاثنين الاوانين مش هنعرف نعمل قطاعات طاقة جيدة أو قطاعات طاقة هيبقى ماشي بشكل سلبي وهيبقى فيه احتياج جامد للطاقة ونقعد نهد في حاجات مفوتة بني ونبني في حاجات مفوتة هد ولو ما فيش تنمية اقتصادية يبقى اللي فادة كل ملوش لازمة تعملت تعلم من غير ما تبني فتخيل الاربعة دول كل واحد لازم يقموجود بطوله لا يمكن الاستغناء عن اي واحد منهم والمفروض ان فيه حد ينفذ الحاجات دي وحد بيرائب في الآخر عشان اللي هو مجلس الشعب او السلطات الرقابية اللي هي كلمة رقابية بالانجليزية معناها ايه monitor monitoring معناها رقابة فمن فكرة ايه monitoring جاي شفت الشاشة اللي احنا عدينا عليها اسمها monitor جاي من شاشة شاء في مراقبة فمنتورنج معناها رقابة او رقابية حاجة رقابية يعني المهم ده وظيفته يحقق لنا ايه pillar الرابعة اللي هي بتاعت الترانس بيرانسي يبقى الجانب الاقتصادي اول محور اللي نفوت نطوره economic dimension يحتاجه في تطويره الى four pillars ركز واقف الكلام دي الاعمال الارتكازيات الرئيسية اللي لازم مصر تطورها عشان لما نطورها هيبقى اسمها طورنا ايه الجانب الاقتصادي نطور ايه نعمل economic development نطور قطاع الطاقة نحط قاعدة معرفية عامة في علم الاقتصاد نستند عليها وده مش يحصل غير لما يكون فيه ابداع وشغل جديد وكرياتيفتي في انشاء الحلول الاقتصادية للمشاكل اللي موجودة وان يكون فيه بحث علمي عشان يوصلك للابداع اللي هيوصلك لمعرفة قابلة للتطبيق في جانب الطاقة وجانب التنمية الاقتصادية الموضوع كله متسلسل فيه هيراركي فيه هرمية في الموضوع والحاجة اللي وراها بعد ما عملنا التلات حاجات دول في السلطات والوزارات وبين الشعب ممثلا في مجلس الشعب وممثلا في الشعب نفسه في حال الانتخابات والشعب في الانتخابات بيضلي بدل وبيضلي برأيه مباشرة يعني بكل مواطن على حدة فمن فكرة ايه؟ طيب ده كده كلام جميل جدا طيب في الجانب الاجتماعي انا عايز اخفف الكتابة شوية ممكن نعمل حركة حلوة اهو كتبنا دول صغرهم لي خالص بقى انت عظونك فهمتهم واتمنى كوني حتى حفزتهم شوية اعظونك حفزتهم اصلا موضوع مش محتاج حفز يا جماعة موضوع بسيط خش على وراه الجانب الاجتماعي او مصر عايز اتطور في الجانب بتاع ده اللي هو في ايه؟ في اي حاجة كده معنوية شوية تعليم صحة ثقافة وحاجة كمان عدلة اجتماعية الاربع حاجات دول لو اتطورت فيهم يبقى مصر تطورت في الجانب الاجتماعي اول حاجة من انهم اسمها ايه؟ اننا هنتطور في الصوشيال جاستس جاستس يعني في العدلة الاجتماعية يعني ايه عدلة اجتماعية؟ عدلة التوزيع الفلوس تتوزع صح توزيع الثروات ان كل موطن ياخد حقه ياخد حقه في الحقوق كلها ياخد حق التعليم وحق الرعاية الصحية وحق مش عارف في المياه وحقه في المأكل وحقه ان راتبه الشهر ماقلش عن قدر معين اللي بنسميه حد الأدنى للأجور الى غير ذلك ده بنسميه وانيبقاش فيه تفريقة على اي اساس بقاش فيه محسوبية مايبقاش فيه الى غير ذلك والناس تاخد حقه كاملة انا مش عايز تطور طيب الحاجة اللي وراها في الجانب الاجتماعي محتاجين يطور ايه؟ الصحة جانب الصحة المستشفيات بقى والدعاة الصحية المستشفيات في مصر نوعين المستشفيات جامعية ومستشفيات عادية اللي هي موجودة برد تبع الحكومة تبع الحكومة زي اي مستشفى جبيران انت بتشوفها الجامعية زي مستشفى مستشفى الجامعية العين شمس دي القاهرة كل جمعة جواها كل الطب كل الطب دي عاملة مستشفى جامعي او مستشفى جامعي عشان ك uncondppt الجامعات بتشارك في القطاع الصحي بالنص تقريبا يعني نص القطاع الصحي عبرا جامعات فهم قصدي ايه؟ الجامعة في الطب لا تدريس وشغل في البلد تشارك في الدولة من ناحية الشغل يبقى عشان نطور الجانب الاجتماعي محتاجين نطور أو نحسن أو نشتغل على أو العدالة الاجتماعية الصحة التعليم التعليم و الترينج الترينج التعليم ده نوعين نوعين التعليم عادي وتعليم فني التعليم العادي قبل الجامعي وبعد جامعي يبقى نقدر نلخص التعليم في ثلاث حاجات رئيسية نقدر نقول إن التعليم ده بيتفرع منه طين تقول ن ده يندرج تحديه بقى تطوير المتاحف والمزارات السياحية وعدد السياحة اللي بيجوا والفلوس اللي بنصرفها على السياحة وتطوير السياحة اللي أربع جوانب دول بنسميهم إيه؟ الجانب الاجتماعي طيب تعالوا نفكر فيهم بالراحة خالص كلهم جوانب بتصبف مصلحة المواطن بشكل مباشر عايزين نقول إيه؟ حق المواطن ان يتساوي مع غيره ويبدن يحلوه وكله بياخد حقه الصحة التعليم الجانب الثقافي اللي بيتعلق بالمتاحف وتراث البلد إلى غير ذلك ما ده بيزدهم في الهوية ممكن يقول ينجوا أن الجانب الاجتماعي جاي من المجتمع صح؟ جاي من كلمة مجتمع المجتمع إما حاجة أو حاجة إيه الحاجتين للرئيسيتين في المجتمع؟ المجتمع نفسه بس من ناحية معنوية يعني إيه؟ يعني مصر من الناحية من الايدنتي بتاعتها الهوية المصرية أو الهوية المصرية ما هي مصر؟ فده نتكلم عن المكان أنت عايش فيه من ناحية كونها بلداً لها تراث وحضارة كلمة تراث يعني هيرتج أنا عايزة أقول لك مستوحطة إليك في إمتحانها على طول طيب وناس عايشة في هذا المجتمع فممكن أن نقول إن الاثنين يندرجوا تحت كلمة مجتمع لما نيجي لأقول لك مصر عايزة تطور الجانب الاجتماعي هتطور واحد منهم بس يعني ينفع أن نطور حياة المواطن ونخرب البلد الموجودة تراثياً نروح مثلاً نقول لك عايزين نبني وحدات سكنية للناس عشان يعيشوا فيها فنروحين هدين منطقة كاملة مليانة أثار وتراث لا طبعاً ده مش صح فالمفترض أن تطويرك للسوشيال دايمينشن يصب في الجانبين المكان اللي تعيش فيه من ناحية كونه تراثاً وحضارة واللي هيعيش في هذا المكان من حيث يكونيه مواطناً السوشيال جاستيس والهيلث والإدوكيشن بيصبوا في الجانب بتاع المواطن بالكالشور دايم 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 كل التطوير اللي هتعمله للحضارة بتاعت البلد دي طب التعليم دا فرع واحد لا ثلاث حاجات تعليم من قبل جامعي تعليم جامعي وتعليم مهني يعني ممكن نقول إن هو حاجتين وفي واحدة منهم تنقسم لحاجتين أول حاجة تعليم مهني وتعليم عادي التعليم العادي إما قبل جامعي أو بعد جامعة أو اللي بنسميه تعليم العالي كده أنت الدنيا في دماغك متأسمة بشكل لطيف أنا بعايز أسيب لك الحاجات دي عشان تبقى أنت تفاكرها بالمخطط كده أنت هتطلع حافظ الدرس في الآخر بشكل يعني بسيط جدا دا كده الجانب الاجتماعي عفكة كانت عليها أسئلة كثيرة جدا بالفهم عفكة كده أنت سمع أي حاجة عايزك بس أنت فهمت الكلام بس شكرا طيب الجانب التالث اللي احنا عايزين نطوره الجانب البيئي المكان اللي احنا عايشين فيه ماديا يبقى احنا فيه مكان عايشين فيه معنويا كده من ناحية التراث وحضارة دا تطويره في الكلتور اللي يندرك تحت تطوير المجتمع الجانب الاجتماعي لكن المكان اللي عايشين فيه ماديا بنسميه البيئة المحيطة بينا سواء بقى الجو إلى غير ذلك الأرض اللي عايشين عليها نبني مدن حضارية إلى غير ذلك محتاجين نطوره في جانبين رئيسيين جانب البيئة نفسها الانفايرون الانفايرونمنت الانفايرونمنت يعني ايه يعني نطور نبدأ نشتغل على نحن راعي البيئة اللي عايشين فيها نبدأ نعمل مشاريع تراعي البيئة مشاريع مستدامة تكون نظيفة مثلا ما تلوص الميا ما نلقيش بالمخلفات تحت المصانع في النيل ما نعملش مش عالف تلويس بالنحاء الهوى بالعوادم السيارات نبدأ نغير في تصنيع في المعايير اللي بنصنع بها السيارات عشان تناسب الايه الاستخدام البيئي المناسب نتخلص من المخلفات بشكل سليم نقول ده ندركت تحت كلمة environment الحاجة الثانية طب ما نبدي مدن كاملة من الاول ماشي بشكل سليم فنعمل تطوير للمدن الحضارية او تطوير حضرية في الحضر يعني مش في الريف في المدن الحضارية طيب فده بنسميها ايه urban كلمة urban معناها ايه حضاري او حضاري يعني ما كان فيه معايشة كبيرة ومدينة كبيرة وكده urban development development urban development نعمل بقى urban cities نعمل مدن حضارية كبيرة زي ايه زي العاصمة الادارية مثلا فالعاصمة الادارية مدينة مستدامة بالكامل كل شغلها نظيف مش هتلوس البيئة معمولة بمعايير جودة مصبوطة الى غير ذلك ده الحاجتين دول الرئيسيتين دول هم دول اللي هنتطورهم او هنشتغل عليهم في ما يتعلق بالجانب او من المحور البيئي يقع من الاول بقى خالص كل واحدة من الافرع الصغيرة ده اسمها ايه اسمها بيلر يبقى عندنا كام بيلر اربعة واربعة والتين عندنا عشرة بيلرز عشرة بيلرز وثلاثة دايمينشنز رئيسيين اشرح لي الدرس بسرعة يمعلم عشان دل هيفضل في دماغك والله وهيغير نظرتك شوية انت راجل منظم شوي لذا لو كنا كملنا محتاج خمس ست ساعات والله هتطلعك منها فهم الدنيا حلو قوي في الحتة دي مصر عشان تطور محتاج يتمشي على معايير دولية اسمها معيار او استراتيجية التنمية المستدامة ساستينابل ديفيلومنت استراتيجي اس دي اس هنطبقها على مصر هنطلع بحاجة اسمها الرؤية مصر الالفين وثلاثين ايجيب تفاجين الالفين وثلاثين محتاجين ان نشتغل على كام جانب على ثلاث دايمينشنز رئيسيين المحور الاقتصادي المحور الاجتماعي المحور البيئي كل واحد منهم تحتيه بيلرز او ارتكازيات رئيسية هيشتغل عليها الايكونوميك دا اول واحد فيهم تحتيه اربعة بيلرز هنطور الاقتصاد من ناحية ايه تطوير الجانب الاقتصادية تطوير جانب الطاقة او قطاع الطاقة هنطبق نعمل اقتصاد مبني على معرفة فهنطور هنطبق نخلي اللي هيعمل كل دا يكون اللي هو الحكومة يكون ما عندها شفافية في التعاون مع الشعب يبقى كل حاجة وعلى المكشوف كل حاجة واضحة ونعمل ايه نطور كفاءة الشغل الحكومي اصلا او المؤسطات الحكومية التكملة اللي كانت مكتوبة ينوى efficiency of governmental institutions طيب في القطاع او في المحور الاجتماعي هنطور كل ما يتعلق بالمجتمع من حيث كونيه ناس عايشة في المجتمع او المجتمع نفسه من ناحية معنوية شوية حضارية بقى وتراثية وغيره فالsocial dimension هنطور البنيئة من العيشين جوه في ايه يبقى عندهم عدالة اجتماعية في التوزيع الثروات وغير ذلك وكل ياخد حقوقه الصحة التعليم والتعليم ثلاث حاجات اما تعليم ما قبل الجامعة او تعليم الجامعي او التعليم المهني تعليم المهني اللي هو بيدرسه بقى ايه اللي هيطلعه في الاخر شغالين في المصانع مش هيديره المصنع لا هيشتغلوا جوه المصنع يطلع حرفي يطلع صناعي الى اخره الناس دول هم العصب بتاع الصناعي اصلا ففكرة ايه والتعليم الجامعي وظيفته يطلع الناس تشرف على هذا العمل وساعات بيشتغلوا فيه فيه تقاطعات كتيرة جدا طيب يبقى ثلاث حاجات دول للمواطنين وحاجة للبلد نفسها من ناحية الحضارية والتراثية اللي هي نهتم بقى بالثقافة والمتاحف وغيره ده كده اسمه الجانب الاجتماعي او طيب الجانب البيئي ده الجانب الثالث وهنهتم فيه او برعاية حاجتين البيئة نفسها الجامعان بالبيئية وانا حنبني مدن كاملة حضارية بشكل سليم وانا بس مش عارف عمل ايه او ده اللي في ادايا والله واحد يقول لي احنا عايزين نطور الحاجات دي في مصر عشان ننهض بيها ويبقى حققنا هدفنا اهو عايزين نحقق الهدف بتاعنا في الحاجات دي بحلول 2030 يبقى حققنا منه جزء كبير جزء معين عايزين يبقى حققنا كذا 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 الى اخره لازم الحاجات تكون محددة بارقام تكون كوانتيتيتف يعني رقامية محتاجين بقى نركز شوية حاجات دلوقتي اول حاجة يعني ايه تقول لي انا اديك مساء دلوقتي في حياتك الشخصية وبعدين نرجع الى هنا تاني عشان تعرف ان هو بسيط جدا تخيل الواحد بيقول لي انا عايزة بقى انسان كويس اول كلمة اقول له له ايه اقول له يعني ايوة كويس عايز تعمل ايه عشان تبقى كويس ايه الحاجة اللي لما تعملها هتبقى انت حققتك كويس بتاعتك دي مش ده الهدف ده التراجب بتاعك هتحققه ازاي ايه الحاجات اللي هتعرف انك حققت بيها قال لي اه يبقى انا محتاجة احط حاجتين رئيسيتين مهمين جدا عناوين للحاجات اللي انا محتاجة اعملها او ارعيها او ارائبها عشان اعرف ان انا لما حققها يبقى دي العناصر اللي هتوديني الكلمة كويس بتاعتي او للتطوير في مكان معين وكل واحد منهم احطله رقم او هدف نفسه وصله يبقى ممكن نعمله كده ده من عندي والله يجد عنها انا عايز اوسطلك الدنيا انها معقدة او طويلة مش معقدة ولا حاجة انا لو معايا وقت اشرحها لك كلها والله الكي بي اي سهل وجميل بس ده ده بنعمله في الشركات كلها بس مهم خلينا في المثال بتاعنا بشكل بسيط هنيعتبر ان انت عايز توصل لكلمة كويس دي عايز تبقى عندك تطوير اقول نقول تطوير في مجال معين في اي حاجة فعشان توصل للتطوير ده ما يفعش توصله من غير طريق محتاجين نمشي في عدة طرق فهقول لك هتتطور من ناحية ايه قلتلي انا عايز اتطور من ناحية كذا ممكن تقول لي تطوير اقتصادي مثلا هتنطور اقتصاديا هقول لك اقتصاديا هتعرف انك تطورت اقتصاديا ازاي ايه الحاجات اللي هتطورها اقتصاديا دي فقلتلي انه هتطور في الشيء الاولاني والشيء التاني حاجات ده رقامية يعني مثلا عايز اطور الدخل القوي بتاع البلد دي أو إجمال الناتج المحلي وإجمال الناتج اللي مش عارف إيه وعايز أطور نصيب الفرد من الدخل القومي أنا بركز لك على حتة واحدة عشان ما فرعكش في حاجات كتير وعايزين نطور في الاقتصاد عدد المصانع اللي موجودة عايزين نطور عدد المصانع المعتمدة بص عمال أعمل إيه؟ عمال أحط حاجات في الغالب بتبقى رقمية أو مش رقمية بس يعني حاجات أقدر أسهل حاجات قابلة للقياس حاجات مجربل عشان أعرف بيها أن الحاجات دي لما اشتغل عليها هو دي اللي لما حققوا هوصل للتطوير الاقتصادي بس واحد يقول استنى ما الحاجات دي أنليمتد مفتوحة يعني أنت حددت المعيار واحد أو ألف وباء وجيم ودال وهاء عشان لما تحققهم أو لما تشتغل عليهم يبقى أنت كاي بتطور نفسك اقتصاديا جميل بس إمتى هتقول أنك تطورت بالهدف اللي أنت عايزه قال لك آه يبقى نحط إيه؟ نحط حاجة لما نوصل لها يبقى حققنا الهدف المرحلي بتاعنا إحنا عندنا المرحلة الثلاثة لحد 2030 دي بنسميه تطوير مرحلي 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 يعني في مرحلة معينة عايزين نطور خلالها ما يفعش نشتغل للإنفينيتي ما يفعش نشتغل كده عايزين نتطور والله يبقى إيه؟ 2100 بقى 2500 براحتنا لأ لازم أن بنحدد مرحلة معينة من التطوير الحاجات دي حاجات عامة يعني إيه؟ ممكن تعملها المدى الحياة بس إحنا هنحط بقى إيه؟ قيم نفسنا السهم دي يوصل لها ده بنسميه إيه؟ قيمة تارجت عايزين نوصله وهنا تارجت عايزين نوصله مثلاً نفسي يبدأ الدخل إجمال الناتج المحلي لمصر بدل ما هو 470 مليار عافية رقم ده حقيقي 470 مليار دولار أنا عايزة بصلاً الـ 470 مليار دولار دول إن هم يبقوا مثلاً 500 مليار دولار يبقى ده التارجت اللي عايزة وصله بس استنى فكرة الناتج المحلي نفسها إن أنا أعتبره معيار إن أنا هوصل عن طريقه لتطوير الاقتصاد إن أنا أعتبره معيار كده هو ده بنسميه هو ده السهم ده المعيار اللي هوصل بيه وده بنسميه الهدف اللي عايزة وصله في هذا المعيار فندي بقى أسماء خلاص تفهمت الفكرة هنا؟ جميل أسألك سؤال الواحد يقول لي ليه محتاجين نعمل كل ده؟ عشان ما ينفعش أقول لك أنا عايز أتطور وخلاص تخيل الواحد يقول لي أنا نفسي بقى مستوى حلو في الإنجليزي أقول له أقول له والله يعني إيه الجملة دي؟ أعرف إزاي إنك بقيت حلو يعني أنت عادت لها تذكر الإنجليزي إنت هعرف إنك حققت الهدف وإنت عرف إنك محققتوش إيه الحاجة اللي محتاج تحطها آه محتاج عدة أمور أول حاجة محتاج جول خد بقى المصطلحات المهمة محتاج جول جول هدف كبير محتاج أوصله اللي هو إيه؟ إتقان أنا هديك مثال من الحياة هو إتقان الإنجليزية مثلا إتقان الإنجليزية ده جول كبير قوي عايزين نوصله ينفع أقولك أنا هوصله كده بالحب بالهلهلي مفيش حاجة اسمها كده لازم فيه حاجة همش عليها فيه عدة طرق لو حققتها وصبطها هحقق اللغة الإنجليزية كمثال عملي أنت محتاج في الإنجليز تطور أربع جوانب آه عندي أربع معايير لو اشتغلت عليهم هبقى طورت اللغة الإنجليزية بتاعتي أو هوصل للهدف بتاعي بتمثلهم في صورة أسهم ده من عندنا على فكرة يعني ما تعتمدش الكلام ده لأنه هو أكبر من كده شوي جميل اللي أربع أسهم دول عبارة عن إيه إن أنا أطور جانب الكتابة بتاعي أعرف أكتب اللغة والقراءة أعرف أقرأ ما هو مكتوب وإن أنا أستمع الاستماع وإن أنا أعرف أتكلم التحدث أربع مهارات لو طورتهم في أي لغة هتبقى أنت محترف في اللغة دي لأنها فيش حاجة أصلاً خمسة أنت يا إيمة بتقرأ كلام مكتوب باللغة دي يا بتكتب الكلام ده عشان حد غيرك لإقراءة لأ أنت بتتكلم يا إيمة بتسمع حد غيرك بيتكلم شفت موضوع بسيط إزاي لو طورت هذه الجوانب الأربعة هتوصل لإتقان اللغة الإنجليزية تخيل أب ما نعمل دول يعني أتقن الإنجليزية آه دلوقتي أنت عرفت شوية الرؤية التضحت أقول لك بي معلومة حلوة قوي بنسمي كل واحد من دول بس طبعاً ده مجازاً لسه أقول لك تفاصيل أكتر ولو النهاردة ملحظش أقول التفاصيل دي مش عايزك تطلع بالكلام ده لأنه هو النهاية في تفاصيل أو في تجاوزات أنا هتجاوز عن حاجات شوية عشان أفهمك ببساطة لأنه موضوع أكبر من كده بكتير لو معي وقت كنت شرحته والله حلو هنسمي مجازاً كل واحد من دول KPI أو هقول لك هنسميه إيه؟ معيار للقياس معيار هعرف فيه إنك أتقنت اللغة ولا لأ أو منسميه مؤشر حلوة كلمة مؤشر عارف ليه مؤشر؟ لأنه يشير بتحققه إلى إتقانك للإنجليزية هو بيشير لها لو أنت متقن للكتابة فده مؤشر على إنك متقن للإنجليزية بقدر ما بيساهم مثلاً بربع الإتقان وده مؤشر آخر على إتقانك وده وده طب لو حققت الله أربعة مئة في المئة هتبقى أنت أتقنت اللغة الإنجليزية عرفت أنك حققت الهدف الكبير إذا شفت أنا قلت إيه؟ الكتابة نفسها تشكل ربع طريق إتقانك للإنجليزية والكتابة نفسها من جوة فيها تدريج ممكن واحد يقول لي أنا في الكتابة مثلاً ربع أنا مثلاً إيه؟ 60% في حتة الكتابة واحد قال لي لا أنا مثلاً أكتر أنا 80% في حتة الكتابة يبقى حتى المؤشر نفسه من جوة فيه تدريج وصفر في التحدث لو وصلت المئة في المئة فيهم كلهم هنضموهم على بعض وهو ده إتقان اللغة الإنجليزية طيب إنت دلاتي كم؟ إنت دلاتي مثلاً 10% أهو نبدأ من الشمال مثلاً 10% في الكتابة 20% في التعف تقرأ أحسن بتسمع 30% لكن في التحدث مثلاً 5% بس ده لو جمعناه هيدينينا مستوى إتقانك للغة الإنجليزية طبق ده أنا عايزة جديماً مخك رابط مع اللي قلناه فوق يبقى الدولة لو شغالة على أربع جوانب كل جانب بتاخد فيه تقدير عشان الإجمالية يعرفنا تقديرها في الهدف الكبير في الجول طب استنى بقى المؤشر ده بيشير لإيه؟ حاجة رقمية عامل زي عداد السرعة اللي في العربية أو عامل زي الجهاز اللي بيقيس الحرارة بيعرفك أنت وصلت الفين في حاجة معينة من الحاجات اللي هتوصلك لإيه؟ لتحقيق هدف كبير في يوم الأيام الحاجة دي بنسميها مؤشر بنسمي الكتابة قدرتك على الكتابة بنسميها مؤشر لإتقان الإنجليزية القراءة بنسميها مؤشر لإتقان الإنجليزية استماع عبارة عن مؤشر لإتقان اللغة الإنجليزية والتحدث كذلك طب ده كلام حلو قوي المؤشر ده بنسميه بالإنجليزية إيه؟ مؤشر هو بالعربي أو بنسميه بص بأركز معي المصطلح ده مهم قوي بنسميه Key Performance مصطلح ده بص أشهر من نار على العالم Performance Indicator Indicator آه أبا أبقف معي هنا بسرعة Indicator دي معناها إيه؟ Indicator يعني بنشير إلى حاجة Indicator يعني حاجة بتشير إلى حاجة لما قولك لقد لقد مثلا إيه فعلت كذا بالأمس وهذا مؤشر على كذا يعني هذا يشير إلى كذا بيدينا انطباع أو مؤشر على حدوث شيء معين الكلمة شرحة نفسها ده مؤشر على تطور مصر في الاقتصاد ده مؤشر على تطور مصر في الزراعة ده مؤشر على إنك رجل بخيل لإنك ما درتش تديني فلوس مبارح لما قولك عدد المرات اللي الشخص ده عزمني فيها هي مؤشر على صفة الكرم عنده شفت الكلام بسيط إزاي؟ والله ما فيه جديد طيب مؤشر هنا بقى بنتكلم على مؤشرات إيه؟ الصفات مثلا؟ ولا مؤشرات الكرم؟ لا بنتكلم على مؤشرات الأداء performance كلمة performance يبقى احنا بنتكلم هنا على نوع معين من المؤشرات المؤشرات اللي هنحطها عشان نقيص بيها أداء حاجة معينة عايزين نعرف المصنع بتاعنا ماشي ازاي؟ حلو ولا لا؟ فهنقول عدد المنتجات المبيعة خلال الشهر هي مؤشر على أداء هذا الإيه؟ هذا المصنع هي indicator هي مؤشر على performance بتاع المصنع ده فبنسميه key key يعني ايه؟ حاجة رئيسية حاجة مفتاحية حتى من ترجمته الحرفية أو حاجة رئيسية بنحط مؤشرات رئيسية للأداء أو مؤشرات لقياس الأداء فكي هنا يعني حاجة مفتاحية حاجة رئيسية لأنها ايه مفتاحية ليه؟ لأنها هتعرفك الهدف انت عايز تحققه ده؟ ايه المؤشر اللي هيعبر عن إتقارك لهذا الهدف أو تحقيقك له من عدمه؟ فده منسميه key performance indicator وده بنستخدمه في أي حاجة في الدنيا بنختصره في ايه في الآخر؟ K مع ال-P مع ال-I يدينا K P I أهم كلمة هتسمعها في عالم ريادة الأعمال في إدارة الأعمال وريادة الأعمال الأهم مصطلح هتسمعه ال-KPI بص على لسانهم طلع نازل لأنه بنستخدمه في إيه بقى واحد زكي يسألني بلقي بنستخدمه في أي حاجة أي حاجة في الدنيا من أول أنت نفسك لو بتحب تحط أهداف لنفسك عشان تحسن من ذاتك لحد أعطاها شركة لحد الحكومة والبلد ال-country كلها كل دول بيحطوا KPI لأن كل واحد في الدنيا عنده أهداف انت مش لك أهداف؟ تقول لي آه طب الشركة مش لها هدف؟ آه الحكومة والبلد كلها الدولة ال-country كلها مش لها هدف؟ آه طب وأي هدف في الدنيا اتفقنا عبعد أنه بنحققه إزاي لازم أن نعرف إيه الطرق اللي هنمشي عليها أو إيه المعايير أو إيه المؤشرات اللي لما نحققها أو نمشي في تحقيقها يبقى احنا بنمشي في تحقيق أو فيه progress في تقدم في تحقيق الهدف الكبير بتاعنا يبقى نقدر نقول نقول إن عندنا جول جول الجول ده أو الهدف ده عشان نحققه محتاجين عدة مؤشرات أهو نقول المؤشر الأولاني بيشير لي الثاني الثالث الرابع إلى آخير أي عدد أنت عايزه من المؤشرات؟ مين اللي بيحددها؟ أنا أنا صاحب الهدف ممكن لحد يقول لي أنا عايز أتعلم إنجليزي بس أنا شايف أني مش محتاجة أتعلم استماعه وتحدث أنا محتاجة أتعلم قراءة وكتابة بس لأن شغل كله هيبقى مع كمبيوتر أقول له جدع يبقى الكي بي آيز آه ده بنسميه إيه؟ آه ده اللي نعايزه بقى ده اسمه مؤشر ده قصدي اسمه جول جول أهو ده الهدف بتاع الشركة الهدف الكبير قوي أو بتاع المصنع أو بتاعك أنت شخصياً أو بتاع الدولة بص بقى أو بتاع العالم كله هدف العالم كله هو القضاء على الفقر عن طريق توفير الأكل توفير الشرم توفير كذا اعطأ كل واحد مبلغ كذا شهرياً مش عالي فيبقى كذا بنحط بقى حاجات علامات على ايه؟ زوال الفقر ينفع قولك والله احنا هزين نقضى على الفقر بس خلاص كده احلف بالله ايوه هتعمل ايه عشان تقضى على الفقر اه تقول لي هقضى على الفقر يا ابني ازاي تقول لي اه يبقى هزود المعاشات هزود المرتبات هخلي فيه زراعة موجودة اكتر في المدن الريفية وخلي فيه توزيع للثراوات بشكل متكافئ هخلي السلع موجودة في كل الاماكن مش في مكان دون الاخر الى غير ذلك بنسمي ده مؤشر على تحقيقك للهدف ده مؤشر على تحقيق المؤشر ده بنسميه بالانجليزي بقى باستلاح يعني بتوع ادارة الاعمال بنسميه كي بي اي لو قلتلك بعكية مش اشرح لك معناها كي بي اي كي بيرفورمانس اندكيتور بيرفورمانس يعني اداء اندكيتور يعني مؤشر كي يعني حاجة مفتاحية او رئيسية مؤشرات انا بسميه بالعربي بقى كده هو كله بيسميها كده اصلا مش انا بس بيسموها مؤشرات نحن ممكن نخليها جامعة ممكن نعمل كده نحطيني حرف اس صغير كي بي ايز يعني مؤشرات مؤشرات اي بقى مؤشرات لقياس الاداء بشكل عام اداءك في اي حاجة في الدنيا وصلت فيه الايه اه عملت ايه في ايه الدنيا انا ماشي معايا طب استنى واحد زكي يقول لي بقى ايه محنا المؤشر ده نفسه هو نفسه محتاج اخد فيه قيمة مينفعش مفتوح كده يعني ايه اه ادقن خلي بالك من النقطة دي احنا بنعتبر كل واحد من دول كأنه هدف فرعي كأنه جول فرعية شفت المثال اللي قولنا فوق اطلع كده تاني بقى فاكر المثال ده عشان تدقن الانجليزية ده الهدف الكبير قوي بنعتبر دول اهدف اصغر شوية سميها انها هي هدف اهدف فرعية حلو الكيبي اي عبارة عن هدف فرعي عشان كده الكيبي اي ده لازم يتحدد له قيم رقمية ليه؟ عشان اعرف ان في الهدف الفرعي ده حققته بمقدار كام فاقولك الكتابة مثلا هنعتبرها كتدريج كده هو انت مستواك في الكتابة من صفر لعشرة دلوقتي انت مستواك واحد بعدها بقى اثنين تلاتة او اربعة هنحدد مستواك في الايه في الكتابة من صفر لعشرة يبقى تاخد قيمة هنا بعدها في القراءة هنحدد مستواك من صفر لعشرة هتاخد على التدريج ده بعدها في الاستماع نفس الكلام من صفر لعشرة في التحدث من صفر لعشرة جميل؟ جي واحد قال لي يبقى كده اتقان الانجليزية عبارة عن مؤشر كبير قوي من اربعين اقولك مظبوط هو محصلة الاربع مؤشرات اللي هيحقلك الهدف الكبير بتاعك انا هنا مثلا وصلت المستوى النص بقت خمسة من عشرة في الكتابة وسبعة من عشرة في القراءة في التحدث اقل شوية اربعة من عشرة يبقى انا كام اتناشر مع تلتاشر يبقى خمسة وعشرين يبقى انا جايب خمسة وعشرين من اربعين في اتقاني للانجليزية يبقى انا عرفت انا فين الدنيا ماشي معي ازاي طيب السؤال بقى ممكن ندخل هنا عامل الزمن اقول لك انا عايز اتقن الانجليزية في خلال اربعة شهر يبقى كل شهر لازم اخلص فيه عشرة مش شرط من واحدة معينة لا من الاجمالي طيب لو قلت ان انا مستوية بعد اول شهرين كان عشرين من اربعين يبقى انا ايه يبقى ده حاجة حلوة ان انا ماشي مصبوط طيب لقيت ان انا مستوية بعد اول ثلاثة شهر بقى خمسة وعشرين من اربعين تقولك فيه غلط حصل لان كان المفترض تبقى ثلاثين الخمسة دول فيه خلل حصل يبقى انت بسلا بقيتش تروح الكورس يبقى انت غبت ده بنسميه كل ده عفكات كل ده علمي والله موجود في يعني ده اللي بنطبع على الشركات بس بايه بمثال اكبر شوي فاهم الفكرة ايه طيب السؤال بقى العشرة دي بنسميها ايه والعشرة دي بنسميها ايه خلي بالك العشرة دي الهدف الاجمالي انت في الكتابة اقصى حاجة ممكن توصلها عشرة بس انا ممكن اقولك انا عايز احط هدف اتقان انجليزية بس احط الخطة بتاعتي هحط المؤشرات دي ان تخدم عليها في فترة من دلوقتي لمدة سنة مثلا فانا احط مش ان انا اوصل لعشرة انا هدفي مش عشرة انا احط هدف لنفسي انا هقول انا عندي حتة كده في النص نفسي بقى سبعة من عشرة في الكتابة وابقى مثلا سبعة من عشرة في القراءة وفي اللي مش عارف ايه بنسمي رقم سبعة ده بقى الهدف انت حطته لنفسك ده بنسميه تارجت استنى بنسمي ده تارجت يعني فيه تجوز شوية فيه تجاوز في بعض الحاجات بس خلينا شغالين يبقى ده اسمه كي بي اي حاجة انا هاقسها عشان اعرف مدى تقدمي في اداء مهمة معينة عشان احققى في الاخر هدف كبير المؤشر ده اللي هو بنسميه كي بي اي ده هدفي فيه ان انا اوصل لتارجت معين ده الحاجة اللي نفسي اوصلها بس كده يعني شكرا عشان كده عايز اقول لك معلومة بس يعني هناخدها الدرس الجاي بتفصيل اكتر ممكن يبقى عندنا تارجت واحد نوصله باكتر من مؤشر ده حتة مهمة اوي انا ممكن اطور الكتابة باكتر اربع جوانب كلهم هدافهم من انا اوصل ابقى سبعة من عشرة في الكتابة عشان كده لو سألتك الترتيب بقى الجولز عادتها بيجون غالبا عادتها صغير بنوصل لها بمؤشرات كتيرة جدا ليها تارجت كتيرة اوي كل مؤشر ليه تارجت عايز اوصله بس ممكن يقى فيه تارجت عايز اوصله باكتر من مؤشر فهمت الفكرة ايه ممكن في الكتابة اقول مثلا عدد الليترز اللي كتبتها ويه ده اول اول حاجة هاوصل بيها الهدف بتاعي اللي هو سبعة من عشرة ده الحاجة التانية مثلا اسمها ايه كتبت كام ايميل بعدها كتبت كام مش عالف ايه احط اهداف كتيرة اوي فرعية تحت توصلني في الاخر الهدف اللي هو ايه التارجل بتاعي في المؤشر اللي بيوصلني للجول الكبيرة خالص يبقى عندنا ثلاث كلمات رئيسية ده هيجيلك في متحنة بابسط ممكن كده اوي على فكرة لو هيجيلك في متحنة حرفيا عشان بس ريحك تطلع من الفيديو الكي بي ايه باختصار لايه مؤشرات قياس الاداء انا بعرفك انت بقى لازمتها عشان تاستقدمي في اي اداء لأي مهمة في الدنيا بالحط البتاع دي فلو انت راجل في حياتك الشخصية لازم تحط لأي هدف كي بي اي اي از ازاي اقيس الحاجات اللي لما حققها هعرف ان حققت الهدف بتاعي ايه الحاجات اللي هبدأ اتراكها عملها تراكينج تراكينج يعني تتبع لما قولك انا عايز اعرف والله مستوى تقدمي في تحقيق هدفي ان انا بقى مهندس فلازم ابدأ احط حاجات اقسها اشوف مثلا كم مادة ذاكرتها ده بنسميه كي بي اي بعدها حط هدف اخر او كي بي اي اخر نقول مثلا عدد المقالات اللي قارتها كي بي اي تالتة انا كمحمد عدد الفيديوهات اللي صورتها كي بي اي ربعة انت كحسام عدد مش عارف الدروس اللي ذاكرتها منال هتحط ايه عدد اسمها ايه الفيديوهات اللي شافتها كل دي بنسميها كي بي اي هدف هتوصلك لتحقيق الجول الكبير بس كل كي بي اي فيهم خلال فترة معينة بنشتغل على فترات دايما الشركة بتشتغل خطة سنوية خطة خمس سنوات نصف عقدة يعني ترى عشر سنوات الى اخره في خلال المدة دي بنحط الكل كي بي اي منهم تارجت معين نفسه يوصله انا نفسي في عدد المواد اللي ذاكرتها ابقى ذاكرت في خلال السنة دي سبع مواد وكون مثلا يعني قريت عشرين مقالة وكون عملت مش عارف متين فيديو وقريت تلاتين درس كل دي بنسميها تارجتز لكل كي بي اي فيهم فهمت الفكرة ايه يا رب تكوني استفدت ده كده معنى كلمة كي بي اي باختصار ده بالسؤال بقى ايه علاقة ده بالدرس يا نهر اسوح هو ايه علاقة ده و ايه فين اللي مش علاقته بالدرس ده هو ده ألف فيه درس لان درس بيقولك مصر عايزة تطور في ثلاث جوانب اقتصادي اجتماعي بيئي ده تحتيه اربعة بيلرز ده تحتيه اربعة بيلرز ده تحتيه تو بيلرز كل واحدة منهم تقول لي اول مثلا اول مثلا الطاقة الطاقة دي ايوه يا فرحتي عايز اطور الطاقة اطورها ازاي لازم احط مؤشرات لتطور مصر في الطاقة فنحط اول حاجة قدي ايه مصر عندها غاز طبيعي قدي عندها بترول قدي ايه بتستخرج مش عارف ايه كمية الكيلو واط اللي مصر بتنتجها او الميجا واط اللي بتنتجها سنوية كل دي ارقام لما اقسها وعملها ترايكينج او تتبع هتديني هتبقى مؤشر على تطور مصر في الطاقة اللي هو احد اهدفها او البيلرز اللي تحت تطورها في الاقتصاد يبقى انا لما اقول لك عدد 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 شوية ارقام كده هو وابدأ اتتبعها هي دي ما نسميها كي بي ايز يبقى لو قلت لك عسابيني سلف الطاقة كمية مثلا الابار اللي بنطلع منها بنطلع كام برميل في اليوم الرقم نحن في سنة نزوده يعني في سنة نستكشف قابار اكتر مصر فيها حاجات كتير او في البحار لسه ما استكشفتش البحر الاحمر المتوسط واسمها ايه وفي حاجات وفي الصحاري وغيره فحنا عايزين نستكشف اكتر فنقول لك بهدف هدفنا دلوقتي حب نطلع مثلا تلب برميل في اليوم انا بدي اي مسأل عبيد طبعا حلو هدفنا نطلع مية عايزين نعمل ده بحلول الفين وثلاثين فنعمله ازاي نستكشف اكتر جينا في الفين مثلا احنا دلوقتي مثلا يعني يوحب نتكلم كنا في الفين واي حاجة احنا دلوقتي كبني قدمين يعني عايزين في ايه في الفين اربعة وعشرين قلت لك هنيجي في الفين تمانية وعشرين ونشوف احنا حققنا قد اين الهدف طب لقي ان احنا حققنا القدر المطلوب واللي هيوصلنا في يوم من الايام لتحقيق الهدف الكل في الفين وثلاثين يبقى تمام طب ما حقق نهوش يبقى فيه خلطة نبدأ نرجع نعمل مراجعة بقى فهمت قصد ايه هو ده فايدة الكي ب اي اي وده اسمه كي بي اي وكل كي بي اي فيهم وده نفس الكلام وده نفس الكلام كل واحد يوم هدفه يوصل لطارجت معين خلال مدة معينة لو حققناه يبقى احنا ماشيين في سبيل تحقيقنا للبيلر دي اللي مندرجة تحت الديمينشن كبير اللي اسمه ايكونوميك دايمينشن اللي بيطور مصر اقتصاديا اللي بيطور مصر ان جنرل شفت الخريطة الكبيرة للتطور انت كنت تفكر الموضوع ماشي بالحب كده لا يا معل الدنيا عندنا منظمة شفت علاقة ده بالهند احدثة لو مهندس مش شامل كيان ده ما انت بتعمل ايه ده الف فيه يا ابني حتى لو انت مش تعليك اقتصاد افهمه عقلية المهندس استاذ ما يقف فيها الجزء ده يضاف لها فمبروك عليك قولي في تعليقات لو حابب نعمل فيديو برا الدراسة اما اخد الاجازة شوية مثلا مفضة عن الكي بي اي فقط وانا انا على ما اقول قادر يعني اشرح الكي بي اي في ستة سبع ساعات ناخد فيها بقى ان نتعمق ونقرأ اتعلم معاك والله احنا الانتنين هنقرأ وعبعضنا يعني فكرة ايه قولي في تعليقات فكده انت عندك حاجة كبيرة خالص اسمها جول تعال بقول لك حتى مهمة بتيجي في الاسئلة وسهلة قوي وديجت في الفاينال 15 مرة يجي يقول لك ايه احنا عندنا نظام هرمي هرمي او بنقول عليه ايه هيراركي هيراركي اكتبها انت عشان مش فاضي حلو هيراركي يعني حاجة هرمية جميل هرمية يعني ايه يعني حاجة جوه حاجة جوه حاجة عندنا هدف كبير خالص عشان نحققه محتاجين اهو عشان نحققه ممكن نعمل رابطة كده و محتاجين حاجات صغيرة اسمها كبي ايس التي يعني عندنا جول كبير خالص عشان نحققه محتاجين شوي بدي ايس وعشان نحققه Lean Is وديقي بدي ايس ليحتاجين معها شوي تارجي سي فقط ممكن نحط Jersey ال القول تارجيس لو هصولنا الها المعيير masters هاniest فاكن المعيير اذن فهيمة تارجيس يعني هي تارجيس دي عشان نوصلها هتحتاج أصلا معايير يكون لها تارجي سي كلمعها كانت المعيير دي يسميها كبي ايس كي بي ايز الكي بي ايز هي المعايير نفسها محتاجين في كل واحد فيهم نوصل لقيمة معينة نحققها لو حققنا القيم بتاعتنا المطلوبة كلها هيبقى احنا نحققنا ايه الهدف بتاعنا الكبير فبيقولك اكناها علبة جوة علبة جوة علبة فنقدر نقولها ازاي تعرف لما بتشتري شفت الاريال الاريال اللي هو بتاع الراديو بيبقى حاجة كده كبيرة اهو جواه حاجة اصغر جواه بتاعها اصغر جواه بتاع اصغر حاجة كده تليسكوبك تحسها ايه حاجة جوه حاجة جوه حاجة الكبيرة خالص تحت وجواه حاجات اصغر في بقى حاجة سامة الماتريوشكا الماتريوشكا دي خدناها زمان في كورس الارت لو فاكر حاجة كده عبارة عن عروسة اهو يعني حاجة شبه العروسة كده للعبة معمولة من الفخار وانو مش عايف اي حاجة بيكون بقى تفتحها تلاقي جواه عروسة اصغر يعني تلاقي جواها عروسة اصغر تفتح العروسة الاصغر تلاقي جواها عروسة اصغر حاجة زي ضميا كده فاهم جواه في هكذا فنقول ان الكبيرة خالص دي هي الجول اللي عايزين نحققه هنحققه عن طريق ان هو يحوي بداخله او محتاجين نحقق عشان نحققه محتاجين نكونه عن طريق ايه شوية تارجت سنحققها كل تارجت ده هيتحقق عن طريق مجموعة من الكي بي ايز او المؤشرات اللي هتشير الى تحقيق هذا التارجت وهكذا فده من سميه النظام الهرمي فيجي في المتحان يقولك المتريوشكا خدها مني سؤال جايث المتحان ببلاشه بإذن الله المتريوشكا مثال على ان تحقيق الاهداف بيكون بشكل هرمي شكرا هيراركي اللي جابها تكون هيراركي هيراركي يعني حاجة هرمية حاجة جوا حاجة جوا حاجة من حقق عشان نحقق الهدف الكبير محتاجين نحقق مجموعة من الاشياء اللي بنسميها تارجت اللي هنوصلها بمجموعة من الاشياء اسمها كي بي ايز يبقى الهرمية دي هي دي الهيراركي اللي حصلة فيه المتريوشكا كمثال على تطوير الاقتصاد وغيره بنطور الحاجات الواقعية دي شبه فكرة الايه العروسة الصغيرة اللعبة ده مثال بس مجرد مثال جاست ان اجزامبل يعني او فور انستنس تعالي اقولك حتة مهمة جدا يعني يا بص انا اما نبدأ الحتة دي هكتبلك كله في الوصف ان شاء الله هتلاقي متقسم الفيديو كده الحتة دي لو مش عايز اسمعها ما تسمعها لان هي مش هتيجي في امتحان بالتراضي خالص يعني مش هيسألك عليها في الامتحان بشكل رقمي لكن مهم تعرفها وحفظها سهل ودي الحاجة الوحيدة للنهاردة هحفظها لك وانا مش مقتلع انك فوت تحفظها بس هحفظها لك عشان تديلك معنى يعني لما اقول لك واحد يكون بيدرس اقتصاد طول عمره ويجي تسأله تقول له مصر ترتيبها كام يقول لك اصلا يا بحفظ لا يا عم ده مش حفظ لانه هو ده خبرة انت عندك اطلاع فتقول لي مصر كانت حجم السوق بتاعها اقتصاديا كانت ترتيبها 41 عالميا ودلوقتي نفسنا نخليها حاجة و30 والترتيب ده بيكون بنقل على حاجة اسمها ال جي دي بي او النتج المحلي ده كده مش معنى كحفظ حاجة ده خبرة فانا هقول لك نرده اشهر خمس حاجات مصر عايزة تطور فيهم وكل حاجة منهم ترتيبها كام بس مش نعمل اكتر من كده قال لك تعالي بص بقى بيقول لك ايه مصر دلوقتي خلي بانك الفايل بتاعنا اللي اسمه ايجيبت فيجن اللي اتكتب في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي اتكتب في سنة خلي بقى تجملة دي 2015 يبقى اي حاجة تلاقي في الورق اللي احنا بنقراض دلوقتي مكتوب فيها كلمة current يعني حاليا المقصود بيها 2015 ودي معلومة مش تكيلة في انتحان بس اعرفها مهمة جدا يعني مهمة ليك انت كفهم مش تكيل في انتحان ان اي حاجة بتتكلم حاليا ده حاليا بالنسبة للورق اللي مكتوب للرؤية بتاعت مصر مصر حطت الرؤية دي في 2015 عشان نحقق حاجة في 2030 كهدف بعيد شوية 15 سنة يعني احداثي في ايه عدنا التلتين تقريبا احداثي في 2024 تهم الفكرة ايه فإحنا بالنسبة لنا كناس بنقرأ الفايل مش هي بالنسبة للكتاب الكتاب لما يقول لك حاليا مش المقصود حاليا بتاعتك المقصود حاليا بتاعت الكتاب الفايل بتاع الرؤية تحت مصر تحط امتا في 2015 طيب ده كلام جميل فهو بيقول لك احنا في 2015 كان ترتبنا في عدة اشياء ترتيب سيء ترتبنا بالنسبة للدول الرانكينج بتاعنا في الدولة الاولى اعلى دولة او افضل دولة في الشيء الفلاني بعدها دولة تانية قوي يبقى رقم واحد اثنين عالميا لما ننزل يبقى حاجة وحشة مصر هيدي لك مثال عملي على خمس حاجات بيصنف عالميا وكانت تصنيفها فيها وحش جدا في 2015 احنا هدفنا نعمل ايه بقى ان رؤية مصر الاقتصادية اه رؤية مصر قصدي في 2030 ان نتحسن في الحاجات دي طيب ايه اللي احنا عليه تلوقتي وإيه اللي نفسنا نوصله في 2030 في الخمس حاجات دول وايه هم الخمس حاجات قالك اول حاجة الخمس حاجات دول كالتالي ما تحفظهمش وده مثال بسيط على فكه الخمس حاجات دول يندرجوا تحت الثلاثة ديمانشتز اللي قلناهم فوق وتحت العشرة بلرس بس باسماء اخرى يعني هم ادالك باسماء اخر بص كده اطلع فوق خالص فاكر دول ده عايز يتحفظه فقط انا اللي بنشوير لك على تحفظه ولا ما تحفظوهش ده تحفظه الباقي معلم فوقك ملوش معنى اصلا يعني هتلاقي جوه الجانب الاقتصادي هم نتكلم او جوه الجانب الاجتماعي الـ social justice ممكن نتكلم على حاجة اسمها human development human development يعني ايه التطور البشري او التطوير البشري قدقين الناس عايشة حلو طب ما هي نفس الـ social justice او سامحها وتخش فيها التعليم والصحة فحنا نقول لك اسماء جديدة لكن المعنى واحد فاهم قصدنا ايه ده اللي اللي هم نشتغل عليه اما اللي جاي ده ايه ده اللي بيعملوا في التصنيفات العالمية فكك منه بقى خالص انا هقولولك باش انا هو انا حرط عليه اسئلة وانا مش راضي عن الاسئلة دي هي موجودة بس على الـ drive فانا حبيت تحطها لك طيب ايه الخمس حاجات اللي نتكلم عليهم وتصنيف مصر دلوقتي ايه ونفسنا يا بقى قدام عامل ازاي قالك اول حاجة فيه تصنيف عالمي اسمه quality of life of life جودة الحياة ده من التصنيف عالمي المؤسسات العالمية او الدولية بتصنف الدول حسب جودة الحياة ده هدف كبير اهو هل بيصنفوها كده يعني اما يجوا يقيسوا الدولة دي حلوة في الحياة ولا لا بيقيسوا ايه عن طريق شوية كيبي ايس وكل كيبي اي فيهم بيدوا فيه درجة 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 عشان نعرف اجمالي الرقم بتاعك محقق التارجد بتاعنا اللي احنا اتفقنا ان هو لازم يبقى موجود في اي دولة عشان يبقى الناس عايشة حلق ده سهلا نحسبها دي اظن يعني ففهم الفكرة ايه فالهدف ده اللي هو كواليتي اف لايف مصر كان ترتبها في 135 عالمين من اصل كم دولة لو انت متعرفش العالم كله 195 193 دولة زاد سيادة وفي دولتين بيقاليهم مندوب جوه الام المتحدة قصة دي طورة مش عزين نخوض فيها يعني يعني فلسطين لها مندوب في الام المتحدة لكن ملهاش كرسي كرسي اللي موجودت ع اسرائيل فكرة ايه ازالها الله من الوجود واراحنا منهم وهذا في العاجل القريب بإذن الله يعني اي حد فهم بأننا بندرس بقى اقتصاد وندرس امور تتعلق بالعلوم السياسية اي حد فهم سياسة يعلم ان اسرائيل دولة بلا تاريخ وبلا مستقبل ليس لها ماضي ولن يكون لها ماضي لان ده ولا خلاص زمنه ويسعون لبناء مستقبل ودولة واسرائيل دولة بلا مستقبل فيه حلقة جماعة ممتازة ارشح جدا تسمعها اخرب النهاردة واسمعها المزيع مشهور بتاع الجزيرة ليس الهدف انك تسمع المزيع قدم الهدف تسمع الكلام اللي هو قاله احنا لو بنشكر في حاجة بنشكر في الكلام ده رقم واحد كلامه في الحيطة ممتاز جدا وهو اصلا صاحب سلسلتين مشهورين جدا اللي هو احمد منصور احمد منصور مزيع الجزيرة ليه برنامج بلا حدود وبرنامج ايه شاهد على العصر بيطلع فيه ناس كويسة جدا انصحك تسمع الفترة اللي جاية تقعد تتسلى كده اسمع سلسلة ساعد الدين شازلي لو انت عايز تتقوى في جانب العسكري وفهم الحروب وغيره الرجل ده عظيم يا جماعة ساعد الدين شازلي ليه سلسلة عشر حلقات تقريبا او حداشر حلقة مع احمد منصور اسمعتهم كلهم زمان وسلسلة بلا حدود مع ناس كتيرة شاهد على العصر اسمع ساعد الدين شازلي واسمع دكتور بهجة ابو غربية رجل ده مناضل مجاهد من زمان والشاهد احمد ياسين نفسه طالع معاه في سلسلة اسمع تلاتة بلاي لس دول وبيلا حدود فيه حاجة كتيرة جدا احسنهم بالنسبة لي انا واكتر حاجة استمتعت بيها سلسلة دكتور عبدالرهاب المسيري في كلامه عن العلمانية وكلامه على الفكر الصهيوني وغير ذلك هيفكك لك الدنيا دي بشكل لطيف وتسمع كل حاجة وانت دماغك شغلة ما تمررش حاجة كده مرور الكرام من غير فهم ولا من غير نقدة حتى لو انت قادر على ده او حتى انت تحاول انت تكتسب بيها مهارة النقد في يوم من الايال حلو المهم ان هو ليه فيديو جميل جدا اسمه اسرائيل دولة بلا تاريخ او اسمه مستقبل اسرائيل بلا مستقبل اصلي او اسمه مستقبل اسرائيل اكتب على يوتيوب مستقبل اسرائيل فيديو 40 دي اسمعو فالمهم يعني ان عدد دول العالم 195 دولة ذات سيادة مستقلة ودول موجودين في الوام المتحدة ليهم مقاعد في الوام المتحدة بشكل او باخر مصر كان ترتبها 135 معلومة ليك مش دايما ال195 دولة دول بيخشوا في اي تصنيف في دول برا تصنيف اصلا فاحنا ممكن تلاقيه في مرة بقولك مصر ترتبها كذا من اصل كذا طب فين الباقة الدول مش داخلة في التصنيف لسبب ما فهم فكرة ايه مصر في الكواليتي اوف لايف كانت 135 طيب لسه هقولك احنا هدفن بقية طيب وفي حاجة تانية اسمها الهيومن هيومن ديفيلوب منت ديفيلوب منت كان ترتبنا كان 110 انا حافظهم معافيك وحافظهم سهل جدا وتلاقي نفسك كرارتهم كتير هاستملك الدينة داتي بطريقة حلو يقام مصر في جودة الحياة طبعا حاجة سيئة جدا 135 ده ساعتها في 2015 طب الهيومن ديفيلوب منت 110 ده ترتبنا في 2015 كنة 110 في التطوير البشري قد ايه الناس واخدى حقوقها قد ايه الجودة الحاجة التالتة اسمها انتي انا مش عايفة اصور في المكان ناعد فيه انتي كوروبشن كوروبشن يعني مكافحة الفساد انتي ضد او حاجة مكافحة مكافحة الايه الكوروبشن الفساد مصر ترتبها 94 التالت ارقام دول مهمين جدا تحفظهم وابدل بسطلهم شوية كده لانهم سهلين جدا كواليتي اوف لايف انا ربطاها على طول في الماغي 135 سهل ايه الرقم ده هيومن ديفلومنت بحسوا كده حاجة ايه وقفة اتش وقفة هي انا والله بفتكرها كده يعني بالنسبة لاتش حاجة وقفة كده فاهم فيها واحدين جمي بعض فبفتكرها بمية وعشرة فيها واحدين اهم ده النفس انا والله مش لحاجة ايه مش طريع المية ايه خالص انتي كوروبشن بفتكرها ب94 ترتبنا كان 94 على 100 ممكن تفتكرها بأي طريقة يعني ممكن واحد انا مع النفسي مثلا ايه حاجة انا والله انا حافظها كده كده من كتر ما شفتها وتعاملت معي ان انا عدت مثلا حوالي 20 او 25 ساعة في الدرس ده مش بذكره انا مش هميمني ذكر الدرس ده رقم 5 في الاولويات انا هميمني افهم انا فهتليني عدت انا على المواقع دي حوالي مثلا 20 او 25 ساعة بقلب من كتر ما شفت وتفعلت مع الموضوع اترسخ في ديني ان مصر لازم تكون anti-corruption 94 لازم تكون ترتبها لـ 94 خلاص من اللي انا شفته فهمت الدنيا نعم قصدي انا بديك مثال طبعا فاحنا ترتبنا 94 في مكافحة الفساد 110 في التنمية البشرية 135 في جودة الحياة تلاتة دول مع بعضون من الخمسة تحفظهم بسرعة جدا افضل بسط عليهم طيب الحاجة اللي وراها يعني كنت اقول لك مثلا حرف الايه شبهة 9 فحلو جدا شبهة راسة 9 فanti يبقى 40 افتكرها كده طيب في حاجتين تانيين سهلين جدا حاجة اسمها الماركتس الماركتس كومبيتتفنس كومبيتتفنس يعني الكمبيتتفنس اللي هي المنافسة التنافسية قدي الاسواق عندنا فيها شركات كتيرة في نفس الحاجة وبيتنفسه وبيعملوا اعلانات وكل واحد يسوق لنفسه الى غير ذلك في تنافسية في السوق ده يعبر عن الاقتصاد النواق قوي ولا لأ مصر في الحوار ده 116 116 ماركتس كومبيتتفنس اعلى حاجة في الخمسة دور كده اربعة الحاجة الخمسة دي اعلى حاجة مصر فيها لان احنا فعلا متطورين في ده وعندنا فلوس كتيرة جوه البلد اسمها وديه هتفرعنا الموضوع جديد هنتكلم عادي دلوقتي حجم الاقتصاد المصري مصر جواها كل سنة بتنتج سلع وخدمات وحاجات وفلوس وزراعة وصناعة وكل ده تكلفتهم كام فلوسهم كام لو حولنا الحاجات دي كلها لقيمة شرائية قيمة مالية قيمة سوقية هتدينا كام فلوس الرقم ده بيسميه حجم الاقتصاد مصر ترتبها في اللحظة اللي عملنا فيها البيان ده كان واحد واربعين عالمية طبعا ده رقم حلو واحد واربعين ده انت جامج جدا يعني بمجمل فلوس سنويا دلوقتي حاليا كمصر روماية وسبعين مليار دولار امريكي ده اجمالي الحاجات اللي بتحصل جواه مصر من انتاج كل سنة يعني مصر سنويا بتنتج عربيات وصيارات الهي الذي زر؟ اههه عربيات اضخ ادوات تجميل وضراعة ومنتجات زراعية وكان طاقة بتدي خدامات زي الاتصالات شركات الاتصالات سواء طابع الدولة او مش طابع الدولة كل ما يجري علي أرض مصر من��요 من سلع او خدمات يمكن ان تتحول الى مال المال بتاعها ده بقى اجمالي بتاعوا 470 مليار دولار سنويا هذا من سميء حجم الاقتصاد. مصر ترتبها عالي جداً فيه. مع العلم لك يعني دي حاجة نقوله كمان شوية أمريكا تستولي على تقريباً تلت اقتصاد العالم في الحتة دي. أمريكا يجري جواها تعاملات مالية بمجمل 25 تريليون دولار. التريليون ألف مليار. يعني أنت 470 قول 500 جدعانة مني. زودت لهم 30 أهو. يعني مصر نص نص وأمريكا 25. هل رأيت الفرق؟ أكتر من تقريباً بخمسين ضعف. اقتصاد مصر إلى اقتصاد أمريكا رقمياً واحد على خم لكن أنا لو كنت معي وقت كنت أعلمك أني بتقس كده. قس كده خالص وهو رجلاتي إزاي. المهم فحجم الاقتصاد ده بين إيسهم حاجة اسمها إيه؟ الفلوس اللي جوه البلد. قد إيه كل سنة فيه إنتاج بيحصل. فمصر في الترتيب بتاعه 41. فيه في جواها سلع وخدمات. لو تحولت لفلوس سنوياً هتدينا رقم كبير. 470 مليار يخلينا ترتبنا عالمياً 41. الحاجة اللي بنحسب بها إجمالي الفلوس اللي جوه البلد كإنتاج سلع وخدمات سنوياً بتسميها جي D.P. إجمالي الناتج المحلي. Gross Domestic Product. هنعرفك ده كمان شوية ده اللي هنفتح لنا الموضوع دلوقتي. طيب. تيجي بقى نشوف دلاتي الخمسة مع بعضهم. يبقى أنا أول حاجة. Quality of Life 135 ده ترتيبي. تطوير البشري 110. حتى نقتش كده فيها واحدين. الanti-corruption 94. الإيه شبه التسعة. والله مع نفسك يعني لو حابب. بس ما ترهيخ نفسك لأن ده مش كيف انتحان قوي. احتمال ضعيف أو نيجي. عمله عشان بس تفهم أنت حاجة أولادك دلاتي. و عشان أحطت عليها السئلة. مش أكتر. الماركتس كومبيتفنس أو منافسة في السوق. 116. تحت. أنا عارف حافظها زي والله من غير مشعور حتى. لقيت فيه إسات كتيرة أقوى مكتوبة. والإس بتفكرني بكلمة 6. فاهم؟ 6. فهقول 116. والله عظيم أنا حافظها كده بالإحساس. فاهم؟ حجم الاقتصاد ده عمري ما هنساء لأن ده المعلومة اللي ترقعت في دماغي. اللي هو مصر المتطورة في حجم الاقتصاد. عندنا واحد. إحنا ترتدنا واحد واربعين. بنقيسه بإي بالجي دي بي. بالنتج المحلي. اللي هو إيه؟ عرفنا بإزاي حجم الاقتصاد. إسنا كل ما تنتجه البلد من سلع وخدمات في سنة واحدة بالفلوس. فطلع كام؟ 470 مليار في ما تحفظ الرقم ده. اللي هو يجعل ترتبنا كام؟ 41 عالميا. يبقى أنا ممكن في دماغي كده هو. أنا حافظهم كده. بص. 135 جودة الحياة. ممكن نعملها كده حد. quality of life. حال. وعندي 110. ده الهيومان ديفلومنت. التطوير البشري. و94. 94 دي اللي هي الانتي كوروبشن. جميل. طول الث ثلاثة مع بعضهم بكتج واحدة كده. ومعهم حاجة تحت فيها رقم ستة فيها إستات كتير. market competitiveness. دي اللي هي 116. وآخر حاجة خالص دي لوحدها. وحاجة أو ممكن نحطها مع التانية. حاجة تانية عوري ما هنساها لأن هي حجم الاقتصاد. size of economy. ده اللي هي ايه؟ رقمنا فيها 41. بتتأس بإيه؟ size of economy. بتتأس بالجي دي بي. على فكرة. حجم اقتصاد مصر ترتبنا 41. ده بيجي في المتحان. بتتأس بإيه؟ ده لازم يجي في المتحان. احتم اللي بيعرفنا إن اقتصاد البلد قوي أو ضعيف. بنقيسه بحاجة اسمها الجي دي بي. أو إجمالي ناتج المحلي. ده لو حبيت أشرحولك. هناخد فيه زمن يعني. فده لنعمله دلوقتي مع بعض. يلا بينا فهمك يعني إيه جي دي بي باختصار سريعا. وهفهمك أدي أهميته. وأدي أنك تقدر تقرأ عنه بفيما بعد. وهيفيدك أو فهم أي اقتصاد تبع أي دولة يعني. أصنك كده فهمت الدرس والمنهج. والليلة ماشية ازاي. قل لو أنت استفدت اكتف التعليقات. يلا بي بص لأن انا اتصادمت لما شفت المدة بتاعت الفيديو. الجي دي بي يابني باختصار شديد. عشان ننجز. اختصار gross domestic product product. يعني إيه. gross يعني إجمالي. domestic يعني محلي. حاجة جوه محل معين. محل مش اللي هو شب. محل يعني مكان. محله الشيء المكان اللي هو يحل فيه. فمنقول مثلا المحل هنا المقصود بها دولة معينة أو بلد معينة. أو محل محافظة معينة. فمن فكرة ايه. product يعني إنتاج. بنسميه بقى ايه. إجمالي الناتج المحلي. إجمالي. الناتج جاي من كلمة إنتاج. الناتج. العكس يا حبيبي العكس. الناتج المحلي. أي جوه محل معين. بلاش محل تفهمها بشكل اللي هو شائع عند الناس. لا. محلي أي جوه محل معين. بنسميه جي دي بي. ايه الجي دي بي ده ما يعلم بقى عندنا دولة معينة هي. حدود الدولة دي جوه الحدود. عايزين نعرف في رواجة اقتصادية قد ايه. قد ا في حركة اقتصادية. لأن المستثمر الأجنبي أو المستثمر عموما بيدور قدامه العالم دلوقتي. قدامه العالم اهو. عبارة عن ايه. استنى عشان في حاجة غلط بتحصل. عبارة عن دول. دول دول دول. كل دولة من دولة مش بيدور على ثقافتهم ولا غيره. بيدور على حاجة واحدة بس. قد ايه البلد دي. فيها فلوس كتير. في بلد عاملة كده. لكن في بلد عاملة كده. 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 في بلد عامل كده في بلد كده في بلد كده لو فرض ان الاصفر دي يعبر عن الفلوس انت كمستثمر هتهب على ايه اتروح هنا على طول او هنا لكن صعب او تروح هنا وصعب او تروح هنا اللي بيروح هنا مين المطورين بقى لهم عايزين ايه حوالانسان بقى ويطوروا ويعملوا تطوير والجامعات الخيرية لكن كل واحد لي وجد نظر المستثمر بيدور على انه بلد على اللي فيها فلوس كتيرة طب بنعرف انين الفلوس كتيرة ولا قليلة بنشوف البلد دي جواها حاجات تساوي فلوس كتيرة ولا قليلة في مدة زمنية معينة ايه المدة دي في الغالب بتكون سنة بنيجي للبلد المعينة نتكبر كده الصورة ونعمل زوم ادي بلد واحدة منهم هنبدأ نشوف البلد دي جواها حاجتين نقدر نحولهم لفلوس يا اما سلع يا اما خدمات يعني ايه خدمات التعليم الصحة النقل المواصلات كل دي حاجات تقدر نحولها لفلوس مش مش هادة بتدفع فلوس في المترو يبقى دا خدمة دي حاجة تعتبر فلوس اقتصاد لان انا كمستثمر لو لقيت المترو بتركب هنا كتير حاجة استثمر عندك في المترو انا بدي مثال عشان واحد يقول لي طيب السلعة وفهمناها ليه احول الخدمات لفلوس لما لقى الشعب دا بيتصل بالتليفون كتير يعني في حركة جامدة جدا في الاتصالات يبقى دي خدمة بتقدم مقابل مال هحولها لفلوس على طول عشان اعبر عن اقتصاد البلد طيب دولة بتنتج منتجات زراعية كتيرة جدا نروح استثمر هناك لان عندها فلوس كتيرة في الزراعة عندها مصانع بتنتج منتجات كتيرة قوي سيارات بقى وطائرات وغيره اي حاجة اي ما يطلق عليه سلعة او يطلق عليه خدمة يقدر حولها للفلوس بجعملي بقى بقول خلال سنة خلال واحد سنة اهو بنقول خلال المدة دي مجمل السلع بتسوي كام ومجمل الخدمات كفلوس بتسوي كام وجمع اللي القيمتون دول على بعض اهو القيمتون دول على بعض وطلع اللي الناتج النهائي الرقم د بنسميه ايه اجمالي الناتج المحلي للبلد دي اللي هو جروس دوميستيك برودك او بنختصر بقى مع الوقت جي دي بي الجي دي بي ده يا جماعة في رأيي كثير من الاقتصاديين وده اي حد يعرفه اصلا لو دارس الف فيه اقتصاد من اهم اختراعات القرن العشرين اللي لم يكن اهم اختراع على الاطلاق احنا اكتشفنا الفكرة دي ايه او اخترعناها امتى الف تسعمية سبعة وتلاتين ولما عملناها يعني عايز اقولك كان فكرة عبقرية جدا عشان نعبر بيها عن اقتصاد ا بلد اللي انا قلته حاليا ده مش معبر الموضوع اكبر من كده احنا من كتر اهمية هذا الشيء بدأنا بعد جاء ان اس بي قد ايه البلد دي متطورة في كل حاجة تقريبا يعني ليه لما قولك عسابين مثال قد ما تعرف يعني ايه جي دي بي تعال كده اديك مثال اعرفك ان كنت انت مش فاهم اقتصاد كويس او مش فاهم سياسة كمان كويس او مش فاهم جي وسياسة كويس حلو عندي بلد معينة وبلد اخرى قلتلك البلد دي اجمالي اللي جواها من فلوس وخدمات وهنا اجمالي الل たما قلت في زجاجها ضادة ناعدي ايه سعدت في مقدار 10 الانEST ازادت بعد من الفلوس اه بشرن المليار بالشكل يقريبا بكا seine تفضل م Macedشاف واحد متسارع يقال ليه اكيد ايه احسن اقولك غلط مش شرط اعرف لان افعل دي اصلا اجمالي ما تمتلكه من فلوس وعبارة عن مثلا يعني 20 مليار هي زادت في مقدار 10 sai� NASY verifiedколь ناع尊 زادت مقدار خمسين في المية من اللي تمتلكه. يعني كان عندها عشرين زاد عليهم عشرة يعني زودنا نص اللي عندنا كمان. ده انجاز كبير اوي لان الدولة دي قدرت تكسب نص قد نص اللي معاها. زودته في سنة. فده كده الرقم ده بالنسبة لحاجة حلوة اوي. مقارنة باللي عندها. طب اللي هنا طلع كان عنده مثلا الف. الف مليار مثلا. وهو زاد مية. عارضوا معنا انه زاد كان في المية. زاد عشر اللي معاه. عشر في المية فقط. مين فيهم احسن بعد ما انتعرفت المعلومتين دول. اه تقول لي ده اح ده احسن في ايه؟ في معدل التطور. معدل الصعود. لانه لو ده مشي استمر بالحالة اللي هو عليه دي. كمان خمس ست سنين هايه الحق ده. وده لو خلاه بيمشي بعشر في المية فقط. هيفضل مكحكح في مكانه. فقلنا ايه ده طب احنا عرفنا كلان ده منين. قالك عرفنا منين ان احنا. جبنا نسبة التطور. بالنسبة لما تمتلكه. طب واللي تمتلكه ده اسمه ايه. الالف هنا والعشرين هنا اسموهم ايه اسموهم جي دي بي. جي دي بي. اجمال الفلوس اللي عندك في الدول دي. طب اللي احنا التشينج اللي حصل. لو كنا شوفنا التشينج الوحده. كلاش نقدر نحكم. كنا يبقى الحكم مضلل. لكن احنا شوفنا التشينج ده مقارنة بالنتج المحلي. فعرفنا ندي تعبير سليم. فلما اقولك على سبيل مثال. الجي دي بي بتاعي ده. مش سبيل مثال بقى. الجي دي بي احد اهم اهمياته. احد اهم الحاجات اللي هنطلع بها واستخداماته المهمة. ان احنا هننسب لي كل حاجة فيما بعد. لما اجا اقولك البلد دي عليها ديون. بلد عليها عشرة. وبلد علي خمسين. مين فيهم احسن ومين فيهم واخد على دماغه. تقول لي ما اقدرش احكم ليه. افرد اللي واخد خمسين ده هو اصلا يمتلك الف. فالخمسين دول فكة بالنسباله. لكن الواخد عشرة ده اصلا معها تلاتين. فهو واخد رقم يسوي تلت ما يملكه. ده كده الدولة بتاعته في تلت الدولة لو اتشالها تقع. فكده ده ده من دف كارثة. عشان كده من دف حالته هنا احسن. دولة معها الف مستلفة خمسين. يا بلاش. حدني حلو. تقدر تسد في عشرة وهو دولته كلها تلاتين. تلاتين دي من اسمها اسمها جي دي بي. وده بنسمها اسمه ايه جي دي بي. عشان كده بنقول ده بنسميه نسبة الدين. الى اجمال الناتج المحلي. هو ده اللي بنشتغل به. ما بنشتغلش بالدين وخلاص. كده انت معلومة اقتصادية النهارده. ما كنتش تعرفها. انت كنت تفكر الدولة. بنشوف الدين كام. طبعا ده دي السطحية. اللي في كثير من النقاشات اللي على وسائل التواصل. يقول لك مصر عليها ديون كذا. مش فصدد ان انا وانحنا علينا مثلا تلاتين. يبقى مش عارف. يا ابني غلط. الدين مشيش كده. لازم انت تشوف الاول اقتصاد الجي دي بي بتاعك كام. وتشوف الديون اللي موجودة كام. وتقسم ده على ده. وعدين تعرف نسبة الدين العام او الدين. الى ايه؟ الى الجي دي بي. فكل حاجة هننسبها الجي دي فيما بعد. واحد جي قال لي. عندنا دولة زي مثلا. الصين. انا اعطابه الاول. انا كان نفسا دي لك امثلة كتيرا في حاجات دي والله نقعد نتعمق فيها. جميلة ممتعة. ودولة زي مص قال لك مصر بتصرف سنويا. مثلا يعني عشرة. انا بدي اي رقم. عشرة مليار دولار. عشرة مليار دولار على التعليم. في حين الصين بتنفق مئة مليار دولار على التعليم. مين فيهم احسن؟ اه هنا في ازمة كبيرة. لو قلتريل مية احسن اقول لك لا متسرع. ليه؟ لان الصين بتنفق مية في حين نتج المحل بتاعها ستاشر او سبعتاشر تقريبا. سبعتاشر تريليون تريليون. اهو. مش عايز يكتب ليه. تريل ين. دولار. سبعتاشر تريليون. يعني سبعتاشر ألف مليار دولار. رقم كبير جدا. فالمية ده يتنفق شرات فكة. ده قدام العالم تبقى عندها مشكلة. الفلوس الباقي بتروح فين؟. لفوض ننفق حبا حلوين من المبلغ اللي بنكتابه ونكتابه سنويا. اللي هو الجي دي بي. الانتاج السنوي بتاعنا من سلعة وخدمات. فوض ننفق حبا حلوين منه على ايه؟. على التعليم. انت بتنفق مية بس. ده نسبة صغيرة قوي. لو قسمت مية على سبعتاشر ألف يديك رقم صغير. لكن مصر بتنفق ع في حين هي أصلا تملك كام؟. تملك مثلا خمسمائة مليار دولار سنويا من النتج المحلي بتاعها. مصر بتنفق عشرة على خمسمية يعني واحد على خمسين. في حين دي بتنفق واحد على. مش عارف كام بقى. اقسم انت. مية على سبعتاشر ألف. هيديك واحد على مية وسبعين. الواحد على المية وسبعين ولا الواحد على الخمسين. تقول لي لا احنا بننفق حبا أحسن. أنا بدي مثلا طبعا. السن مش كده. أنا بدي مثال. فمصر هنا بتنفق أحسن ليه؟. لأنها بتنفق نسبة حلوة قوي على التعليم من الناتج المحلي بتاعها. عشان كده لما تقرأ الجملة دي بعد كده تفهمها. يقول لك مصر تنفق خمسة في المية من اجمال الناتج المحلي على التعليم. ايه لازمة جملة من اجمال الناتج المحلي. استفدنا ايه منها؟. هو ده اللي هيعرفنا. هو ده المؤشر. الله اكبر. مؤشر. اهم جملة. ان الناتج المحلي ده بعد كده هنستخدمه كايه؟. كمؤشر على تحسن اي حاجة. عايزين نعرف البلد دي حلوة اقتصادية ولا لا. هنقول الجي دي بي بتاعها كام. طب ع عايزين نعرف الشعب عايش كويس ولا لا. هنقول الجي دي بي بتاعها ده. نصيب الفرد منه كام. فهنقول الجي دي بي لكل نسمة. او لكل كابتا. هتكلمك عندها شوية. استلنا معي. كابتا كا بي تا. معناها نسمة. يعني فرد جوه المجتمع. طب البلد دي بتكسب مية. وعندها اه 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 اديك مثال تحت اوه. تعال تحت كده او. قلت لك عندي بلد. النتج المحلي بتاعها مية. وبلد تانية النتج المحلي بتاعها الف. قلت لي اه اقول لك ده حال اه اه الناس هنا 20 احسن ولا الناس هنا 20 احسن. واحد متسرع قال لي Lunca 20 احسن. قلت له غلط. غلط نهائي. مش شرط. مش مقولوا ان العكس. لا مش شرط. ممكن وممكن. اعرف ازاي. هقول للمواطنين اللي هينا. كام. قلت لي هنا في ألف مواطن. ألف مواطن في حين هنا في 20 مواطن طيب الألف دول ما يتقسموا على ألف مواطن كل واحد يبقى نصيبه كام أكني يعني نصيبه كام واحد واحد مثلا دولار واحد أي حاجة بقى أي رقم طيب المية لما يتقسموا على 20 كل واحد يصيبه 5 المواطن هنا عايش في رفاهية أكتر عشان كده لما تيك تبحث عن النت اوعى تدور وتقفهم اني لما يقولك مثلا اني أعلى دولة في العالم سويسرا من ناحية الرفاهية ده مش معناه ان هي عندها فلوس أكتر لأ معناه ان مواطنينها صغيرين مقارنة بالفلوس اللي عندها في حين امريكا عندها 25 تريليون دولار لكن لو اسمتهم على عدد المواطنين اللي هو 340 مليون تقريبا أو 350 مليون مواطن هيدي لك رقم أقل من دولة زي سويسرا ده مش معناه اني انت كدولة أقوى اقتصاديا وخلاص لا انت أقوى في جانب معين فقلنا ايه يبقى محتاجين حاجة تانية نعرف الـ GDP ده لو اتقسم لكل نسمة هيدينا ايه هيدينا اهي عرفنا المواطنين عايشين ازاي قالك بقى حاجة حلو قوي لما حيب اعرف الاقتصاد قوي وده لأ بشوف الـ GDP في المطلق صح ده بنسميه مؤشر على قوة الاقتصاد ده بنسميه KPI على قوة الاقتصاد الله أكبر طيب لما حيب بعرف حاجة تؤديني مؤشر على قدقي الناس عايشين حلو فهجيب الـ GDP لكل كابتا يعني الفلوس اللي في البالك كلها سنويا الانتاج اقسمه على كل مواطن اشوف نصيبه كام فده هيعرفني ده عبارة عن KPI برده الله أكبر يبقى فهمت لازمة الـ KPIs هي مؤشرات تدل على قد انت بتتقدم لما قولك بقى عايزين نتقدم اقتصاديا قلت لك فوقها مثال لانهاردة هناخد بقى مثال عملي حقيقي لما قولك مصر عايز نتقدم اقتصاديا يعني عايز ده الجول بتاعها حلو عايزين نتقدم لي بنيعمل ايه اول حاجة قالك نعلي الـ GDP بتاعنا يعني نزود الانتاج وعايزين نعلي مش بس الـ GDP ما في زيادة سكانية فعايزين نخلي الـ GDP لكل نسمة يزداد ده مؤشر اخر حاجة ثالثة كده بك من النقطة اللي جاية دي انا مش عايز بس الفلوس الإجمالية تزيد ولا الفلوس لكل مواطن تزيد انا عايز معدل زيادة الفلوس يزيد يعني الـ GDP السنة دي بنسميها GDP Growth Rate معدل النمو يقول لك معدل نمو الناتج المحلي يعني ايه احنا مصر كنت تمتلك سنة مثلا 2020 انتجنا حاجات بـ 400 جميل جينا السنة اللي وراها 2021 انتجنا حاجات بـ 400 و 40 يعني زيدنا كم في الـ 100 10% صح معدل الزيادة هنا في الفلوس 10% مما كنا عليه زيدنا 40 اللي وراها مش عايز زيد 10% تاني لا انا عايز زيد 20% يبقى انا عايز ازود معدل الزيادة ده بنسميه GDP Growth Rate ده ده بنؤشر على ايه مؤشر عن نمو خلي بقى لك كل واحد فيهم بيشير الى حاجة مختلفة في الجوانب الاقتصاد ده بيشير الى حجم الدولة اقتصادية ده بيشير الى رفاهية المواطنين وعدالة التوزيع احيانا طيب وده بيشير الى معدل نمو الدولة خلي بقى لك الفرق نمو ممكن تكون انت ماشي بسرعة جدا بس انت لسه في الاول وانا يكون ماشي بالروح اوي مع ان انا في الاخر على فكه احنا معدل نمونا ممكن يفوق دولة زي الولايات المتحدة لان هي وصلت لمرحلة اشبه ما تكون بستاتيوريشن يعني تشبع ما فيش اعلى من كده يعني العالم كله اصلا اهو دين معلومة انا كنت عايز او رهيالة العالم كله عبارة عن فلوس اللي فيه عبارة عن ستة وتسعين ونص تقريبا خليها سبعة وتسعين جد عنا مني سبعة وتسعين تريليون تريليون دولار تريليون الف مليار يا جماعة الف مليار دولار يعني العالم فيه سبعة وتسعين الف مليار دولار امريكا تمتلك منه خمسة وعشرين خمسة وعشرين تريليون شايف الرقم السن تمتلك سبعة اشر دول زي اليابان تمتلك حاجة تسع أو سبعة peleلماية تمتلك سبعة أو ستة اللي اربع دول ب ruth يلعاوه في اول مراكز جميل وده مثال حلو قوي كويس من الجاتل السيرة رغم ان امريكا تمتلك خمسة وعشرين تريليون ده حجم الانتاج السنوي بتاعها من سلع وخدمات يعني ايه حوط على امريكا كده هو ادي محافظة ادي دولة امريكا والولايات المتحدة بالخمسين ولاية كلهم هتلاقي ان مجموعة السلع اللي بتنتج سنويا هنا والخدمات اللي بتقدم بيع وشيرة وكمبيوترات بقى وجوجل وفيسبوك كل الهارية ده مجموعة اللي بيعملوا سنويا 25 تريليون دولار خلي بالك واحد يقول لي يعني كل سنة بيجي لهم 25 زيادة يا ابني لأ ما هل جولنا دول هنشتري بيهم حاجات ونعمل بيهم تاني سايكل الفلوس سايكل دورة الدورة المالية في العالم مش بتتجدد 100% كل شوية لأ طبعا بتتجدد بنزة معينة يعني هم نفسي 97 تريليون هيبطلوا كده هيزيدوا حاجة بسيطة قوي كل شوية فالخمسة عشرين دول اللي اكتناهم استنادي هنستخدمهم في الانتاج مرة اخرى عشان نجلنا فلوس المرة اللي وراها وهكذا نبطل ماشيين في سايكل هي بتزيد بس مش زي ما انت متخيل يعني مش كمان ثلاث سنين هيبقى عندنا خمسة وسبعين لأ طبعا هيبقى عندنا مثلا تمانية وعشرين فاهم فيه ثلاثة زادوا في الثلاث سنين دول فاهم اتفكر ان امريكا تمتلك خمسة وعشرين يعني ايه بقى كل سنة خمسة وعشرين لأ خلال السنة حجم الاقتصاد خمسة وعشرين حبنتحك على بعض كبشر الفلوس دي اضحوكة حرفيا حيلة استخدمها البشر للتعامل فيما بينهم لان هي نفس الفلوس هنستخدمها هي هي تاني الفلوس بتلف في دورك بيلا اوي المهم يعني مثال عملي على اللي احنا قلناه عشان تبقى انت تفاهم في حياتك الخاصة يعني امريكا خمسة وعشرين تريليون الصين رقم اثنين عالميا باجمالي ناتج محلي او بجي دي بي سبعتاصر تريليون واحد يقول لي الصين كده رقم اثنين اقول لك غلط الصين كحياة الناس جوه مش رقم اثنين رقم ستاشر واحد زكي خد باله لان امريكا او خمسة وعشرين تريليون عدد مواطنينها تلتمية واربعين تقريبا مليون نسمة جميل لو اسمت دع على ده هيجدلك لكل مواطن تقريبا حاجة وسبعين الف دولار سنويا خمسة وعبين الف دولار تقريبا سنويا سنويا جميل ده ناصيب الفرد من النتج المحلي الاجمالي بتاع امريكا لو جت للصين هتلاقي ان هي سبعتاشر تريليون او رقم كبير جدا نخليها رقم اثنين عالميا في الجي دي بي لكنها رقم 16 لو اسمنا على العدد مواطنينها اللي يبلغه مليار وربعمية وخمسة وعشرين مليون بني ادب لو اسمت ده على ده هيطلع رقم صغير جدا مقارنة طبعا بناها هيطلع رقم يخليها رقم 16 هيطلع حاجة وعشرين الف حاجة وثلاثين الف ليه لان مواطنينها اكتر قوي عشان كده قلنا ان هنا بقى تيجي فايدة الكي بي ايز تطبيق عمل يهوق على فايدة الكي بي ايز وعلى فايدة الجي دي بي الجي دي بي فاهمنا بدأنا نريليت كل حاجة ليه نريليت تعمل الريليشن او نريليت كل حاجة ليه يعني نخليه هو الريفرنس بتاعنا المرجع بننسب كل شيء اليه عشان نعرف حقيقة الامر بدأ لما كنت قولك السين رقم اتنين ونسكت لا مش كافي عندها مواطنين كتار لو اسمنا ده على ده هيدينا مؤشر جديد اه نسبة للجي دي بي لو بنا مقولك الديون نفس الكلام هننسبها للجي دي بي هل لما قولك احنا مصر بتنفق مثلا خمسة في المية من النتج المحلي على التعليم هل بناخد من النتج المحلي فعلا ايوه يا بدي ايوه الدولة بتكسب النتج ده هو الانتاج الدولة كسبت السنة دي 500 مليار دولار ده اجمالي ما تم كل الدولة لما تحول اللي حصل جواها من تعاملات مالية خلال سنة هيطلع لك 500 مليار دولار تقريبا مصر دلوقتي هترتمنا 41 عالميا بنحسب الترتيب ده عن طريق حاجة اسمها ايه حساب الجي دي بي بتاعنا اهمت الفكرة ايه طيب لما قولك بنفق 5 في المية يعني انت ايه هتقوم درج ده في خمسة على مية تقريبا في خمسة على مية ده على ده اديك خمسة صحيح يبقى خمسة وعشرين يبقى احنا مصر حقيقا كل سنة بيتعليها 500 مليار بتاخد منهم خمسة وعشرين مليار تنفقهم على التعليم فيهمت الدنيا ماشية ازاي طبعا ده مجازا يعني انه فيه فيه تغيرات في الواقع عن كده مصر مش خمسة في المية اقل يا المهمة فكرة يقولك ده الدولة الفرنية بتنفق 3 في المية من اجمال نتج المحلي على البحث العلمي طبعا ده رقام حلو فاهم قصد ايه فمن نقس بالارقام بس هي ديفاية الجي بي عشان كده الجي دي بي عشان كده كثير من الباحثين بيقولوا ان الجي دي بي اعظم اختراع في القرن العشرين على فكرة ان جنرال فور اول مش في الاقتصاد بس من كتر اهميته من كتر ما هو سعيد نحن عالميا نطور علم الاقتصاد الحاجة دي يعني مش عايز اطول فيها لان انا مش هتفيدك خالص دلوقتي ان الناتج المحلي جاي من كلمة محل المكان اللي هو بتاع الدولة داخل اطار الدولة افرد الدولة دي جواه شركات اجنبية فلوسها بالنسبة لنا عايزين نحسبها في الجي دي بي لإيه الجي دي بي هتحسب فيه اي حاجة بتحصل جوا حدود الدولة حتى لو مش مش اللي عاملها مصري لان احنا مش هدفنا نقول لك مصر قوية ولا ضعيفة احنا هدفنا نقول لك الرقعة الجغرافية اللي اسمها مصر تجي لها كمستثمر ولا لا فانت مش هفري معاك اللي هنا اجانب ولا عرب انت مالج انت ولا مصريين فانت بتيجي لان المكان ده جواه ناتج محلي عالي يعني الارض دي عليها فلوس كتير طيب استنى لو مصر راح تاخد قرد من البنك الدولي القرد ده هيتطلب منها تديله اني ارضها عليها فلوس قد ايه لا طبعا اني على الارض ده فيه حاجات اجنبية مش بتاعتي عندي شركة زي شنايدر مش عربي مش مصرية اصلا ففلوسها مش بتاعت الدولة فلوسها هي بتدي اقضى ضريب للدولة لكن مش بتاعت الدولة فلما تروح تقول لي للدنك الدولي انا عندي ضمانات يقول لك ايه ضمانات تقول له انا عندي على الارض خمسمائة مليار يقول لك يا فرحتي بتاعك كم منهم بتاعك فهمي الفكرة ايه طب سألك سؤال بقى حلو قوي مصر لما تروح تتكلم باسم مصر عايزين رقم مش يعبر عن الرقعة جغرافية اللي اسمها مصر لا يعبر عن كيان مصر هنجيب حاجة اسمها الجي ان بي دي ناشنال يعني ايه جروس ناشنال بروتك يعني اجمالي نتج القومي جاي من القومية ان ان انت القوم دول الجماعة دول من الناس اللي هي مصر يعني ده بقى بنحسب فيه ايه اللي جوه مصر بس يكون بتاع مصر واحد زاكي يقول لي طب استنى طب ما مصر لها استثمارات خارجية اه وبنحسبها معنا اخي بالك من الحركة الجامدة اقول اللي حصلت دقتي يبقى لما نيجي نحسب اللي على ارض مصر ده هدفه نعرف المستثمر ان الرقعة دي عليها فلوس كتير الرقعة الجغرافية دي بغض النظر هي بتاعت مين فهم فبنحسب فيها ايه استثمارات حتى لو مشتاعتنا طيب فده بنستدمه في حاجات معينة اخوه بالضبط اسمه ال جي ان بي ده بيعرفنا كل ما تمتلك مصر بين قصين الدولة نفسها حتى لو مش على ارضها مصر تمتلك في الداخل مثلا مية وفي الخارج خمسين يبقى مصر تمتلك مية وخمسين تروح تقول البنك الدولي انا تحت ايدي مية وخمسين تديني قرد ولا ما ترضاش الى اخيره ده الضمارات اللي معايا والمانيا ادي مصر والمانيا جميل مصر عندها جوه مثلا مية حاجات مصرية مية مصري وعندها تلاتين هالماني والمانيا عندها مثلا متين الماني حاجات هالمانية بتاعتهم متين مليار مثلا ولا اي حاجة وعندها varios 20 مصري استثمارات مصرية في الداخل الالماني لو فرضنا ان مصر براها مفيش غير الماني خلينينا نفترض يعني الفتيتهم وحن ان يقع في دول تانية فهنجمع عند كل الدول لا خلينا نفترض أن الدولتين دول بس هم اللي موجودين لو سألتك دقيقي الجي دي بي بتاع كل واحدة فيهم كام والجي ان بي هذي الجي دي بي والجي ان بي هتقول لي سهلة خلص الجي دي بي كل اللي جوه رقعة مصر كام 130 كل اللي جوه رقعة ألمانيا 120 ده فايدته يعرفني إيه إن ألمانيا فيها فلوس أكتر في المجمل كمستثمر أروح أستثمر هناك مش شرط تكون بتاعت ألمانيا بس هي جواها فلوس أكتر وخلاص قوي ولا لا عنده كام مصر عندها كام 100 جوه و20 بره يبع عندها 120 طيب وألمانيا عندها كام 30 بره و200 جوه عندها 230 على فكرة العلاقة بين الاتنين دول بتدي مؤشرات كتيرة جدا يا لهوي علم كبير طيب خلصنا انسى بقى كل الكلام ده يعني هيفيدك تفهم بس نقصك ده تتعمل معي ايه تيجي بقى على الورق هنفره سريعا ونحضل اسئلة قول لي في تعليقات حبيب نكمل كده الدروس اللي جاية ولا انت شايف انه طولت قبل ما نروح فاكر لما قلت لك ان في خمس حاجات مصر ترتبها حاليا في 2015 وقت اكتبت الورق ده كان 135 في جودة الحياة 110 في الاتش اللي واقفة دي اللي هي تطول البشري 94 في الايه اللي شبهة 9 اللي هي anti-corruption 116 في حاجات اللي فيها استاد كتير markets competitiveness 41 في حجم الاقتصاد المقاس بالايه بالجي دي بي قلت لك الخمس حاجات دول صح طيب احنا هدفنا في حلول 2030 نبقى ايه قالت نبقى من اعلى 30 دولة في العالم يبقى هدفنا بدل ما نحن 135 نبقى 30 29 الى اخرين يعني من top 30 countries من اعلى 30 دولة ده الهدف طبعا وهدف صعب التحقيق بس هو ايه ان شاء الله بنحاول يعني طيب الهدفنا نبقى من اعلى 30 من اعلى 30 من اعلى 30 الرقم ده مهم اوه هيجي في امتحان يقولك انت هدف مصر تبقى من اعلى كم دولة تقوله من اعلى 30 دولة بحلول 2030 طيب السؤال بقى ينفع نعمل من انك راجل دتي بقيت فاهم الكي بي اي وفاهم دنية الجول بتحقق ازاي وغيره ينفع نقولك احنا هنا دلوقتي كناس عايشين في 2015 وحب نكتب الورق ينفع نقول دي 2015 وعايزين نوصل لألفين وثلاثين يبقى عندنا واحد اين تلاتة او عندنا عدة امور ينفع نقولك هنستنى لما الفين وثلاثين تيجى عشان نشوف احنا حققناهم ولا لا اكيد لا بنعمل ايه تارجت صغيرة كده في السكة نتأكد بيها مين اللي بنتأكد عن طريقه والكي بي ايز عندنا هدف اولاني والهدف التاني زي مؤشر العربية زي مؤشر السرعة زي مؤشر الحرارة زي اي مؤشر المؤشر ده مؤشر التقدم فبنقول هنا اول حاجة النتج المحلي بتاعنا نفسنا هو دلاتة 400 نفسنا ساعتها يبقى 600 مش هنستنى لما الفين وثلاثين تيجى عشان نشوف حققنا ولا لا هنقول بما ان احنا هنا 400 وهناك 600 يبقى لازمان سنويا مثلا يعني يزيد عشرين جينا بعد اول سنة هنعمل قياس لقى انها بقى 420 قلنا الله احنا كده ماشين تمام السنة اللي وراها اسنا لقى انها 440 تمام اوي ماشين حلو لو مشينا بهذا المعدل هنوصل لألفين وثلاثين هيبقى 600 فعلا طب جينا في سنة لقى انها حصل ايه لقى انها بقى 450 ايه ده الزيادة مش عشرين ده زيادة عشرة كده حصل عجز نقول ان الفترة دي فيه ازمة حصلت فنبدأ على طول نجيب الناس بتاع الخبرة ونقولهم ايه المشكلة اللي حصلت و ايه اسبابها و ازاي نحلها عشان نتدرك الامر بسرعة ده فايدة الكي بي اي وفايدة التراكنج بتاع البروجرس في اي تقدم او التقدم بتاعك في اي حاجة بتعملها في تحقيق اي هدف ونبدأ كل شوية نبدأ نتشك كل فترة اكي انك رايح من القاهرة لسكندرية المسافة 300 كيلو متر عايز توصلهم في ثلاث ساعات لازم كل شوية تتأكد ان العربية ماشية بسرعة كام 100 كيلو في الساعة 100 كيلو متر لكل ساعة لو لقيتها في مرة ماشية ب60 أو ب80 مش هتوصل لان لازم عشان تقطع 300 كيلو في ثلاث ساعات لازم طول الوقت تبدأ الماشي بسرعة 100 كيلو في الساعة طب جات في ساعة منهم وخستعت تمشيت بمثلا 80 بس لازم اللي وراها تسرع اكتر عن 100 عشان تبقى ايه كافة تتزم بسرعة فهمت ازاي الدولة بتبدأ تمشي في قيادة الدولة او في رؤية مصر او في رؤية اي دولة نحو تحقيق اهدفها بتعمل العملية المعقدة لان ورثت لقيت دي رغم انها ايه تبقى معقدة لكنها لذيذة جدا زي ما انت شفت معي تعال بقى نقرأ تعال هنا بقى في الورق بسرعة بيقولك Egypt Vision 2030 انا هنجز معك بسرعة ان شاء الله اول حاجة تنمية المستدامة او استراتيجية التنمية المستدامة المتعلقة بشكل اخص كده برؤية مصر الالفين وثلاثين المين بيلرز العناصر الرئيسية قالك اول حاجة ايه مصر عايزة تطور في ثلاث جوانب رئيسية economic dimension وتحتيه اربع حاجات social dimension وتحتيه اربع حاجات environmental او environmental dimension الجانب البيئي وتحتيه حاجتين يبقى الاجمالي عشرة بيلرز ثلاثة ديمنشن عشرة بيلرز طيب يبقى كده طورنا مصر طيب اول حاجة فيهم economic تحتيه ايه تطوير اقتصادي الطاقة الجانب المعارفي في الاقتصاد الشفافية بين الحكومة وبين المحكومين الجانب الاجتماعي اما انت كناس عايشة او المجتمع نفسه حضاريا الناس اللي عايشة ياخدوا ايه عدلة اجتماعية social justice health التعليم وصحة عشان نخلص والبلد نفسها من ناحية الحضارية تاخد culture تنم من ناحية الاجتماعية ناحية المجتمعة طيب الجانب البيئة environment وال urban development urban development يعني التنمية الحضارية المدن بقوا كده ده وكده عشرة بيلرز بتلاتة ده الفهرس ولا دي اي لازم نتقرهوش ان هو اللي فيه احنا قلنا انت محتاج تتعرف الاهداف الرئيسية الاهداف الفرعية يعني ايه كي بي اي يعني ايه التارجس نحقها بالكيبي ايدي وايه العقبات اللي هتواجهنا في تحييها كون ده مشكلة في الاسئلة هو انت انت اصلا فهمه خلاص انا عايزك تطلع بالقيمة هنا بيقولك نحن النفسينا نحن بحلول 2030 من اعلى 30 دول في عالم مصر نفسها تبقى من اعلى 30 دولة في ايه قال لك هديك امثلة في خمس حاجات مثلا كواليتي اوف لايف احنا دلاتتها 135 امتى قال لك الاليوز دي متاخدها في 2015 ده وقت وضع الرؤية دي اعرفك او ده نفس السنة اللي بدأنا فيها في بونا العاصمة الادارية ما حبش اتصربع نفسي اشرح براحتي لا لا الالله فالكواليتي اوف لايف احنا رقم 135 نفسينا نبقى من اعلى 30 دولة في العالم الهيومن ديفلوبمنت احنا رقم 110 دلوقتي في 2015 نفسينا نبقى ايه نبقى من اعلى 30 دولة في العالم الانتي كورابشن احنا 94 طيب المنافسة في السوق الحاجات اللي فيها احنا 116 طيب اعلى حاجة احنا فيها حجم الاقتصاد مقاسا بالجي دي بي هيجي قولك امتحان حجم الاقتصاد بتاع مصر اسناب ايه من ناحية احنا رقم 41 يعني من ناحية حجم الجي دي بي بتاعنا او اجمال الناتج المحلي احنا رقم 41 طيب ده كده كلام زي الفل معلومة ليك بقى طيب احنا احنا دلاتي في 2015 في الورق هتليك هتلك ان 2015 دي current يعني now هو ده الوقت الحالي هنتشك كم مرة في السكة قالك هنتشك كل شهرين بنتشك كل ثلاثة شهر بس انت كورق هنا هنكتب لك ايه هنكتب لك احنا وصلنا الهدف ايه في 2020 عشان نوصل في الاخر لألثون وثلاثين يعني اعتبر دي محطة كده فاصلة نتأكد في ان احنا ماشينا على السليم احنا هدفنا نوصل لكذا في 2030 ده الهدف الإجمالي بس هنيجي في 2020 نتأكد ده تقريبا منتصف المسافة او ايه تلتها كده هنشوف لو احنا ماشينا هنا صح تمام عشان لو غلط نعدل في اللي باقي عافية دي ده ده الرقم ده محسوب ليه المسافة كلها 15 صح من هنا ل هنا 15 سنة هناخد خمسة منهم ونشوف احنا حققنا تلت المطلوب ولا لا طب لو محقق نهوش قدامنا 10 سنين نزبط في المجلة نعدل فيها المجلة فهتلاقي هتلاقي هتدي لك لاتي جداول كبيرة ما ادي لك هنا اهو هيقول لك كل هدف من اهدف الاقتصاد مثلا عايزين نحقق الجانب الاقتصادي هنحتاج نبص على كذا مؤشر ايه الفلوس بلعت الناتج المحلي معدل مش عارف ايه معدل ايه كل دي مؤشرات كل مؤشر هتدي لك ليه والقيمة في 2020 والقيمة في 2030 ده اللي احنا عندنا دلوقتي ده في 2020 هنشوف وصلنا الكام عشان نتأكد احنا مش نصح ولا غلط 2030 دي القيمة النهائية اللي نفسنا نوصل لها لسه مجتش المؤشر الثاني نفسنا مثلا على مثال عملي اهو مصر معاها دلوقتي 400 في الجي دي بي نفسنا نبقى في 2030 معانا 500 2020 نفوت يكون معانا 430 المفروض بقى المفروض لو احنا عايزين حقق هدفنا في 2030 لازم في 2020 نتأكد ان احنا معانا الرقم ده احنا عايزين طبعا ده كله بالقياسات هيعمل كده في كل المؤشرات السؤال امتحان هيجي ساي امتحان مش هيجي يقولك سماعلي الارقام اللي هنا خالص ولا الهواء هو هيجي يقولك المفترض المؤشر بتاع الفلوس في التنمية الاقتصادية يزيد ولا يقل تقول لي الهزار ده ما انا لا فاهم انا فاهم اني اكيد الفلوسات ما تزيد تقول لي بس هو ده المطلوب منك والله والله يمتحان كله كده يا ابني ممكن تفر الدرس دلاتي ونحل المئة وسبعين سؤال دول بالفهم من غير حتى ما تقرى المنهج بس انا هقرى معك جدعانا كده عشان تبقى انت فاهم يعني بس هو هيجي في سؤال يقولك كده قولي الاول ما يقولك قولي رقم من دول بس مش تحصل اغلب المرأة هتحصل في حاجة او حاجتين بس لكن الانقراض دلاتي حوالي 170 حاجة او 180 كلهم عشان نحفظهم طبعا هنفهم بس ان ده بيزيد طب قال لك مثلا عسابين مثال معدل البطالة مفود يقل ولا زيد اكيد يقل ايه هزار ده يعني في سنة البلد فيها بطالة اكتر ولا يقال اكيد قال لو مصر دلاتي مثلا 7% منها بطالة المفروض بحلول 2030 2% بس يقف السكة المفروض نكون كام مثلا 5% فيهم تقصد ايه فهيبدأ يقولك مفروض بيقل مع الوقت ولا مفروض الحاجة دي تزيد المؤشر ده الكي بي اي ده مش اشرح لك تاني بقى الكي بي اي يعنيه المفروض يزيد ولا يقل تقول المفروض ده يزيد لا ده المفروض يقل لا المفروض يفضل ثابت على ايه مثلا الضرائب مثلا الضريبة اللي البلد بتاخدها اللي هي حق الدولة في انك قاعد عليها اصلا بتعمل محل مثلا فبتدفع ضرائب الضرائب دي دلاتي مثلا 10% عايزينها ما تزيدش لان لو زادت يبقى كده انت بتضمر حياة الناس فبش عايزين الضرائب تزيد بس الناس اللي مش عايزينها تقل عشان حق الدولة تقول لك اننا عايزينها تفضل ثابتة بمرور الوقت فعايزينها تفضل 10% برضو وبالتالي في 2020 لازم ان نتأكدناها 10% طب استنى ايه لازمة اللي في النص ده اصلا لو جئنا في 2020 لانها بقت 15 يقى فيه ازمة كده يبقى كده لو كملنا هنيجي في 2020 لانها بقت 20% لا لازمة نلحق الدنيا عشان نرجعها تاني لعشرة يبقى يقولك الضرائب تفضل ثابتة في حين ان معدل البطالة يفضي قل في حين ان النتج المحالي يفضي زيد هو يجي في انتحان يقولك بقى الحاجة الفلانية تزيد ولا تفضل ثابتة انت بالفهم تقوله على طول ده اللي هنعمله دلقتي مش هتامل حاجة من نفسك انا هوريك كل حاجة قدامك دلقتي في جانب الاقتصاد بالاربع حاجات اللي تحتيه في جانب الاجتماع بالاربع حاجات اللي تحتيه في جانب البيئة بالحاجتين اللي تحتيه في العشرة بيلرز هناخد عشر جداول دلوقتي يلا بين فين اهو تعالى بابوس بيقولك ايه اول حاجة الجانب الاقتصادي تحتيه اربعة بيلرز الانرجي اللي هو اخطاع الطاقة بعدها الجانب المعرفي المتعلق بالاقتصاد عشان يبقى عندنا اقتصاد مبني على العلم بعدها اخر حاجة الشفافية مع الحكومة يعني ايه مؤسسية الحكومة تقمشي بشكل كف فيه كفاءة عالية ويكون فيه شفافية مع الناس بس كده مش هاش رح ترك دول في اول الدرس مش هاش رحهم تاني باللوقتي طب الجانب الاجتماعي تحتيه اربع حاجات العدالة الاجتماعية التعليم والصحة يبقى الصحة التعليم والجانب الثقافي في الاخر المتاحب فقه والبلد الثقافية انت قمشي كويس يعني نطورها الاربع حاجات دول يندرجوا تحت كلمة مجتمع عايزين نطور الاربع جوانب دول اخر حاجة البيئة هنطور فيها حاجتين البيئة نفسها والمدن الكاملة الحضارية اللي هتكون متوافقة مع البيئة دي طيب ادي عشر صفحات ولا من الدرس هو بلقوي يعني اختصارها هيجي في نتحاني يقول لك بترمز لإيه اختصار لإيه تقول له مؤشرات قياس الأداء بتاع اي حاجة في الدنيا هناخد او المؤشرات اللي اتعرفنا ان احنا حققنا كل واحد من العشرة دول هيقول لك عشان اعرف ان انا تطورت في مجال الطاقة محتاج ابص على ايه اشوف قيمة ايه كل سنة عشان اتأكد ان انا ماشي صح اوه ده اسميها كيبي ايس بتاع الطاقة وكمان ايه بقى عشان نحقق الكيبي ايس دي محتاجة عملنا مشاريع على ارض الواقع عايز اقول مثلا ان المصانع تنتج منتجات اكتر فيبقى لازم ابني مصانع اكتر ده بنسميها بقى ايه البروغرامز والمشاريع اللي تتعامل في الجانب ده يبقى عشان نحقق هذه الكيبي ايس محتاجة نعمل مشاريع هيقول لك في كل جانب من العشرة من العشرة بيلرز ايه الاهدف او المؤشرات اللي مفود نقسها عشان نعرف حين نتطور ولا لأ وايه المشاريع اللي عملناها لتحقيق هذه المؤشرات الماتريوشكا هي دي علبة جواها علبة جواها علبة جواها علبة جواها علبة هو هيجي فنتحان يقول لك ايه الماتريوشكا دي العلب دي او العروسة دي مثال بسيط مبسط على ايه شبه ايه شبه فكرة الهيراركي اللي افتحيه اي اوبجيكتف اوبجيكتف يعني هدف عشان نحق اي اوبجيكتف بنمشي منظام هيراركي شبه الماتريوشكا بس كده اول جدول عن اول حاجة في اول ديمينشن اول ديمينشن تقع الاقتصاد اول حاجة فيه اتعلم تذكر ازاي موضوعه سهل او والله يا ابني والله والله جدا مش عارف ليه ابني شرحش كده طيب اجمل نبدأ في الجداول دي هتلاحظ ان الجداول دي متقسمة ثلاث حتات محتاجة اقولها لك ان ال KPIs اللي هنشتغل عليها هناخد ثلاث انواع من ال KPIs دي من المؤشرات في مؤشرات هتتقسمها لحسب ايه على حسب انت بي تقيس بيها ايه في مؤشرات هكيس بيها ال Inputs بتاعت اي investment او اي business شغال عليه اي هدف عايز احققه المؤشرات اللي هتشير اللي هتحقق هذا الهدف ممكن تكون الاهدف دي حاجات ايه متخلات للنظام بتاعي هقولك ده معناها ايه وممكن تكون Outcomes يعني بنسميها Outcomes KPIs وممكن تكون حاجة اسمها Strategic 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 يعني ايه الكلام ده يعني على سبيل في شركة معينة فانا عايز حاجتين رئيسيتين او انا عايز حاجة مهمة في الاخر عايز اطلع منتجات اكتر جميل طيب لما اقولك انا عايز اطلع منتجات اكتر مش ده اما اجا ايه سنة بقى للشركة دي وعايز اعرف اداءها عامل ازاي هقولك انت بتطلع كام منتج فده حاجة انا محتاجة تتبعها طول الوقت اعمل لها KBI خاص بيها عشان اتابع الشركة بتطلع كام منتج طول الوقت طب مش محتاجة اعرف قد ايه في مواد خان بالجيلي فده برضو محتاجة عمل لها KBI لان المؤشر اللي هيعبر عن قد ايه منتجات بتدخل للشركة هستخدمه وحاجة مهمة جدا وفي حاجة تالتة بقى اهم خالص المنتجات دي مش لما ابيعها هتجيب لي فلوس اه يبقى انا عايز اعمل حاجة تالتة بقى خالص قد ايه الشركة دي بتكسب فلوس في الاخر مش بس المنتجات انا عايز اعمل حاجة اكبر من مجرد المنتجات انا عايز اعرف النتائج الاستراتيجية لهذه الشركة هل هي كسبة فلوس كتير فهيعمل مؤشر لدراسة الفلوس اللي بنكسبها كشركة الارباح اللي جاء للشركة وهيعمل مؤشر قد ايه الشركة دي تصنفها ما بين الشركات وقد ايه بقى كويسة في التعامل مع العملة الى اخيره فبنقول بقى خلي بالك من نقطة مهمة المؤشرات اللي بتعبر عن حاجة بتخش للبيزنس بتاعك بنسميها مؤشرات ادخال او بنسميها KPI Inputs بنقول دي Inputs KPI بندرس بها حاجة دخلة لسه للسيستم دخلة للعملية الاقتصادية طيب والمؤشرات اللي بتقيس للمخرجات اللي حصلت بنسميها Outcomes KPIs زي هنا المثال ده طيب والStrategic Results النتائج الاستراتيجية استراتيجية يعني قد ايه انت اكسبت قد ايه خسرت حاجات من فوق قوي بنبص على البيزنس من فوق على الاقتصاد بتاعنا في العملية دي من فوق عصحها على التعليم على اي حاجة لما اقول لك على سبيل مثال في اي مجال هنتكلم فيه عندي مجال معين قد الفيلد المعين قلتلك مثلا كشركة الصلاة شركة الصلاة لما اقول لك انا عايز اعرف عدد المكالمات اللي دخلت للشركة او اقول لك بقى حاجة حلوة لا استنى سياك من الكلام ده انا اقول لك عايز اعرف عدد العروض الموظف بتاعي المندوب عرضهم على الناس فلما قلت انا مسرح شوية موظفين في الشوارع او في الموبايل بيكلموا ناس يعرضوا عليهم عروض الشركة شفت لما زيله 11 تصار عليك يقول لك عندنا عروض اه فالمدخلات بتاعتنا هنعمل مؤشر هنعمل كبي اي يدرس كام واحد اتكلمناك الشريحة اللي استهدفناها هقول لك احنا كلمنا مئة الف بني ادم او مئة الف بني ادم كلمناهم ده كده مؤشر يعرفك انت شغال حلو كإنبوت ولا لا بس خلي بالك بقى عدد اللي استجابوا للعروض بتاعتنا ده أوتبوت ده أوتكم ده النتيجة طبعا في فرقة بين أوتبوت والأوتكم مش وقت اشرحولك احنا خليها أوتكم وخلاص الأوتكم ده عبر عن ايه الناس اللي استجابوا ومضم عنا العقود أو العروض واشتركوا فيها فمثلا عشرين الف عشرين الف عندنا بقى حاجة تلتة خالص ومن فوق قوي العشرين الف دول كسبونا كان في الاخر فهقولك مثلا ده اسمه strategic result كسبونا ايه ان نعمل مؤشر كده اسمه kpi strategic result يعني ناتج استراتيجي كسبونا مثلا الف جنيه بقى ترتبنا بعد ما كان عشر بقى عشرين بعد اصن ما كان عشرين بقى عشر يعني ترتبنا في وسط الشتركات بقى من اعلى عشرة كل دي من سنة مؤشرات استراتيجية لا هي input ولا output ده النتيجة النهائية للعملية كلها فلما جي ده تقولك في الاقتصاد عايزين نطور الاقتصاد في مصر او نطور الصحة هنطورها في ايه اول حاجة في الصحة على سبيل مثال محتاج شوية kpi عشان اعرف اتتبع تطوري في الصحة فهعمل kpi للإمبوت زي ايه عدد الدكاترة اللي انا اللي هعينهم وهديك مثال على كل واحدة فيهم هعمل kpi للأوبوت بتاعي اللي هو ايه عدد المرضى اللي عليكتهم فمن فكرة ايه هعمل kpi للنتيجة الاستراتيجية بتاعتي وهي ان المستوى بتاع مثلا الرضا الشعب عن الخدمة الصحية بقى عالي يبقى نتكلم تاني في مجال الصحة محتاج ثلاث حاجات محتاج مؤشرات لقياس الادخال والمدخلات ومؤشرات لقياس المخرجات ومؤشرات لقياس العملية الاستراتيجية كلها او النتائج الاستراتيجية الادخال زي ايه كم دكتور عندي اصلا دول اللي قبل العملية ما تبدأ العملية الصحية وبالتالي هيترتب عليها عالكت بهم كم مريض ده من سميه kpi مختلف عايز اشوف انا طول الوقت عايز ابقى درس التلاتة دمع بعضهم الدكاترة مفوض عددهم يزيد وعدد المرضى اللي بعاليكه المفوض يزيد يعني اقدر عالج عدد اكبر لان انا كترت الدكاترة اللي تنزل مربوطين ببعض وفي النهاية النتيجة النهائية مفوض ان يحصل لي strategic result او نتيجة استراتيجية اني مثلا القطاع الصحي يبقى افضل من ناحية واحد اتنين ثلاثة تصنيف ويعلى كل دي من سميها مؤشرات لقياس الاداء الاستراتيجي kpi بتاعت strategic results فاي جدول هايديلك مؤشرات لقياس الحاجات الادخال والاخراج وايه او المخرجات والنتائج الاستراتيجية يارب يكون فيهمت معناهم بشكل سريع تعال لنشوف مصر بقى بس خلي بالاكم في امتحان مش هيسألك الشيء الفلاني يعتبر ايه من input ولا output ولا strategic مش هيسألك كده يعني لو سألك يبقى سؤال صعب على مستويك خالص فحب نتكلم هنا ان ان انت بس ايه تعرف ان ممكن يقولك في الامتحان اي KPI يمكن تقسيمه لتلاتة categories رئيسيين او تلاتة groups رئيسيين اما input KPI او output outcome KPI او strategic result KPI تعال نشوف فقف كل مجال منهم هيتليمت ديلك شوية اهداف او مؤشرات فوتنا تتبعها في strategic results في outcomes في inputs فاول حاجة خالص اول dimension اللي هو economic dimension تحتيه اربعة بيلر اول بيلر منهم التطوير الاقتصادي بص على عدة اشياء اجري معي بقى بسرعة اول حاجة من خلال شرح الريال GDP growth rate طبعا مش هادر اكمل لان كلمة ريال دي والله فكرتني بحاجة محتاجة اقول هيلك ان الناتج المحلي بتاع بلد بسم الله الرحمن الرحيم خدها ليه كده الناتج المحلي الجي دي بي بتاع دولة معينة نوعين دي معلومات ثقافية عامة والله الريال و nominal nominal في حتى بيعادت رسالة نقف الموبايل nominal يعني حاجة اسمية جاية من الاسم مجرد اسم جست تسمية فقط اسم لكن ريال حقيقية ايه الفرقة بين اتنين دول لما اقول لك مجموع السلع والخدمات اللي عندك ثمانها كام انت كدولة الف ودولة تانية بي ايه وبي الدولة الاوانية قلت لك النتج المحلي بتاعها الجي دي بي بتاعها مجموع السلع والخدمات اللي جوه مية والتاني بتاعها الجي دي بتاعها بيساوي تلتمية واحد اسألك لاتسؤال على طول مين في دول افضل قال لك مش شار تستن مش ده معناها مجموع السلع والخدمات ثمانها كان في البلد دي اه طب افرد انت عندك كيلو الرز بعشرة وعند انا بتلاتة كده يبقى ظلم قال لك اه يبقى نشوف الاول بقى هل الى الرقم اللي انت عندك ده مجموع السلع والخدمات كسعر دولي عالمي حقيقي ولا انت حاطت اسعار حسب بلدك سعر اللي عندك عالي لان انت عندك تضخم فممكن يكون عندك 300 لكن هي في حقيقة الامر لو عملناها بالعملة العالمية اللي عند الرجل التاني هتلاقيها 180 فهو احسن منك لان السلع عنده رخيصة اه ده كده فيه فيه موضوع كبير اوي فقال لك يبقى لازم ان نشتغل بالريال جي دي بي اللي هو الحقيقي اللي بالعملة العالمية اللي سعر بنشتغل حاجة اسمها البرشيس البرشيس باور باريتي تلاتة بي هتلاقي الكلمة دي موجودة في مواقع كتير جدا وفي كتب اقتصاد عالية اوي ده اللي بنقص بي القيمة الشرائية بتاعتك بنحط عملة شرائية موحدة نعرف بيها نقارن بيها من الدول يكون الجي دي بي بتاعك كبير اه لكنك على سبيل مثال الجي دي بي ده غير مستدام يعني انت مثلا واخد قرد القرد ده هيتحول خدت قرد في 2020 ف2021 طبيعي يبقى المنتجات اللي عندك كتيرة اوي بس خلي بالك دي مش بتاعتك منتجات كتيرة اوي هترفع الجي دي بي بتاعك بس ده مش هيجعلك افضل من غيرك ولا حاجة لان غيرك ده ده ريال جي دي بي لك انت جايب جي دي بي بشوية اقتراضات انا بدي مثل طبعا فعندنا حاجة اسمها الريال جي دي بي الحقيقي وحاجة اسمها النومنال جي دي بي فنقدر اقولك ان الجي دي بي الريال بتاعه او النوع الحقيقي من الجي دي بي هو اللي نتج عن زيادة في انتاج البلد دي البلد كنت بتنتج مثلا عشر قطع من المنتج الفلاني بقت تنتج اتنشر قطعة لكن لو قولك هم بتنتج نفس العشرة لسه بس الاسعار زادت نتيجة حاجة مهمة اوي اسمها التضخم ده مفهوم خطير ده محتاج نعمل له قاعدة كبيرة اوي ده او الانفليشن التضخم ده حوار كبير اوي يمكن نقول ان الريال جي دي بي ده اللي بنستبعد منه فكرة التضخم مفيش تضخم لا ده زيادة حقيقية في الكم المنتج من المنتجات خلال السنة خلال دولة في دولة معينة داخل حدود دولة معينة لكن لو الزيادة اللي حصلت في الجي دي بي نتيجة ان الاسعار هي اللي زادت ده بنسميها نومنال جي دي بي زيادة اسمية اسم فقط طيب تعالي نرجع بقى للدرس اول حاجة بيقولك الزيادة الجي دي بي الحقيقي معدل نموه وليزم يحصل له ايه يزداد هو دلوقتي اربعة والتن من عشر مفهوم 2020 هيبقى عشر المفروض في 2030 يوصل الى 12% زيادة حتى عمل لك بين خصين كده هو النسبة المئوية فاحنا بنزود الجي دي بي يزداد معدل زيادة نفودي يزداد مع الوقت هيجي في سؤال يقولك الريال جي دي بي مفروض يقل ولا يزيد مع الوقت في تحقيق رؤية مصر لـ 2030 تقوله يزيد خلصنا السؤال الجي دي بي بيركابتة كابتة يعني نسمة يعني اجمال الناتج المحلي لو اسمناها العدد لأفراد كل واحد نصيبه كام دلوقتي نصيب الفرد 3436 دولار في مصر دلوقتي من المنطق يا جماعة طب يعني نسبة مشاركتك كنتج محلي بتاع دولة بالنسبة لنتج المحلي بتاع العالم كله العالم كله تقريبا فيه 100 تريليون زي ما قلنا انت كمصر تمتلك نص تريليون ده اجمالي انتاجك كم في المئة من العالم واحد على ايه على متين من العالم فانت محتاج توصله انت لاتي حالي انت 2 من 10 نفسنا يبقى 4 من 10 نفسنا يبقى 1 يعني يبقى عندنا تريليون كامل من المئة تريليون بتقول العالم كله عندنا واحد عالمية من انتاج العالم طبعا الرقم ده حلو لو وصلنا له يعني يا رب نوصله دي كلها اهداف استراتيجية طيب المؤشرات استراتيجية المؤشرات التي تعتمي من الخراجات مش محتاج تميز يقول لك ده يزيد ولا يقل وخلاص عايزين ننجز يعني ايه الكلام ده يعني قد ايه هنزود قيمة في الانتاج كنسبة من النتج المحلي عايزين ننتج اكتر ولا لا انا عايز انجز معك هنتجوز شوية مش لازم نشرح على الحاجة كما هي يعني محتاجين نزود الانتاج ولا لا اعتبارها كده اه محتاجين نزوده نصر ونص بقت خمسة وبقت تمنداشر انجز على وراها total trade التجارة الاجمالية من النتج المحلي بس بس as percentage of GDP يعني كنسبة من النتج المحلي لازم نشتغل دايما لان النتج المحلي هي اكبر ميفعش التجارة تفضل زي ما هي لازم تزيد معاه فهمت الفكرة ايه فالتجارة لازم تزيد 37 45 تبقى 65 لازم تزيد وخلاص طبعا دي كلها نسب مئوية يعني عايزين يبقى تقريبا 65 في مئة من النتج المحلي جاي من التجارة نصدر حاجات لبرا طبعا ده حاجة حلوة جدا نصدر ايه goods and services سلع وخدمات current balance as percentage of GDP دي طبعا صعب كنت تفهمها لوحدك ويهي سهلة خالص current balance معناها ايه التوازن الحالي كنسبة من GDP يعرف ايه التوازن الحالي العلاقة بين الصادرات والواردات مصر بيجي لحاجات من بره اسمها واردات وبتصدر حاجات لبرا اسمها صادرات الواردات اللي جايلك الصادرات اللي انت بتطلعها اللي هي حاجة بتفيدك ناقص الواردات اللي جايلك اللي هي حاجة مضرة ما يفعش تستورد كتير من بره حاصل طرحهم ده بيجدلها حاجة اسمها current balance نفسنا نفسنا اني حاصل الطرح دايق ورقم موجب يعني صادراتي كتير ووارداتي قليلة فلو طرحتهم من بعض يدين رقم موجب لكن هو للأسف بالسالب فبيقولك سالب 3.7 من 10% من GDP يعني السالب ده معنى ايه ان احب نستورد اكتر ما بنصدر طب ده دلوقتي بالسالب عايزين يقب قدام السالب يقل لحد ما نوصل فيه ملأمني اموجب موجب واحد يعني الصادرات بتاعتنا ازيد من الواردات يعني مصر بتبيع للخارج اكتر ما بتشتري من بره يعني نحن عندنا اكتفاء ذاتي فاظنك في انت تلاتي الزيارة دي معناها ايه يبقى المفروض اني current balance نظريا مفروضي ايه يزداد في الاتجاه الموجب انا ممكن يلعب عليك في الامتحان في السؤال ده بس اوام ما ظنش هيعمل كده اصلا متحان بسيط قوي يا جماعة الدرس ده كله بيجي عليه خمس اسئلة في الاخر انا عايزة كنت تفهم ده لنفسك الضرائب كلها اي ضريبة او tax عايزينها تثبت في الغالب عايزينها تثبت بيقولك income taxes يعني كل دخل للمواطن بيعليه ضريبة انت بتدفع ضريبة على الدخل بتاعك بس اللي بيعدي رقم معين اي دستور بيقولك لو انت عديت رقم معين في الربح او في الفلوس بتدفع ضريبة على طول الضريبة دي 22.5% عايزينها تفضل زي ما هي بمرور الوقت ليه عشان الدولة تفضل تاخد حقها وانت ما يزدش عليك حاجة قدام فمش عايزينها تقل لان كده الدولة هتا ايه هنضعف اقتصادها هي بتاخد منك فلوس والفلوس دي بالقدر المعقول عايزينه يفضل زي ما هو ما يقلش دلوقتي على الاقل ولا يزيد يريتين يريتين يعني يظل كما هو الـ value added tax اللي هي ال VAT مشهورة جدا على فكرة اللي هي ضريبة القيمة المضافة كل سلعة بتدفع بتمر بعدة مراحل عشان تخلص بس دانا احببت اشرحها اقعد ساعة بص ال VAT ده موضوع كامل في الاقتصاد VAT انا عندي سلعة كل مرحلة مثلا الامح دي مرحلة بعدها هيبقى طحين او هيبقى دي الاول بعدها هننخله يروح المصنع يبقى طحين بعدها يروح على المخبز يبقى عيش كل مرحلة من دول الشخص بيدفع ضريبة للدولة لو استلعى قيمتها 100 هو هيبقىها للوراء بمية وخمسة ليه؟ مية هياخدها لنفسه وخمسة هيدفعها للحكومة يبقى الحكومة اخدت خمسة وده هيدفع الحاجة دي قيمتها مية وخمسة وقفة عليه هو هيبقىها بمتين وخمسة ياخد هو ربح ويدي للحكومة خمسة زيادة كل خطوة فيه ضريبة بسمها ضريبة القيمة المضافة بنسميها تعدد الوسائط كل ما الوسائط تزيد كل ما ضريبة القيمة المضافة تزيد كل خطوة بندفع هيدا ضريبة للحكومة اجمال الضريبة دي في الآخر خلي بالك مش بنجمعه يعني مش بناخد الرقم ده زائد الرقم اللي هنا لا الرقم اللي هنا ده أصلا بيبقى البايع ده واخد في اعتباره انه دفع ضريبة فبيقى مزود عليها حاجة تراكمية عشان كده اجمال الضريبة المضافة قيمة المضافة بيكون ايه ضريبة القيمة المضافة بيكون في اخر خطوة خالص عمالها تتراكم 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 لحد ما تلاقي في الاخر 40 مثلا دي اجمال الفلوس اللي راحت للحكومة 5 ده دفعها وده جيه دفع عليهم 5 كمان ده دفع عليهم 5 ثالثة فالاجمالي هتلاقي في الاخر اخر واحد دفع 40 مثلا ده اجمالي اللي دفعه بس هو ما دفعوش لوحده هو اصلا واخد 35 من اللي قابله فهم قصدي ايه لحد ما اخر شخص خالص بيدفعها للحكومة في شرطة 40 عشان كيانا لو انت عايز تتعرف علومة مهمة اوي ال جي دي بي النتج المحلي يحسب بالسعر النهائي لأي سلعة بالقيمة النهائية لأي سلعة ليه ليه بقولك قيمة نهائية مش اي قيمة لاني عشان نتجنب حاجة اسمها او بنسميها خطأ ممكن يحصل نكتب الحاجة مرتين لما قولك على سبيل مثال العربية بتاعتي مصنع عربيات بينتج عشر عربيات العربية قيمتها 1000 يبقى كده البلد دخل لها كام عشرة فمية عشرة فالف يعني البلد دخل لها عشرة تلاف دولار ده كده الانتاج اللي حصل من المصنع ده لو انت خدت العشرة تلاف وحسبتهم في الجي دي بي في الجي دي بي ما ينفعش تيجي تحسبلي مصنع بتاع قطع غير السيارات اللي دخلت في تركيب السيارات دي أصلا لان السعر بتاع الحاجات اللي خرجت من هنا هو بيشارك في تركيب العربية فهو كقيمة موجود جوا العربية أصلا تحسبوا ليه هنا لأ هم نحسب السلعة النهائية فقط ما بنحسبش في الناتج المحلي هم نحسبش قيمة الأمح بنحسب تمن العيش لأن العيش جواه أمح فما بنحسبش الحاجة مرتين هتحسب الشيء ومكوناته لا طبعا هنحسب الشيء النهائي بس كل دي معلومات ليه خدعة الجمع أي ضريبة تفضل سبت عشرة 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 بمرور الوقت عايزين الاستثمار العام يزيد أكيد 12 ونص يبقى 20 يبقى 30 أي استثمار نفسنا البلد يقى فيها استثمارات أكتر كده خلصنا أول حاجة اللي وراها بقى دي أنا محتار أقرأها معاك ولا تقرأها أنت بس هي عبارة عن المشاريع والبرامج البروغرامز اللي البلد هتتتبعها عشان تطور الجانب ده بتاع أول أول بيلر فأول ديمينشن الإيكونوميك ديمينشن تحتيه أربع حاجات أول حاجة فيهم الإيكونوميك ديفلوبمنت إزاي البلد هتتطورها أقعد يقول لك بقى عالوين عامة سويد كانال أكسز ديفلوبمنت بروجيك مشروع فرق تفريع كناة سويس العاصمة الإقدارية الجديدة نيو أدمنستريت في كابتل ذا فور مليون إيكرز ديفلوبمنت بروجيك مشروع الأربعة مليون فدان مشروع شركة سينا للاستثمار السحل الشمالي الغربي لمصر منطوره الجولدين تريانجل بروجيك مشروع المثلث الزهبي للايه للمصادر التعدين في مكان مشروع اسمه جولدين تريانجل المثلث الزهبي عبارة عن ايه قنة و تلا قنة و سفاجة سفاجة والقصير القصير هي القصير وخلاص مش بحتاجة قصير عارف اللي بيسمع الرديو بيقولك ايه موجات التردد مش عارف ايه قنة والقصير والبويتي والدخلة والخارجة والفرافرة والبويتي القصير دي منطقة و قنة وسفاجة التلاتة اماكن دول عايزين نعمل مشروع يربط بينهم ويستخدمهم في الاستخراج المعدني استخراج المعادن واقامة عليهم من مشاريع استثمارية وغيره فده من سبيل مسلث الزهبي ده احد المشروعات اللي مصر تتبعها عشان انتحقق بيها اهدفها الكي بي اي سبقيتها في الايكونوميك ديفلوبمينت اللي هو هيساهم في ايه مركز التطوير الزراعي او التحديث الزراعي التطوير جانب بتاع مشاريع للتطوير اسمها ايه الاسماك والدواجن والصروة الداجنة ليف ستوك معناها الصروة الحيوانية البولتري ليه الدواجن الفشري السمك بس خلاص كده كل ده هيساهم في الاقتصاد مش يجيسالك في التحليل على الحاجات دي اصلا ولو سأل اديك فاهم بالفهمة معلم شغل مخ نبني مدن جديدة عشان نحقق انتجريت الديفلوبمينت التطوير المتكامل راشنالايزيشن ووتر يوسيج نرشل استهلاك المياه حتاجة اي واحد فاهم انجليزي حرف فاهم مش حتاجة اي فاهم نعزز الشراكة بين القطاع العام والخاص إصلاح مؤسسي في القطاع الاسكان الهاوسين سيكتور بطريقة التنمية المستدامة نعمل شبكة طرق قوية نعمل شبكة للريلوي شبكات القطار القطاع بتاع النقل البحري طيب مش يجيناك سألقى حاجات دي أصلا نعمل النقل النهري يبقى الميري تايم اللي هو البحري قطاع النقل النهري عن طريق النهر كله ده يسايم في الاقتصاد لو عايز تطور اعملنا البرامج دي عشان نحقق بيها ما نصبه إليه في اسمها إيه في الكي بي اي سد اللي هتحقق لنا اللي هي أول بيلر في الإيكونوميك دايمينشن شفت الدنيا سهلة أول إزاي نعمل الحوسبة السحابية نخزن الحاجات على النت كتير عشان يبقى عندنا قاعدة بيانات قوية نعمل نصمم نطور الانتربنورشب اللي هو الانتربنورشب دا اللي هو الإدارة اسمها إيه بيسموها إب العربي ريادة الأعمال انت تدرس ريادة الأعمال دي تدرس ازاي المشروعات بتتم وتتنشئ وتتعمل لانا بقوله دا دا كله أصلا عبارة عن ريادة أعمال كيف ت يعني الأعمال تكون فيها ريادة يعني بتديرها بشكل صح نعمل مناطق زراعية وندعم الاجرو اندستري يعني الاجرو اندستري الصناعات المتابدة على الحاجات الزراعية فاهم يعني نستخدم بقى المخرجات اللي خارجة من الزراعة ومن المنتجات تبقى يعني ناخد قصب السكر نعمل بيه سكر فاهم هو دا اجرو اندستري نعمل مخازن كويسة لتخزين المنتجات والبضايع نعمل مزلع سماكية وحاجات متعلقة بالسمك وغيره دا كده البرامج اللي هنعمل بيها تطوير في جانب الايكونوميك ديفلومنت هناخد نفس الجدول بنفس البرامج كده بس في الحاجات الباقية كلها جدول برامج جدول برامج تاني حاجة كانت ايه الطاقة تاني حاجة في ايه تاني بيلر في اول دايمينشن الطاقة هنطورها ازاي تعال نشوف بيقولك يعني نسبة الطاقة اللي عندنا اللي بتولد للاستهلاك المفوط اللي بنولده قد الاستهلاك نحقق الاكتفاء الزاتي من الطاقة دلوقتي هم مش مديك قيمة مش متحددة لسه نفسنا تققى 100% يعني ايه ما في المية يعني اللي بنتجه قادر على تلبية الاستهلاك اللي مطلوب مني ده معناها طيب يعني ايه يعني الانقطاع بتاع الكهرباء يتقطع لمدة قد ايه مفوط قدام يبقى هدفنا ان يبقاش في اي انقطاع يبقى صفر مفيش اي انقطاعات للطاقة الكهرباء ما تقطعش % change in energy intensity يعني نسبة التغير في كسافة الطاقة طبعا دي صعب او تفهم او ايه سهل اقوي يعني ايه energy intensity كسافة الطاقة يعني يحصل تغير في استهلاك الطاقة بنسبة اقويه يعني ايه يعني المصنع بياخد عشرة طاقة يطلع عشر منتجات يعني المنتج واقف علي بواحد انا عايزة اطلع نفس العشرة بس اديله خمسة طاقة بس فكده عملت تخفيض في كسافة عملت تغير او تغيير في نسبة الاتخال للمصنع ده خليت المصنع يطلع منتجات بطاقة اقل وده المطلوب فاحنا دلوقتي واخدين score 65 من 100 عايزين الرقم دي يقل يعني ايه يعني الطاقة اللي باخدها عشان اطلع نفس المنتجات تقل احتاج طاقة اقل فهتلاقي الرقم بالسالب سالب 1 من 10 في المية سالب سالب 14 في المية قدام بقى في 2030 يعني هدفنا في 2030 ان اللي بنعمله دلوقتي بمية طاقة عشان يطلع حاجة معينة عايزين نفس الحاجة دين طلعها قدام ب86 فقط يعني بقللنا 14 في المية من استهلاك الطاقة طبعا ده حاجة عظيمة جدا ده هيقمين اللي يعمله المهندس حضرتك التوفر الطاقة طيب هيجي اسألك في متحان سؤال الهبل قوي قولك ايه هو احنا في الجداول كنا بنقيس ال KPIs على كم مرحل فأنهو اوقات هتقول له current يعني دلوقتي 2020 2030 2030 ده الهدف النهائي 2020 دي حاجة بفيصلية مرحلة كده بس كده شفت الموضوع بسيط قوي يعني لسنا بتبقى من النوع ده share of energy sector to GDP يعني مساهمة قطاع الطاقة في النتج المحلي الإجمالي يعني قد ايه البلد جواها سلع ومنتجات قد ايه منها بقى جاي من الطاقة لازم الطاقة تكون بتشارك بنسبة كبيرة في الرقم الكبير اللي بيطلع في الآخر فقالك احداتي بنشارك ب13 في المية يعني من كل ميك جنيه مصر بتنتجها فيه 13 منهم جاي من الطاقة عايزيني تبقى 20 في المية من النتج المحلي عايزيني يبقى 25 يعني يبقى ربع الفلوس اللي مصر بتنتجها عبارة عن طاقة ده قدام في 2030 ده هدفنا خلو باك الأرقام اللي هنا دي فعلا نحن حققناها في 2020 حققنا الأرقام دي او قريب منها جدا طيب حاجات تانية تبع الطاقة بس عبارة عن مخرجات بقى بيقولك ان حن نسبة الإقلال نقلل قد ايه في الانبعاثات بتاعت الغازات الدفيئة الجرين هاوس جازس من قطاع الطاقة عايزيني نقلل الانبعاثات دي فنفوض نسبة التقليل تزيد احنا هنقلل بنسبة 5 في المية المراتي بعدها نقلل بمقدار 10 في المية يعني لو بيطلع 100 جرام غازات عايزيني نطلع 80 بس عايزيني نطلع 70 بس الى اخير عايزيني نقلل فنسبة القللان هتزيد يبقى دلاتي مش متحدد قيمة هتلاقي 500 بعدها 10 في المية يعني نسبة الاقلال هتزيد الحبة اللي بقللهم من الانبعاثات هتزيد المفروض بدل ما كنت اول مرة بقلل الخامسة بس من الغازات العايزة اقلل 10 في المية منها ما تطلعش طبعا ده احسن تيجي انتحاني يقولك النسبة دي هتزيد هتقوله هتزيد خليك فكر بقى في السؤال ويفهم هح جدا بيجيش انا اللي بيجي بركزلك عليه crude oil reserves ريزيرفز يعني احتياط النفط الخام بالسنين اللي معاك دلوقتي من النفط الخام يكفيك قد ايه؟ دلوقتي يكفيني 15 سنة عايزوا بعد اما نوصل 2020 يفضل برضو قدر يكفيني 15 سنة تبدأ يحصل ازاي؟ ان انا استخرج بترول اكتر اكتشف قبار جديدة ورشد الاستهلاك وابدأ اعمل حاجات تشتغل بالكهرباء مش بالوقود العادي اللي هو النفط وغيره فانا عايز اخلي ان احتياط النفط العام بتاعي او الخام يبقى 15 سنة دلوقتي قدام 15 برضو 15 سنة بعدها يعني يفضل معايا قدر كافي يكفيني 15 سنة حتى بعد 2030 فالرقم ده يفضل سابق اديك اعرفتها معلومة ونفس الكلام في الغاز الطبيعي اللي معايا دلوقتي يكفيني 33 سنة عايز لم 2020 تيجي مبقاش استهلكت من النفط الاحتياط بتاعي اللي انا معبيه تحت الارض او اللي موجود في الخزانات لا انا عايز استخرج جديد واستخدمه عشان يفضل الاحتياط بتاعي زي ما هو طبعا كان ده فيه تجوز كبير اوي كمان كفاءة انتاج الطاقة مش مكتوبين القنتين هنا اكبر من 41% يعني ايه كفاءة انتاج الطاقة يعني لو بدخل الطاقة 100 وحدة من البترول عايز يطلع لي مثلا بيطلع لي 40 وحدة من الطاقة انا عايز ادخل نفس المية بتوع البترول يطلع لي قدامهم 80 طاقة يعني ازود الابوت مقارنة بالإموت انت راجل دارس عن داس انت انت فاهم الكلام المفروض طب المشاريع اللي هنعملها عشان نحقق بها ده كلام عام بقى هنعمل الانتجريتد انرجي استراتيجي استراتيجية متكاملة لتطوير الطاقة ونعمل اعادة هيكلة للانرجي سيكتور لقطاع الطاقة اعادة تشكيل وهيكلة للقوانين الاجسليتف فريمورك الاطار التشريعي قوانين اللي هي علاقة بالطاقة ازاي نستخدمها وترشيل الاستيلاك وغيره اسمها ايه او نطور كفاءة الدعم بتاع الطاقة سبسيدي يعني دعم سبسيدي سبسيدي معناها دعم يعني نبدأ نخلي الطاقة دي مدعومة بتوصل الناس بشكل جيد بفلوس قليلة مش كتير او نخليها بفلوس كتيرة بس يكون قدامها مرتبات عالية نخلي فيه سيولة في البلد يعني الاخره نبدأ ندعم الدعم بتاع الطاقة ده بنسميه سبسيدي يعني دعم او تمويل المناطق الفقيرة طبعا نبدأ نعمل البنية التحتية لقطاع الطاقة نطورها ندعم الإبتكار والإبداع في مجال الطاقة نطبأ ده ذي هي في نتحان ده نطبأ المعايير الدولية البيئية ان الطاقة يكون نظيفة للبيئة والقياسات الدقيقة على قطاع الطاقة نخلي الطاقة تنتج بشكل سليم كمعيار يعني تطوير مهارات بيه اي كلام وكتيرك كلام عام ووالله مش احتاج تقراره وأهم حاجة ممكن تيب في نتحان يقولك إيه استبليش انج the nuclear station in dubia المحطة النهوية اللي بنعملها في الضبعة عشان تساهم في إنتاج الطاقة لمصر هتفيد مصر جداً لما تخلص يا جماعة محطة الضبعة حاجة مفيدة جداً هتطور الطاقة في مصر وتدي لك كمية كبيرة قوي ويبقى فيها.. هنوصل بها لتحقيق الاكتفاء الزاتي يعني محطة نهوية أم حاجة ما تفرقه فبس كده يجي فنتحان يقولك تطوير محطة الضبعة يخدم هو أحد المشروعات التي تخدم أنه جانب هل هتقول له مثلا أنا مش هادة في تعرف الدرس ده أقدم هادة فيها تتذكر إزاي طيب الحاجة اللي وراها احنا قلنا دي أول بيلر بعدها انرجي تاني بيلر بعدها أن نعمل اقتصاد مبني على علم فنطور الجانب بتاع البحث العلمي والمعرفة في الاقتصاد وغيره بص بقى أول حاجة global innovation index الرانك بتاعنا ترتبنا في الإبداع العالمي المفروض ان هو ترتبنا ده بقى إيه عشان نبقى أحسن فوت الترتيب يقل يعني احنا ترتبنا المية التسعة وتسعين على العالم المفترض دي بقى إيه؟ الستين على العالم يعني هيبقى دي بقى من أعلى ستين فلما يقول لك كلمة رانك وهي حاجة حلوة المفروض الرقم دي يقلم على الوقت عشان هيجي يقول لك في امتحان global innovation index المفروض يعمل إيه بحلول 2030 يزيد ولا يقل ولا يفضل زي ما هو تقول لي ده ترتبنا نبقى إحنا أحسن هدفنا جده أكيد مش عايزين نبقى أوحش يعني فلما نبقى أحسن هيبقى ترتبنا أعلى أعلى يعني إيه؟ يعني كرقم هيبقى أقل أنا ترتيبي دلوقتي المية عايزي يبقى ترتيبي الستين رقم ستين ده أقل من المئة فهمت الفكرة المية أكبر من ستين والستين أقل من المئة فأنا عايز أبقى ستين عايزي يبقى رقمي يقل عشان يبقى الرنك أعلى في القيمة في الفاليو يعني أظنك فاهم يعني innovation efficiency ratio معدق كفاءة الابتكار بتاعتي أكيد أنا عايز كفاءة الابتكار تزيد أي حاجة من غير ما تفهمها أصلاً مضادة كله فيه شرح بس أنا عايزة أمشيك بالحب كده إبداع يبقى نفودي يزيد الرقم بيزيده خليك أنت عينك معي بقى الانوفيشن برضو إبداع أبو سبق ركز قالك الرنك ده الترتيب بتاعي فأنا عايزة أزداد ككفاءة وبالتالي أبقى من أحسن الدول فترتيبي كدولة يبقى الرقم بتاعه قليل يعني بقيت أعلى من أعلى الدول بدل ما الترتيبي كان 132 على العالم بقيت الستين على العالم يبقى لما يقول لك رنك يبقى الرقم يقل عشان يبقى أنا ترتيبي أعلى كمعنى يعني طيب الانوفيشن باكت اي رنك هيقل لأن حاجة حلوة المعرفة ورنك مش هحتاجه في النص ده كله والله أنت بالفهم معرفة وعايز ترتيبي يبقى أحسن فيما يحتاج بدل ما أنا تسعة وثمئة على العالم أنا عايز بقى ستين على العالم يبقى الرقم بتاعها هيقل الرنك يقل يقل لي يعني يعني قيمت كرقم يقل معناه أن انا بيت أحسن يا رب انت لو قدامك كنت فاهمتلك خبطتك كده وفاهمتلك طيب ايه تاني في موضوع البحث العلمي والجو ده أن انا أعمل تكنولوجي وترتيبي يبقى يقل هرطول انجلس بقى بنية تحتية في الإبداع ترتيبي يقل بدل 120 يبقى 60 ولا تفهم ولكنك انك شايفه أصلا إبداع وترتيبي حاجات حلوة يعني يبقى ترتيبي يقل أظنك في همتك ستتطلع كم ساعة المعرفة ايه ترتيب ايه ترتيب لازم ترتيبي عشان يبقى انا أحسن واتطور يبقى ترتيبها يبقى أقل كرقم بدل ما انا للخمسين على العالم سيبقى الثلاثين على العالم طيب ايه ترتيب خلاص على القاعدة كده بس خليك فاهمها ترتيبي في ايه الاستثمار هيقل بدل ما انا مية تمانية وترتيب على العالم ستين على العالم بحلول ٢٠٣٠ التجارة ومش عارف ايه ترتيبي فيها المفروض يقل برضه التشريعات البيئية ومش عارف الايه ايه كلام والله مش عايز اقراها حتى انا عارفها بس مش عايز اقراها الترتيب بتاعي هيقل عشان انجزك قولي في التعليقات انت مبسوط ولا كنت نفسك اشرحهم يمكن ان تستفيد حاجة طيب البرامج بقى اللي نعمله عشان نحقق الانجاز المعارفي اللي عايزين نعمله في الاقتصاد ده وفي التجارة والجو ده قالك اول حاجة نعمل اصلاح تشريعي نحط القوانين بقى للبحث العلمي وتطوير المؤسسات بتاعته نعمل ونعيد بناء قاعدة نظام معارفي متكامل ونظام إبداعي في الجامعات وغيره نعمل ندعم الإبداع بص الكلام وشارح نفسه نعمل برنامج متكامل لتحفيز يحفز الإبداع قالك اه حلوة قوي ده باي مين عايزين نحفز الإبداع اكتيفيسيس باي مين اس ام اي اس هالي باكمل جاية دي نعمل برنامج متكامل لتستيميولت عشان يدعم الإبداع ويشجعه النشاطات بتاعت الإبداع مين اللي هيعمل مين اللي هيعمل نحن نتكلم في الاقتصاد مين اللي هوفوط يكون عنده إبداع ويعمل حلول جذرية ومفيدة وإبداعية للمشكلات اللي بتواجهنا؟ الشركات الشركات اللي هوفوط تبدع نحن نحاول نشجع الإبداع عند الشركات الصغيرة والمتوسطة اختصارها ايه بقى اس ام اي اسمول اند ميديم انتر برايسز يعني ايه بقى الجملة دي جافة متحنة على فكرة دي بتيجي الدكتور بحب يقول اللي يجيبين حاجات دي قوي معنيه عاجه للحام الشي بس هو قلها في المحاضرة اس ام اي اس شايفين اللي بيحصل اس ام اي اس دي شبه كلمة معي اس ام اي الاس جاي من كلمة ايه؟ سمول ماهوز بيرعش ليه كده مش فاهم والام جاي من كلمة ميديم ميديم والاي جاي من كلمة انتر برايسز برايسز انتر بقى شركات دي معناها شركات ميديم يعني متوسطة سمول يعني صغيرة سمول انتر برايسز او سياق من كلمة سايز سمول انتر برايسز يعني الشركات المتوسطة والصغيرة او المشاريع او المشاريع او مؤسسات او شركات حاجة او شركات عايزين نخليها تبقى عندها يبداع احسن طيب ده لما يجي في الكنتكست كلمة كونتكست كلمة مهمة اوي معناها سياق لما يجي الاختصار الابريفييشن ده يجي في سياق الحديث عن المشروعات والاقتصاد يعني معناه يبقى هو اختصار ايه small and medium enterprises طيب لو جي في السياق الحديث عن المناهج التعليمية الكيروكلم وانا احط مناهج تعليمي وبنتكلم عالشخص اللي بيحط المناهج في اي مؤسسة بالكلية برك كلية الاخيري الشخص اللي بيحط المناهج ده بنسميه اس ام اي برده بس هنا الاس ام ايه دي اختصار حاجة تانية خالص اختارها اختصارها ايه ايه سابجيكت سابجيكت ماتر ماتر سابجيكت ماتر اكسبرت اكسبرت يعني ايه خبير في وضع المناهج بس كده ده يجي يقول لجوا في امتحان لو بنتكلم في سياق الاقتصاد يبقى الاس ام اي اختصار لايه ولو بنتكلم في سياق المناهج ووضع المناهج والتعليم والاديوكيشن يبقى اس ام اي اختصار لايه اس ام اي اختصار small and medium enterprises لو بنتكلم في الاقتصاد الشركات الصغيرة والمتوسطة واختصار subject matter expert لو بنتكلم في وضع المناهج كده انت راجل فاهم والاتنين دول الدكتور قالهم في المحاضرة وصلحها كان ايه لها في مرة بشكل وقالها بعدها صلحها والاتنين ممكن يقولها في الامتحان انا احرط عليهم سؤالين فاحنا محتاجين عشان نطور البحث العلمي محتاجين نشجع الابداع في الشركات الصغيرة والمتوسطة اكتيفيتنج براقي ان نشجع الشراكة بين القطاع العام والخاص طيب ده كده حاجة التالت طيب رابع بيلر بقى الشفافية بين الحكومة وكفاءة الحكومة دي رابع حاجة في جانب الاقتصاد عايزين ندر شوية ارقام عنها تعالى كده صغر شوية هنا بقى مش بيلعب في الرانكي بيديلك درجة بص بقى الكز بيقولك government efficiency score بين قوسينيا يعني هيديها درجة مش ترتيب الرقم ده مش ترتيب على العالم مش انت رقم كام في كدولة لا ده بيديلك درجة لكن احنا قلنا ايه من صفر المية صفر هو لو انت خد صفر يعني انت اسوأ حاجة ممكنة في كفاءة الحكومة قد دي الحكومة شغالة حلو طيب لو خدت مية بقى انت افضل حاجة طيب لو خدت اي رقم في النص هيعرفنا انت قد ايه فيهمت الفكرة ايه فلما قلت لك كفاءة الحكومة انا نفس الرقم بتاع يزيد ولا ايه نفس يزيد كفاءة الحكومة واخد عشرين من مية عشرين في المقياس من صفر المية ده السكور بتاعها انا عايز قدام في ألوان وثلاثين وثلاثين يبقى من قياسنا سبعين عشان بس ريحك مش يجي في امتحان يعني بس انا حطت سؤال اجابته سبعين كنت بقولك الـ government efficiency كفاءة الحكومة من المخطط لها ان تكون كام بحلول ألوان وثلاثين وثلاثين ومفروض تكون تأديرك فيها سبعين من مية فلو انت يعني اعرفها عشان نحلي بقى السؤال بس هو مش يجي في امتحان open government يعني كل الحكومة ممفتحة على الشعب وبتتواصل معايا وعلاقتها بالشعب كويسة ناخد تأدير كام قالك حاداتي 44 من مية عايزين نبقى نص عايزين نبقى ستة من عشر معلومة لك يعني الرقم ده اسمه ايه من واحد يعني مش معناها 44 من مية من من مية لا طبعا في هنا لغبطة شوية يعني ده لو معنا وقت كنت فتحت لك الفايل الكبير ده في شوية حاجات متصوبة عن السلايدز والفايل الاكبر منه ده ده اي حاجة هتبولك في الوصف لو رجعت لي هتفهم بيه اي حاجة انت محتاج تشرك فيها في الدرس ده ده رؤية مصر الكاملة 370 صفحة فيهم تفاصيل كل حاجة بنفس الترتيب الفايل اه وقت لان منهك اصلا متخب مني طيب يعني ايه يعني تطبيق القانون والحاجات دي اكيد حاجة حلوة محتاجين نحسنها يبقى محتاجة تزداد طب مكافحة الفساد محتاجة تزداد يزداد مقدار درجتنا في مكافحة الفساد طب الشفافية اكيد محتاجة تزداد بس مش هتك في تغرب اكتر من كده طب عدد المواطنين لكل موظف في الحكومة لكل عبرا عن 50 50 60 لكل tri هل ده احسن اذا إنه ده tri اكيد ده احسن علشان لما يكون الراجل بيخدم على ال 30ف vet هيبقى أحسن وهيقدر يهتمي بيهم أكتر من ده لما يخدم على خمسين فالرقم هنا لو قل يبقى أحسن فمن فكرة إيه؟ طب السؤال هو هنا ما في السؤال أما نيجي نعمل تتبع هل بندرس الرقم ده؟ الرقم ده لو قل يبقى أحسن لا أحب ندي سكور ندي لك سكور هل أنت أدي إنت حلو حلو مش بنتكلم على عدد المواطنين لكل موظف لا بنيقول لك أنت أدي إيه حلو بص يقول لك إيه؟ أنت تاخد سكور في ده فالسكور هو اللي محتاجين ويعلى محتاجين يبقى السكور أحسن طب لما السكور يعلى ده معناه إيه؟ إن إحنا بقى كل موظف حكومة قدامه عدد مواطنين أقل بيخدمهم فهمت الفرق؟ يبقى لو هنا كتب لك سكور مع أن يقيمك التقييم بتاعك في عملية أنك تخلي مواطنين لكل موظف مظبوطة قد إيه سكورك؟ تقول لي سكور يحلو ونفسي يبقى أحسن طب لما أقول لك عدد بقى المواطنين لكل موظف حكومة المفوط العدد ده يحصل له إيه؟ يقل بمرور الوقت في المتحل لازم أنتركز في المعلومتين دول كلام بالفهم يا جعب لا يوجد أي جديد والله إيه سهولة أنك تعمل بيزنس هتاخد فيها سكور السكور ماله مفوط يحلى مش محتاجة شرحة أي سكور في أي حاجة فهي محتاجة يحلى ترمى الحاجة دي حلوة السكور ده تقييم ليك فهي مقصد دي إيه؟ طيب الحاجة اللي وراها بيقول لك يعني الحكومة بتاخد القرارات هل بيقى فيه محسوبية؟ معناها محسوبية طيب هل فيه أو مفيش مش ده النقطة هم بيديلك سكور فيها السكور بتاعك قدي إيه ما عندكش محسوبية هو مش يجيسألك الحاجات الرخمة دي حاجات الشائكة اللي محتاجها أشرح لك معناها هو هيجي تديلك بشكل عام يعني قدي إنت كويس كلمة سكور يا جماعة قدي إنت كويس وخلاص فأي حاجة هيقول لك أنت قدي كويس هتقول لي أكيد محتاجها زي أكيد السكور محتاجه زي بس خلاص كده لكن أنا بسألك بقى المحسوبية نفسها يحصل لها إيه؟ تقول لي آه المحسوبية مفدت قل لكن أنا بش بسألك على المحسوبية بسألك على جودة تعاملك مع المحسوبية كحكومة فهمت المعنى بتاع الكلام إيه؟ الرجلر باي من سنبرايبز يعني اسمها إيه؟ المدفوعات غير الشرعية والرشاوي الرشاوي والإكراميات والحاجات الغلطة المفهود من أن تدفعش دي نفس الكلام إسكورك فيها إيه؟ مش معنا ندفع بيقول لك هنا أربعة وعايزنا تبقى أربعة وثمانية هل معنا عايزين ندفع رشاوي أكتر؟ لا عايزين إسكورنا يبقى أحسن يعني يبقى أفضل في جانب التعامل مع الرشاوي فهمت الفكرة إيه؟ مش يجيس ألك على كل ده على فكرة يعني قدي بندرب الناس فهمفهود ندفع فلوس أكتر يعني يفهود ننفق أكثر على تدريب الناس بس كده البرامج اللي بنعملها عشان نطور من جانب الحكومة ده بنرفع أول حاجة بقى Public Management System بنعمل نظام إدارة اجتماعي جيد تخطيط ومرأبة بنعمل آليات ميكانيزمس آليات للتواصل مع مشعارف ما بين الحكومة والمواطنين بنعمل مصادر نظام لإدارة الموارد البشرية هيكل تشريعي سليم دستير بقى وقوانين ومعادات أو وثائق نعمل بنية تحتية جيدة للنظام الإداري العام قاعدة بيانات جيدة نعمل مشعارف إدارة administration يعني إدارة نخلي الخدمات توصل لمواطنين بشكل أفضل أو جودة وصول الخدمات بتاعة الحكومة للمواطنين كل ده يزود عنصر الشفافية اللي حب نتكلم فيه ونحارب الفساد في جميع هذه الـ agencies أو المؤسسات أو الوكالات بس كده فيه أي حاجة محتاجة تحفظ كلام بسيط جدا يا جماعة هتك تفهم كده خلصنا أول dimension بالأربعة بيلارز بتوعه خش على الثاني dimension بالأربعة بيلارز بتوعه social dimension كان فيه كام إيه أربع حاجات إيه همه أول حاجة social justice بعدها health بعدها education بعدها culture الـ education هتديك في تلك جداول لأنه هو تعليم مقابل الجامعي الجامعي ما بعده اللي هو التعليم المهني تعالي إنجز بسرعة أول حاجة العدالة الاجتماعية بيقول لك geographical gap in human development index كلمة خلي بلك بقى هنا بيقول لك geographical gap أما تقرأ الكلمة دي حتى لا نعودش نشرح كتير أو تقرأ كلمة geographical gap حاجة عايزين نقللها لما قولك نقلل الفجوة بين كذا وكذا يعني عايزينها تبقى الدنيا أحسن الخدمات تقرب من بعضها يعني إيه الجملة دي يعني أنا في مصر مثلا مش عايزي في القاهرة خدمات حلوة أوي وفي الجيزة الدنيا ضيعة لا أنا عايز أقلل الفجوة أخلي تقريبا فيه توزيع متكافئ لكل حاجة فلو قلت لك geographical gap فأي حاجة في الدنيا معناه أنا عايز أقلل الجاب دي ده المطلوب مني فأنا عايز أقلل الجاب فيه إعطاء الموارد البشرية عايز أقرأ على الناس بشكل متكافئ في كل البلد فلو أنا أتلقتي فيه فجوة الرقم ده محتاج الفجوة دي تقل مع الوقت فهمت الفكرة إيه؟ يبقى الفجوات محتاجينها تقل مش عارحة نفسها طيب الجي دي بي بالكابتة الفلوس لكل مواطن النتج المحلي مقصوم على عدد المواطنيين ده مفوت يزيد أخدناها كتير دي وفهمناها مفوت كل مواطن يأخد فلوس أكتر income and consumption distribution index خلي بالك هنا index معناها إيه؟ مؤشر أو ترتيب حاجة زي rank اعتبرها زي rank حلو؟ فلما أقول لك اسمها إيه؟ توزيع الاستهلاك والدخل الترتيب بتاعي عايز يحصل له إيه؟ عايز ويقال لي عايز أبقى أنا أحسن مقصد إيه؟ الـ index بتاعي عايزه يبقى أحسن ما يبقى الشر المؤشر بتاعي بيشير لـ 31 ده مع أن أنا عندي إيه؟ عندي خلل في العنصر ده في الـ kb i أنا عايز يبقى عشرة يبقى أنا كده أفضل مش هستعلك على كل الهرجة هيجيلك في الأخر الأسئلة بسيطة جدا وهنشوفها في الأسئلة ترتيب الدولي في الـ gender gap الفرقة بين الجنسين هل نفوتنا عامل الى اثنين قريب من بعض؟ يبقى كله يعني نقلل الفجوة فالفجوة دي نفوتت إيه؟ 129 وفوتت بقى هي 60 خلي بقى لك ده الرنك بتاعك انت دلوقتي 129 على العالم في تعاملك مع الجنسين لانك بتجعل فيه تمييز جامل ببينهم لكن هو عايزك توصل الـ 60 على العالم ده هدفنا مؤشر الثقة في الحكومة المفروض يزداد الفجوة مفروض تقل الفجوة مفروض تقل من غير ما شرحك هي عن إيه؟ الفجوة هتقل وخلاص الفجوة هتقل عشان نخلي الدنيا متكافئة دائما الحاجة كله ياخدها بشكل متكافئ ده الهدف في تعنايا نسبة النسوان الفيميل اللي بترعى منازل الاسر التي تعيلوها امرأة طبعا ده المفروض نقلله مش مينفعش أسرة تبقى واقع على كاهل امرأة فقط محتاجين للأسرة عندنا مبدأ الأسرة رجل و امرأة بيبدأوا يعينوا بعض ويتشاركوا في الحياة وبينهم حقوق وواجبات وحاجات جميلة ويعيشها متكاملة عشان في آخر يقوموا بهذه الأسرة طب لو أسرة وقعت على كاهل واحد منهم خاصة لماذا المرأة؟ لأنها عندها مهمات أخرى زي رعاية الأبناء وغيرها تفاهم قصدي ايه؟ بتردع وبترب الودف في أول 18 سنة من عمره فكل ده مهمات عليها فما ينفعش تعبق عليها أمور أخرى تعبانا معانا والله الستة الجميلة دي فبيقول لك بقى مفوض ان انت نقلل عدد الأسر أو البيوت اللي بتعيلها امرأة 23 سنة عشرين ستبقى صفر ما يبقاش فيه ولا بيت بتعيله امرأة فقط يبقى كله فيه شراكة ندعم فكرة الأسرة وغيره أو نديها دعم من الدولة % of population under extreme poverty line poverty يعني فقر extreme يعني فقر شديد بيقول لك بقى عايزين نسبة السكان اللي تحت خط الفقر أكيد عايزينها تقل يعني لو دلوقتي فيه أربعة من عشرة من الشعب تحت خط الفقر عايزين أن يقوم أولى حد تحت خط الفقر بحلول 30 خط الفقر اللي هو الاكستريم الفقر الشديد قوي اللي هو أنت بتاخد في اليوم أقل من واحد تسعة من عشرة دولار هناخد ده الدرس الجاي إن شاء الله هنريدين نخلي ده مش موجود كله بياخد فلوس في اليوم إجمالي اللي بياخده في اليوم أكتر من ايه؟ من واحد وتسعة من عشرة دولار يعني المجتمعية نرجع القوانين والتشريعات نعمل شراكة بين الدولة والمجتمع المدني civil society كل الحاجات الجامعات الخيرية الحاجات اللي برا الحكومة اللي هي مؤسسات برا الحكومة اسمها مجتمع مدني نعزز دور المؤسسات اللي ليه علاقة بالشفافية والحماية والرعاية وغيره نرأي بالمراقبة جامعات المراقبة وغيره ندي سبسيدي أو دعم أو تمويل للأماكن الفقيرة ونعمل كفردج نكسباند الكفردج يعني نخليها موسع على نطاق واسع على مدى البلد نخدم على كل المحافظات بدعم يعني نقلل الفرق بين الجنسين تميزها بينهم في الحاجات اللي مفاش فرقة أصلا زي التعليم والصحة وغير ذلك يعني فيش أي حد عائل في الدنيا يا جماعة سيجعل فرقا بين الذكر والأنثى في هذه الأمور ربنا قال من عملنا صالحا من ذكرنا وأنثى لا فرق عندنا بينهما في كل الأمور تقريبا إلا حاجات بسيطة والفرق هنا جابري مش باختيار حد أصلا لا يمكن أن تتلاشي هذا الفرق ففكرة ايه الفرق اللي هو الفيسيولوجي أنت رجل وهي أمرأة ده الفرق الوحيد والفرق ده لا يترتب عليه أي شيء تقريبا احنا نعيش مع بعض بكل الحقوق والواجدات موزعة بالتساوي على الفردين دول والشريع عندنا أعظم دستور أعظم من هذا المكتوب بكتير لا يقارن معه أصلا هلم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إلا أن السيف أمضى من العصطي أنا أقارن أصلا الشريع الإسلامية بهذه الأمور وإن كان هذه الأمور جيدة وأصلا هذه الأمور فيما هي جيدة فيه إنما هي مستنبطة أو مأخوذة من الشريعة ده كده كده أصلا القانون المصري عندنا الدستور المصري لما تحط أيام محمد علي وإسماعيل باشا كان لحطينهما القدار الشرعيين وكان مكتوب أن مختلف فيه من هذا القانون إنما يرجع فيه إلى المذب الحنفي كده صراحة قوانين فرنسا الوضعية اليوم ثلاثة إربعة مأخوذة من صرح الشيخ الدردير على متن سيدي خليل في الفقه المالكي ويعني لو إعرضنا أن نتتبع هذا لقلناه بشكل موسع في حلقة منفصلة إن شاء الله فالمهم يعني عايزين ننجز عايزين نعمل توزيع متكافئ جغرافي للخدمات يكون متوازن كل البلد فيها الخدمات ليس في مكان ومكان لأ طيب ده كده أول حاجة العدالة الاجتماعية أول بيلر في تاني ديمينشن اللي هو السوشال ديمينشن طيب تاني واحد بقى في تاني ديمينشن اللي هو الهيلث الصحة عايزين نعمل إيه؟ أهو لما تتولد متوقع تعيش كم سنة متوسط أعمار الناس يعني نفوض تزيد نفوض الناس تعيش يعني نعمل رعاية صحية تخليك تعيش أكتر إن شاء الله يعني بعد قدر الله ده موضوع أفريد جي كله فهنفوض الرقم ده يزيد يعني بدلا ما أنت بتعيش واحد وسبعين سنة في المتوسط اللي عايزين بتعيش خمسة وسبعين سنة maternal mortality rate اللي تنتظر بيقوا في أسئلة على فكرة maternal mortality mortality يعني قتل موت وفاة maternal يعني الوفاء لما بتحصل للستة وهي بتولد اللي هي الستة ايه؟ بيسموها الوفاة النفاسية يعني وقت الولادة ستة موت معدل وفيات النساء أنا بحب أقول كلمة النسوان لأنها العربية الفصيحة على وزن الرحمن فعلان إلى آخره هي على لساني كتير بس أنا بحبها والله بعتبرها حاجة جميلة مهم يعني بأذر maternal mortality rate يعني معدل وفيات الستات اللي بتموت في وقت الولادة مفوتي قل بدل ما بيموت في الوقت 51% عايزين يبقى 31% طبعا الرقم ده بس ده خلينا نطول معلومة لك على الجنب الفي المية هنا مش معناها في المية أحيانا تطلق النسبة المقوية ويراد بها الرشيو المعدل النسبة بين أمرأ حاجة وحاجة مش بحاجة أمية يعني هنا مش كل مية امرأة يموت منهم بيولدوا بيموت منهم 51% لا طبعا 51% ومية يعني 51% ومية لكل حاجة أنا بقول لك أنه عندنا بقى لكل 100 ألف عملية ولادة كل مية ألف امرأة بتلد عملية ولادة بيموت منهم 51 امرأة احنا عايزينها يموت 31% بس حالة في سنة محدش يموت طبعا بس هممتكلم كتطوير مرحلي معلومة لك دي على الجنب عشان ما تبقاش بتحفظه واحد وخمسين في المية يعني ايه بقى يعني نص كل اثنين بيولد واحدة منهم بتموت انت انت شفت ده في حياتك قبل كده لا طبعا كل مئة الف عمليت ولادة بيموت منهم واحد وخمسين واحدة فمنقولها مجازا في المية لكن هي مش في المية هي نسبة معدل وفيات الاطفال تحت خمس سنين تفوض الرقم دي اللي طبعا نفسنا محتش موت عندك بقى قال لك حتة دي مهم قوي بيجع عليها السئلة على فكرة حتة دي بيجع عليها السئلة قال لك مؤشر كومبو على بعضه كده حاجة كده مزدوجة بيتكلم عن صحة الاطفال او الامراض اللي ممكن تيجي للاطفال او التغذية تحت الاطفال عبارة عن ثلاثة مؤشرات فرعية هيعرفوننا الاطفال صحيتهم عاملت ازاي وكل واحد فيهم نفسنا ما يحصلش الاول واحد استنتينج ده معناها القزامة القزامة ان الشخص يبقى قزم يعني ايه قلم القزم بقى عشان ده نشرحه كمان شوية بيجي في الأسئلة كتير قوي انا حرط عليته على خمس ستة أسئلة وهو جي في الفاينال ابا كده كذا مرة بيجع علي سؤال كلمة معناها القزامة يعني الواد طوله صغير بالنسبة لسنه الطول بتاعه الهايد بتاعه بالنسبة للعمر بتاعه تحت المتوسط متوسط الاطفال بيكون وهم عدهم سنتين طولهم مثلا يعني ستين سنتين الواد طوله خمسين يبدأ عنده قزامة طيب الجانتري كلمة جانتري تشبه كلمة ويستنج الاتنين نفس المعنى بس ترجمة خاطئة شوية جانتري دي يعني مش افصل حاجة تقولها للتعبير عن كلمة ويستنج الاتنين معناهم هزال هزال يعني ايه كلمة هزال بنتكلم ان اي شخص في الدنيا مفروض طولك يبقى ليه وزن مقابل ليه في المتوسط يعني مفروض لتشخص اللي طوله متر ونص يبقى وزنه سبعين كيلو طب لو انت وزنك 40 هتلاقي لفسك نحيل قوي فجانتري ويستنج ممكن نسميها النحافة او الهزال انا سسميها هزال لان في حاجة هنسميها النحافة كمان شوية يبقى ده مرض اخر مفروض ان ايه ان نقلل نسبته كلهم هتلون بيقله بص 21 بتقل تمانية بتقل 27 بتقل اي مرض نفسنا يقل نسبته في الاطفال وفي غيرهم والحاجة التالتة انيميا لانيميا دي فقر الدم انيميا مشهورة يعني مفروض الحاجات دي عند الاطفال اقال من خمس سنين نسبتها حاليا كذا عايزين هتقل دايما طيب استنتيج معناها القزامة هنشرح تلك كمان شوية عافق خليها بس هايجين لتاني نسبة المواطنين اللي عندهم مندرجين تحت الرعاة الصحية يعني الدولة بتعالجهم ببلاش نفوض النسبة ديت ايه تزيد بدل ما تمانية وخمسين في المئة بس من البلد يبقوا مية في مئة من البلد قدر على الحصول على رعاة الصحية كاملة طيب الاستجابة للقوانين والصحية نفوض التزداد نستجيب للقوانين احسن نسبة الناس اللي بيحصلوا على مية نظيفة ونسبة الناس اللي بحصلوا على النزام صرف صحي جيد صرف صحي نظيف اسم صرف وصحي في صرف بس ده من سمينه سيوج في صرف صحي ده من سمينه سني تيشا ان نظام جيد لصرف الصحي فالскомفوض النسبتين يزيدو يعني البنس اللي بتحصل على مية نظيفة فوط تزداد تسعة Race第一 متى من الشعب تحصل على مية نظيفة هجي السؤالي уacak كده على فكرة أغلب الناس تحصل على مياه نظيفة ولا لا تحصل على مياه نظيفة تقول له لا تحصل على مياه نظيفة نفسنا نخليها بدل 99% يبقى 100% طب الصرف الصحي لا فيه مدن كاملة لسه ما فيه صرف صحي فإحنا عايزين بدل 50% نص البلد عايزين يبقى 100% من البلد فيها صرف صحي جيد عدد السرائل اللي جاء المستشفيات أكيد نفسنا يزيد عشان نقدر نعالج مرضى أكتر عدد الدكاترة لكل 10,000 مواطن فإن الدكاترة تزيد فإن 8.5% يبقى 20% هذا اللي بتوصي به الأمم المتحدة الأمم المتحدة كفرعة تحتها اللي هو منظمة الصحة العالمية WHO World Health Organization هي بتوصي ان يكون 23% نسبة الدكاترة لكل 23 دكتور لكل 10,000 سيتزن عملكة علامة في المية هنا علامة مضللة مش معناها في المية معناها نسبة يعني 23 دكتور لكل 10,000 مواطن ويكون لكل 10,000 مواطن فيه كام ممرضة بدل 15 نفوت يبقى 50 في سنة الأرقام دي تزيد كده انت حسن مضوع فهم انت هيسألك وتشوف حاجة دي انت بمخك كده بتزيد ولا نفوت تقل عشان يبقى بنطور الدنيا يعني هنا بقى التعريفة نسألك الهاج لأتي محتاجين نعرف إيه القزامة من الشخص يكون قصير بالنسبة لإيه لسنه يعني يكون أقل من المتواصم الارتفاع بتاعه والطول بتاعه بالنسبة لسنه قزامة دي بيكون في الصغر طيب الاندرويت يعني يعني النحافة رفيع قوي بس دي بتنكلم على الأطفال بنتكلم هنا ان الوزن بتاعك بالنسبة لسنك صغير الوزن بالنسبة للسن أما للويستنج معناها ايه الهزال دي مش بالنسبة للسن بالنسبة للطول ده لأي أو أي مرحلة عمرية الويستنج معناها الهزال ان انت طولك كذا المفودي يبقى وزنك كذا لا وزنك أقلي بقى انت عندك نحافة طيب ايه الفرقة بين الاثنين دول الاندرويت بنتكلم على العمر بتاعك بالنسبة للأطفال الطفل ابو خمس سنين يبقى يكون وزنه ثلاثة كيلو سبعة كيلو عشرة كيلو خمسين كيلو أي رقب ايه مقصد فهو لو أقلي من داي يبقى اسمه عنده اندرويت اندرويت معناها ايه نحافة لكن الوستنج معناها هزال ده لأي حد لأي مرحلة عمرية بيتأسس زاي اني وزنك بالنسبة لطولك الويت اهو قالك ويت دور عليها ويت تو هايت ويت تو هايت اس بلو دي افريج وزنك بالنسبة لطولك بالفهم يا جماعة بلنسبة للاطفال الطول بتاعه معناها قزامة الطول بتاعه بالنسبة لعمره صغير الاندرويت الوزن بتاع الطفل بالنسبة لعمره صغير اقل من المتوسط طيب الويت معنى الشخص تخين يعني الوزن بتاعه بالنسبة للطول بتاعه كبير او فاهم فكرة فودي بقى انت طوله متر ونص بقى طوله وزنه 70 انت 130 فانت كده تخين جدا وزن زيادة الوستنج ده هزال ايه في المتحن يقول لك كل واحد في معناها ايه تقوم اقيله على طول يارب تكون فيهمتها طبع عشان نطور الصحة عملنا ايه عملنا رعاية صحية كاملة health care coverage تغطينا الجمهورية كلها بالرعاية الصحية وهنا تأتي معلومة بتيجي في كل امتحان فاينل ركز معا بلا عليك هتكسب درجات والله ايه اول محافظة كان فيها رعاية صحية كاملة في مصر وتم تغطيتها كاملة بالرعاية الصحية اول محافظة كانت بورت سيد يعني بورت سعيد هيجي لك في السؤال السؤال ده في امتحان يا جماعة ومش موجود في الورق مش موجود في الدرس هو الدكتور قاله ببق فهيجي في امتحان يعني مشكورا ربنا يا جزي خير بيجيب سؤال قاله هو بالفم هيجيبه في الامتحان طيب وحاجة ثانية قد من خلص بقى بالمناسبة لو جاء قال لك ايه المشروع هم معلومتين تعرفهم بيجوا في الامتحان دايما ومش موجودين في الورق ايه اول محافظة تم تغطيتها كاملة بي الرعاية الصحية بورت سيد او بورسعيد ايه المشروع اشهر مشروع اتعامل القضاء على العشوائيات مشروع اصمرات اسمه كده اصمرات ده منطقة منطقة في المؤطم عندنا هنا اتعامل فيها شواء سكنية ووحدات وجميلة او عفاية شكلها حلو او عنت لو دورت تعرف اتلاقيها منطقة جميلة جدا ونقلوا الناس لها وكان احلال للعشوائيات للقضاء على العشوائيات على ال informal settlements اللي هي معناها كلمة عشويات او سلمز عشوائيات برد فمن فكرة ايه فأصمرات ده بيجي في امتحان ايه المشروع لقضاء على العشوائيات كان مشروع حلو في القضاء على العشوائيات اسمارات منطقة اسمارات وانو محافظة تم تغطط بالاسمها ايه بالرعاية الصحية بورسعيد لو جالك سؤالين دولة امتحان انت ضامنهم بإذن الله هم بيجوا كل مرة الباقي ده كله اقرأني انهم مش محتاج اي اكشن مش ايه متحان اصنبه وبسيط طيب الحاجة اللي في . قبل الجامعي التعليم الفني التكنيكل التعليم الجامعي اللي قبل الجامعت yeah الناس التعليمов العالي احدنا عنا عندها بلتنا وزارة التعليم العالي والتاني اسم morgen التعليم الفني انزل كده معي اول حاجة التعليم التعليم اللي قبل الجامعي pre-university نحطط اكثر اي حوار سهل قوي نسبة الجامعات المعتمدة المدرس المعتمدة اللي هي المعتمدة يعني ايه؟ على معايير الجودة بقى وخارقة الاعتماد أكيد نفسنا نسبة تزيد الالترسي معدل الأمية نفسنا يقل ميبقاش حدا بيعافش يقرأ ويكتب الالترسي هي الأمية الالترسي يعني محول أمية الالترسي ده الشيء الوحش كلمة الالترسي معناها شيء في ثقافة حتى كلمة زي ريتشر شبهه الالترسي معناها انه ما عندكش ثقافة ما بتعافش تقرأ فنفسنا النسبة دي تقل خاصة في الناس اللي في عمر الشباب فهي 28% دلوقتي عايزين نتبقى 7% أوليها تقريبا نوصلها للصفر خلال بقى وفتح الخانتين على بعض عمل ميرجنج للسيلز يعني دخل الخاليتين دول في بعض يعني في 2020 مع 2030 كده في المكس ده كله نفسنا في السكة نوصل من 7% لصفر نقضي على البتاعة دي خالص طب ترتيب مصر في جودة التعليم اللي ابتدائي هي دلوقتي 141 من أصل 144 دولة واخدى سكور 2.1 من 10 ترتبنا 141 مفوضة السكور يحصل ايه؟ سكور تعني يقل الرانك يحصل له ايه؟ يقل يعني بدل ما احنا الدولة 141 على العالم نبقى الدولة 80 نبقى الدولة 50 وهكذا اللي في النص دي عفكة غلطة 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 موجودة في الفايل الكبير متصوبة هناك مش أبسلوت زيله طبعا ايه اللي هزار ده؟ احنا عايزين بدل ما احنا 141 دلوقتي هنا كان مكتوب لك تقريبا 80 بعدها نبقى 30 على مستوى العالم في تعليم الابتدائي عندنا فالمهم انك تبقى عارف ان ايه؟ مفوض الرانك بتاعنا يقل كرقم عشان يبقى نحنا زدنا كترتيب على مستوى العالم ترتيبنا في امتحانة TIMSS T-I-M-S-S اللي هو Trends in Mathematics and Science Study يعني مسابقة معمولة للرياضة والعلوم مسابقة للرياضيات والعلوم اهيه المسابقة اهيه؟ ولو دخلت ممكن تجيب الامتحانات بتاعتها انه يجب مثلا ايه؟ امتحانات بتاعتها ممكن تخش على ايه متحمل نهم تخش على امتحان الرياضة مثلا بتعمل سنة تالت عدادة و سنة تدائي تقريبا تخش تلاقي اسئلة عوبيتة قوي يفوض ان الطلب يعرف يحلوا الاسئلة دي ايه؟ ويعملوا سابقة دولية ويشوف الطلب هتجيب كام يقولك بصتلي اللي بتاعدي اكتبالي في افضل صورة فتعمل راوندين بس يعني مثلا دي سبعة واثنين هتخليها سبعة ثلاثة وتمانية تقربها دي اربعة اللي تحت قربوا العشرة يبقى اللي جابة بيه من غير معرف انت هذروا لي احنا ولد انا عملاق في الرياضة يا ولد فالمهم هنا نفس الكلام اربعة عالمية زي التلاتة على الف اضرب دي فوق وتحت في عشرة يبقى تحت الف وفوق اربعين يبقى تلاتة عربين على الف اللي هي تلاتة عربين من الف ده مش سؤال اصلا ايه؟ هو بيختبر ده اللي طالب في اعدادي في المفترضة inst في البقاءي وبيرتب الدول فاحنا عايزين ترتيبنا في الامتحان burns اعلى يبقى احسن في بقى ايه؟ يقل بدلا ما احنا بندطلع الواحد واربعين من أصل تمانية واربعين دولة بالشارع وبندطلع الثمانية وثلاثين من أصل يا بالرياضة بالخدرات منi دراجات نية تعريف على الرجال يبقى ايه؟ يقلي كقيمة يعني نرتفع في القايمة يبقى احنا رقم عشرين قد prime وامتحان اخو اسم ابريلز بيرلس ده اللي هو إيه؟ اللي بيدرس القراءة مساوئة في القراءة اسمها Progress in International Reading Literacy Study اختصارها BIRLS أو بيرلس ده مساوئة في القراءة للأطفال عايزين نتقدم فيها برضو بدل ما نحن نطلع ما نتحددش القيام بدل ما نطلع مثلا الاربعين عايزين نطلع العشرة أو الرقم خمسشر في الترتيب في الدول نسبة الناس اللي بتسيب المدرسة تحت 18 سنة أكيد النسبة دي عايزينها تقل فيه ناس بتسيب التعليم 6 في المئة بيسيبوا التعليم قبل 18 سنة عايزين نخليها 1 في المئة فقط بحلول 2030 آه الحيطة ري حلوة قوي عدد الطلبة لكل فصل نفسنا عدد الطلبة يقل في الفصل عشان يبقى التعليم أحسن فهيأي يقولك النسبة عدد الطلبة في الفصل بدل ما هو 42 طلب في المتواصل دلوقتي عايزين نخليه 35 طلب قدام عدد المدارس المجهزة لتاعتد الطلبة متفوقين والموهوبين اللي هي بقى لحاجات الرياضية وغيره اللي بيعلموا العالي الحاجات اللي عندهم مواهب بدل ما هي 65 مدرسة للحاجات الرياضية التنس وشعارف الكورة وغيره و 3 أكاديميين عايزين نخليه بدل 65 مدرسة يبقوا 75 مدرسة بدل 3 مدرس بس أكاديميين يبقوا 12 مدرسة أكاديمية انفق الدولة على التعليم ما قبل الجميع لكل طالب كل طالب الدولة بتنفق عليه سنويا 340 دولار كل الخدمات التي بتاخدها في المدرسة خدمات المدرسة اللي بيجيلك ده بياخد مرتب في الاخر مجموع كل حاجة اللي انت استهلكتها من الدولة على عدد الطالبة فوض الرقم دي يزيد بدل ما انت تاخد 340 تاخد 500 مسلا وده طبعا هي توازى هيكون يعني مع بقية العناصر الاقتصادية عشان نعرف نوزنها قدقي الناس بتخش المدرس اللي هي الحضانة الرياضة الاطفال لازم للعدد دي النسبة تزيد بدل ما 31% بس اللي بيخشوا الحاجات الرسمية عايزين يبقى 80% نسبة مشاركة التعليم في الدخل في الناتج المحلي الإجمالي إجمالي نتج المحلي لازم الرقم دي يزيد بدل ما التعليم بيشارك ب3% بس يشارك ب8% مش يشارك ينفق عليه 8% اسبندج يعني انفق الناتج المحلي جالنا 100 مليار السنة دي انتاج هنصرف منهم عشرة على التعليم عايزين نخليها 15 فهمت الفكرة ايه بدل 3% عايزين نخليها 8% كله بالفهم عرفت فايدة المقدمة اللي في الاول وحسد الوقت انك فاهم حاجات اكتر صح؟ لو في الحياة ايه البرامج اللي هتطور التعليم قابلك جميعي؟ مش محتاج اقول هيلك هنطور المدارس والمش مدارس ونعمل انظمة وندي دعم للطلبة الفقيرة بور فاميليز اللي هنا ده كله انتعارفه مش اقراهه اصلا معاك كلام سهل اوي بس دلوقتي ده ده هنا انا عدم قراءتي في محلها ما يفعش من غير مشرح لك ما اقراهش التعليم المهني او الفني الناس اللي بتعلم في المدارس الصنايع والتجوائري والزراعي والجودة عدد الطلبة اللي تخش المدارس دين فودي زيد بدل ما عشان نهتم بان يطلع صنايعيها فهمين مش مجرد بالحب كده بدل ما هو 4% يبقى 20% نسبة الناس اللي بتتخرج منها وبيشتغلوا في مجالهم لازم تزيد عايزين الناس تتخرج تشتغلوا في مجالها ترتيب مصر مهنة محتاجين هو ايه؟ هو هنا مديك الـ score الـ score 2 على 4 عايزين هو يبقى الـ score أعلى هو هنا بيكلم على الـ score فهم فكرة ايه؟ هو كاتب رانك بس هو كاتب هنا الـ score فالـ score المفودي أعلى بدل الـ 2 على 4 يبقى 3 على 4 يبقى 3 على 4 طبعا الحواردة انا فيه تطويل فيه بس متوضح في الكتاب ده بقى ارامع نفسك هبقى بقوله لك اما ايه؟ هسيبولك في الوصف انا قريته مع نفسي بس مش هولول لتر هنطول عدد الطلبة اللي بيخشه في فوكيشن معناها مهنة مش فاكيشن فاكيشن معناها اجازة بل ايه؟ لكن فوكيشن معناها مهنة فوكيشن معناها مهني التدريب المهني اللي الطلبة بتاخده لما تتخرج عشان تعرف تشتغل يأهلها لسوق العمل الفوض اللي بيلتحق بيه زيده بدل 4% يخش 30% من الناس يخشوه من اللي بيدرسوا تعليم مهني عدد الطلبة عدد المدارس بالنسبة للتوزيع الجغرافي 1929 مدرس عايزين نزودها نسبة المعاهد على ايه؟ بالنسبة للشتراكة مع المجتمع الدولي مع المجتمع المدني عايزين نزوده خلاص اي نسبة حاجات حلوة نزودها 3% عايزين نتبع عشرين لو حبيد عشر هنطول متوسط الطلبة في الفصل بدل ما هو 38 طالب عايزين نخلي 30 بس عشان يبقى الطالب الفصل فاضي شوية انا في مدرسة نفس سنوية كنت في مدرسة المتفوقين كان الفصل في 24 طالب بس وكان الربعة بيغيبوا دايماً فكنا عشرين واحد في الفصل كنت ببقى حاسناً قاعد مع ايه؟ مع المدرس في قاعدة عصاري وضع عزين كانت تعليم زي الفل انا تعليمي في الثانوية العامة راضي عنه فلساتيس فايل يعني راضي عنه مئة بالمئة احسن ذكره في حياتي يا مدرسة المتفوقين دي علمتني حاجات عوري ما هنزهد فان مهم متفوقين في عين شمس مش 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 تبع ستم نعمل ايه عشان نطور التعليم المهني؟ عامل حاجات حلوة بس حرفياً اللي ممكن تعرفوا منها حتتم مهمين اول حاجة اني بيقولك نطور او نطبق نظام اسمه ايه؟ الاطار بتاع المعايير بتاعت الايه؟ التعليم المهني بنسميها ايجيبشن ناشنال كواليفيكيشن زي فريمورك ممكن تيجي في المتحان دي ممكن بس احتمال ضعيف بينك خسين كده بيقولك ده اسم المشروع او اسم المعايير بنشتغل بيها الاطار بتاع المعايير المصرية الدولية للتعليم المهني ده نطبقه ونطبق نظام الاتراكتيف سكول بروجيكت مشروع المدرسة الجذاب اني نخذ المدرسة بقى تجذب المستثمرين ان يعملوا مدارس اكتر فمهنية بس ده الحاجات المهمة البقية كله كلام عام نطور التعليم والله العظيم هي معناه كده طب التعليم الجامعي بقى نفسه احنا خذنا ما قابل الجامعي والمهني التعليم بقى الجامعي المنافسة مع الجامعات البقية ترتيب مصر ايه قد ايه جامعات مصر مشاركة في مصر فيها تقريبا حوالي 29 جامعة حكومية ويكملوا 50 بالجامعات الخاصة يكملوا حاجة و 90 دلوقتي بالكل في الجامعات الجديدة على القديمة على كله الجامعات دي قد ايه بتساهم في التنافس مع الجامعات العالمية ترتيبنا كام 118 عايزين نخليه 45 طيب معدل البطالة عايزين نقلله بدل 35 في المية مش عارفين يشتغلوا يبقى 20 في المية بس بحضول 20 و 30 عدد الجامعات اللي متصنفة كمن افضل 500 جامعة في العالم وفقه لتصنيف شانجهاي احنا عندنا جامعة واحدة بس اللي دخل في التصنيف ده فاقل من افضل 500 جامعة في العالم جامعة واحدة اللي هي جامعة القاهرة عايزين نخليه سبع جامعات لو دخلت على تصنيف شانجهاي اهو فين شانجهاي الاحمر هتليم يدير لتصنيف للجامعات فعلا قوله ان عايز جلوبر جلوبل رانكين لأه اه هو ده يقولك افضل الجامعات في العالم افضل جامعة واحدة تقدير كان هارفورد افضل جامعة في العالم وراه ستانفرد ماسيتشوسيتس انستوت اف تكنولوجي بعدها جامعة كامبريج كاليفورنيا انت تبقى بص كل ده لحد ما تلاقي دحت احنا مصر تلاقيه في اول جامعة تظهر بص الترتيب على الجنب اهو من 200 واحد الى اعلى 300 جامعة في العالم احنا لسه ما يظهرش ايه حاجه من عندنا لحد ما تلاقينا نظهر امتى جامعة القاهرة انت ممكن تسيرش على فكرة يعني انت ممكن تعمل سيرش بوسيط اوي فوق قوله ان عايز اسيرش قوله عايز كايرو جامعة القاهرة هي الوحيدة اللي داخلة في تصنيف ده من 300 واحد الربعمية يعني بقينا في اعلى 400 جامعة في العالم 20 شمس اه احنا من 600 من 600 ال700 فى احنا تصنيف نواحد شوية والجامعات الباقيه موجودة برده فاهم قصدي؟ لا سيبه عشان نحط وراج في الوصف معلومة لك على الجامعة اي صفحة تقفلها بالغلط تاب تقفل صفحة على البراوزر بالغلط عايز ترجعها يعني قفلت دي كده هم ونسيت عايز رجعها تاني دوس كنترول شفت تي هيرجعها على طول تاب الوراء كنترول شفت تي هيرجع الصفحة الوراء على طول طبعا انا كنت قاعد بسمع فيديو فهو لا كنت شفت فيديو ده عافيك الراجل ده جميل او اسمه سيد جبيل بيجيب ناس اقتصاديين يشرحوا حاجات فانا كنت بكتسب من خبرتهم يعني نتفكر ان انا بقلف اللي بقوله ده لا طبعا يا حبيب طيب نسبة مشاركتنا في الابحاث العلمية عايزينها تزيد نسبة مشاركة المعاد المعتمدة عايزينها تزيد معايد اكتر تعتمد اكريدتت يعني معتمدة اسمها ايه؟ دخول الجامعات اصلا قد ايه الطلبة تخش الجامعة بدل ما تلت الطلبة اللي في السن ده بيخش الجامعة لا عايزين يبقى 45% من الطلبة هم اللي بيخش الجامعة يعني من كل مئة طالب في سن 18 سنة في 31 بس بيخش الجامعة عايزين نخليه 45 طيب حدلتي فيه في مصر حوالي 9 مليون ونص في سن 18 سنة من 18 إلى 22 حلو 3 مليون بيخش الجامعة التالت تقريبا 3 مليون واحد في الجامعات والمعاهد وغيره حاولين نخليها 4 مليون ونص النص تقريبا نسبة عضاء هيئة تدريس اللي بيقدموا ابحاث علمية اللي بيقدموا منح دولية يدرسوا في الجامعات بره 2 من 10 في المئة بس اللي بياخدوا منح حاولين نخليهم 3 في المئة من الدكاترة ياخدوا منح نسبة الطلبة الاجانب اللي بيدرسوا عندنا عايزين نزودها عشان ليقى فيه تواصل ثقافي وغيره انفق على كل طالب بدل ما بننفق على كل طالب في السنة 7600 جنيه عايزين نزوده قد ايه بص بقى كم طالب لكل واحد في الجامعة لكل عضو هيئة تدريس زي فكرة كم مواطن لكل عضو لكل موظف في الحكومة نفس الكلام عايزين كل دكتور في الجامعة يبقى قدامه بدل مئة طالب يبقى قدامه خمسين بس عشان نقدر يدرسهم بشكل افضل فعايزين بدل دكتور لكل 42 طالب؟ لا نخليها دكتور لكل 35 طالب ايه تانا مش هخبباتي عدد المؤسسات التعليم العالي بالنسبة لالكسافة ايه يعني عايزين نزود عدد الجامعات اعرفة كده عايزين نزود عدد الجامعات ال 44 ال 64 ايه اللي هنعمله؟ هنعمل حاجات حلوه حرفيه ايه هده هن develop و هن establish و هن emiscent و هن enhance أي حاجة فيها تطوير تحسين وهنعمل نظام تسجيل مش عارف ايه والممكن تحفظها منها انه هنعمل المناهج الكيروكيلا جمع الكيروكيلا كيروكيلا يعني منهج كيروكيلا يعني مناهج تعليمية فهم او منهج دراسي هنعمل وفقا للناشنال كواليفيكيشن للمعايير الدولي او المعايير الدولي بس كده هنحط المناهج محترمة طيب فاخر حاجة اخر في التواصل اللي هي الكالشر هنعمل ايه في الكالشر قالك الثقافة والمتاحف والسياحة وغيره التوريزم بدل ما هترتبنا ال85 في السياحة عايزين نخليه 60 في الرعاية بالسياحة اي جيكرافيكا الجاب قلنا هنعمل فيها ايه هنقللها اي اسمها اي فجوة هنقللها طيب يقولك الزوار الاجانب عايزين نعمل ايه نزودهم عايزين نستقطب او نستهدف الناس اكتر اجانب يأتي ويزوروا البلد بدل ما هوا واحد وثمانية من عشرة بالمليون قالك ام ان يعني مليون فيزتور بيزورنا مليون وثمانية الف واحد عايزين نخليهم 333 مليون عدد الزوار المصريين برضو عايزين نزودهم لان دول قطاع كبير من السياحة السياحة اما السياحة الخارجية يعني الناس جايماين من برا او سياحة من جوة عايزين حتى دول نزودهم في 7 مليون واحد مصري بيزوروا المتاحف والاماكن دي سنويا نحن نخليهم 13 مليون شفت الموضوع سهلا اوي ازاي شوف انت الحاجة هتزيد ولا هتقل ده المطلوب منك طب نحسن ازاي في الجانب بتاع الكالشر اعمل اي حاجة حلو حط قوانين ابني اماكن اعمل مش عارف ايه طور التراث الحاجات التراثية احمل اماكن التراثية اعمل متاحف اكتر الى اخرين اهتم بيها يعني طب في جانب الانفيرون منت او جانب اللي هو البيئي قال لك اهو جانب البيئي حاجتين الانفيرونمنت نفسها والمدن الحضرية الاربان ديفيلوبمنت اول واحد اللي هو جانب البيئي نسبة الاستهلاك المية عايزين نعمل فيها ايه قال لك عايزين نقللها عايزين نعمل نسبة استهلاك المية الكنسومشن نقلله حداتي بنستهلك 100 و 7% يعني عندنا عجزة اصلا يعني اللي جايل لنا مش عارفين بنستهلك اكتر منه بنستهل بنشتري مية من بره بالبلدي احنا عايزين نخليها 80 في مية عندنا فائد الفائد ده نعمل بي ايه نصدر او نعمل بيترع نعمل بيه مصارف نزرع بيه نطور بيه بصراعة الاخير عايزين نخلي 80 في مية بس مصادر المية لكل مواطن كل مواطن نصيبه بنقسم مجموع المية لعند البلد على عدد الافراد نصيب الفرد عندنا في السنة 650 متر مكعب ده رقم كبير على الفكرة عايزين نخليه 750 طيب نعمل ده ازاي نبدأ نرشد الاستهلاك فالماية لعندها تكتر فنعمل ترعه اكتر ومصارف فيبقى انت نصيبك اكتر المهم يعني نسبة تقليل التلوث خلي بالك بقى المتسبب بواسطة الاتربة المحمولة جواً دي المايكروبات اللي في الجو عايزين نخليها بدل 157 مايكروجرام لكل متر مكعب مايكروجرام من ايه؟ من الاتربة عايزين نقللها فيبقى نقللها بنقص 15% ويبقى قدام نقص 50% يعني لو كان في 100 جرام تراب في الهواء عايزين نخليهم 50 جرام بس ده بابسط عبارة يعني نسبة الميونيسيبال جاي من الميونيسيباليتيز اللي هي البلديات الاحياء حي القاهرة حي المطرية عند شمس عزبة النخل عايزين بقى المخلفات بتاعته نتخلص منها بشكل سليم بكفاءة عالية فالتلاتي منتخلص بها في 20% عايزين نخليها 4080 عايزين نزود كفاءة التخلص منها بشكل سليم يعني نسبة المصادر المية الغير تقليدية حلو؟ يعني ايه؟ يعني عندنا مثلا تحليط ماء البحر عندنا اعادة اعادة تدوير مية الصرف الصحي كل دي مصادر غير تقليدية للمية عايزين نستخدمها بشكل احسن ونستخدمها اكتر فالتلاتي من اعتمد على الحاجات بـ 20% من استهلاكنا عايزين نخلي اعتمدنا عليها بنسبة 40% بيقولك نسبة الصرف الصحي السليم بالنسبة للصرف عموما السويج اللي هو صرف عموما ممكن يبقى صحه ممكن يبقى غلط صح يبقى اسمه سانيتيشن قد ايه في صرف صح في البلد دي؟ 50% بنصرف الحاجة بشكل سليم عايزين نخليها 80% طب قد ايه في صرف غلط 21 عايزين نخليه صفر ده اللي هو بنسميه بنصرف المية في النيل مثلا طب قد ايه سانيتيشن؟ عايزين نخليه احسن بس خلاص كده سانيتيشن حاجة حلوة سوة جعموما حاجة وحشة نسبة الفقد في المية في تحويلات الترع عايزين نقلله خالص نقلل اي فقد يحصل نسبة الفقد في ايه عايزين نقلله برده عدد محطات الرقابة ومش عارف قد ترقب المية وقدت استهلك والملوسات وغيره عايزين نخلي فيه مراكز اكتر لمراقبة الاستهلاك المية والملوسات اللي بتتعرض لها في الهواء وغيره فعندنا 87 مكان بيرائب ده عايزين نخليهم 120 مكان انا مش عايزة اقرأ بسرعة جدا اه نفس الكلام نفس الفكرة عندنا اماكن بترائب مواقع مراقبة للشبكات الري وشبكات المية وغيره وللمخالفات الصناعية والانبعاثات اللي تبع المصانع عندنا 164 مكان عايزين نخليهم 500 مكان يرائبوا عندنا رقابة افضل نطور ازاي البيئة خلي البيئة نظيفة والله العظيم ده ملخص اللي هنا خلي البيئة نظيفة انا قريتهم مع نفسي بقول لك مش هيجورك في امتحان ولو جم انت فاهم حتى تكون بس عارف انجليزي ولو مش عارف حتى ولا يهمها لان هو انت كل حاجة ممكن تخمنها يعني بيقول لك كلها بص develop يعني انك تطور او تعزز monitoring يعني مراقبة او انك ترصد اخر حاجة خالص urban development يعني التطور الحضاري عايزين نعمل مدن جيدة نسبة الاسكان اللي عايشة في مدن جديدة مقارنة باللي احنا عايزين نوصله عايزين نوصله نبقى مية في مية عايشين في مدن محترمة فكرة ايه؟ نحقق الهدف بتاعنا يعني نحن نبني نبني عشر مدن نفسنا نبقى حققنا الهدف وبنينا العشر مدن هو ده معنى كلمة مية في مية مش هيك يسألك عليه housing gap indicator اي جاب قلنا عليها ايه؟ عايزين نقللها مؤشر الاسكان عايزين نقلله يعني يبقاش في محافظة كله قاعد فيها ومحافظة ثاني محاش قاعد فيها فعايزين نخلي ايه؟ نخليها تقل كل شوية تقل بمقدار 8% تقل بعدها 5% الاخري ايه الناس اللي بركبوا المواصلات العام المواصلات النقل العام عايزين المعدل بتاعهم يزداد يعني الناس اعتمد اكتر على النقل العام من يبقاش عربات خاصة وخلاص لأن النقل العام يستخدم عشان ده هيضر على الدولة فلوس الناس اللي بركب راكب سنوية تقول لي ازاي ما هو اللي بركب النهاردة بركب بكر وبعد وبعد الناس عملية ركوب مليار طبعا عايزين نتزيد مقدار 30 في المئة زيادة و50 في المئة زيادة قدام بقى خالص في 2030 قد ايه في مساحات خضراء لكل مواطن مفوضي كل مواطن عنده دلوقتي عنده متر مكعب متر مربع تقريبا من المساحة الخضراء لكل مواطن عايزين نتبقى ثلاثة متر مكعب متر مربع يعني المواطن ده مجرد نسبة يا جماعة يعني مش في حقيقة الامر انت تنتلك التلاتة متر مربع لا يعني المنطقة اللي انت فيها فيها مئة بني ادم نفوض قدامهم في 300 متر مربع مساحة خضراء طبعا ده مش حاصل ده نفوض يحصل نفوض الرقم ده يزيد معدل نحن نقلل على الاراضي الزراعية اللي هو انتهاك الاراضي الزراعية والبنى عليها نفوض الرقم ده يقل عايزين نقلله خالص عندنا 30 الف فدان منتحكين عايزين مية في مية قدامنا اتخلصنا من ده خلص مية في مية من الريدوكشن ازالة ترتيب مصر في مش عارف ايه عايزيني يقل يعني كرقم عشان يبيق احسن تسعة وتسعين ترتيب على العالم تسعة وتسعين الدولة تسع وتسعين عايزين نخليها الدولة رقم خمسين عدد المدن المصرية اللي مرتبة عالميا في ترتيب القاهرة بس اللي موجودة عايزين نخلي تسعة محافظات يترتبوا عشان يموجودين في القيمة معناهdie مدن حلوة يعني مدن العولمة اللي هي فيها تواصل مع العالم جيد معدل المدن الحضارية مش عارف ايه بالفدان بنعمل استثمار قدي��운 مونا يدئ و مستثمارها واحد في مية خلوة طبعا فانها يدف belki هان انحيان نزود الاراضي اللي استخدمها أو بنعمل لها تطوير حضاري معدل النقص في كذا أكيد عايزينه يبقى إيه أحسن يعني وعايزين نزود النقص التخلص بالحاجة سيئة المناطق غير الآمنة عايزين عندنا 3 مليون بني آدم عايزين في مناطق غير مأهولة غير آمنة عندنا population في مناطق غير سليمة على الجبال مش عارف فين في مليون واحد عايزين فيها عايزين نقلل الرقم ده فنقلله بمقدار 30% بعدها نقلله بمقدار 100% يعني ننهي الموضوع ده خالص اللي عايزين على الحدود اللي عايزين في الجبال نتخلص من الفكرة دي لاني ايه نعايشهم في مكان سليم نسبة العشوائيات هي 38% عشوائيات عايزين نخليها 500% فقط فبحلول 2030 نسبة الإسكان اللي بيقدر يوصل أو السكان اللي بيقدر يوصلوا لصرف صحي سليم هم 50% عايزين نخليها 100% يعني كل مواطن لدي الحق ان يعمل حمام بشكل سليم يعني يكون الصرف بتاعه مش بقى في مصارف اللي تحت البيوت أو اللي يعمل طرانشو قدام البيت والجو ده لأ يبقى صرف صحي سليم بالمعايير الدولية نسبة الناس اللي بيقدر يوصل للمية هم 99% عايزين نخليها 100% مية سليمة طبعا نقية طب نعمل ده ازاي اعمل برامج تحسن المدر الحضرية زي ايه زي اهم حاجة خالص هي اسألك عليها في المتحان العاصمة القدرية الجديدة تعتبر المثال على بس كده اقرأ دول مع نفسك مش تقرهمش أصلا مش يقف متحان سهليه مفهومش حاجة كلهم انهانس وبرموت وانكوردج كلها معانية متراضفة على فكرة معانية انت تبقى كويس بص بقى حتة اللي جاي دي اخر حتة خالص في الدرس بيقولك الدولة شغالة ازاي باختصار شديد بيقولك خلينا نقرأ دولة مع بعض بس ايه اخد نفسي واجيلا طيب احنا بقلنا ثلاث ساعات وعشر دقايق ايه اللي بيحصل في الدولة عشان ندير عملية التطوير دي مين القادة ومين اللي تحتهم البلا الحتة اللي هي تفيدة قوي على فكرة افهمها يعني بنسمي الجهاز اللي عملنا مؤسسة كاملة مكان كامل وزارة كاملة هدفها تخطط وتحط خطط وترائب وتشوف الدنيا ماشي حلوة ولا وحش بس مش تشتغل لوحدها هتشتغل مع اللي اصغر منها وهتوصل كلامها للي اكبر منها مين اللي فوق ومين اللي تحت تعالى نشوف بنسميها يعني المراقبة التقييم وحدة المراقبة والتقييم الوحدة دي المسؤولة عن التخطيط والتطوير والمراقبة البلد واوضاعها هتعمل الآتي طبعا دي تحتها مؤسسة كتيرة هتعمل سبع حاجات ولا تحفظهم ولا تعرفهم حتى لان هم منطقين جدا هتشوف قد ايه التوافق بين الخطط اللي احنا عايزين نعملها وبين المعايير الدولية ده عاكيد منطقي عشان نعمل الحاجة وفق المعايير الدولية عشان تقييمنا يرتفع هنعمل قاعدة بيانات الالكترونية سليمة لكل حاجة جهاز المركز التعبير والحصائي يحط كل بياناته في قاعدة بيانات الالكترونية عشان ندرسها بشكل ألطف هنروح في كل محافظة مبنى محافظة وفي كل وزارة ونحط مكتب خاص بينا احنا وظيفته يجمع الأرقام من الوحافظة دي ويصدرها لنا على طول في الوحدة الرئيسية عشان نبقى عارفين وزارة الزراعة فيها ايه محتاجين نعرفه كأرقام وزارة التعديل وزارة مش عالف الصروة السماكية اي كلام بقى من الكلام ده انت الفكرة ايه هنحط مكتب في كل مكان منه وحتى في الجامعات وفي غيرها هنجبع بقى البيانات عشان نعرف مستوى تقدمنا اعطونك فهمت يعني ايه KPI دلوقتي حسيتها كده حتى لو حد قالك اشرحها لها تقوله استنى يا عم اشرح لك مش هيقول مش هتعرفها له هتشرحها له وانهم دول المسؤولين يحطوا اصلا الكيبي ايز اللي هنقسها عشان توصلنا الهدف معين هيرجعوا ايه السياسات على مستوى الحاجات الكبيرة بقوا كده هيعملوا التقارير بتاعت التقييم وتقارير بتاعت الايه التقدم بتاعنا الفولو اوب معناها انت قد ايه طالع له قدام يعني مقصدي ايه والتقارير دي هما اللي مسؤولين يعملوها عشان يدوها المين للقادة الايه اللي في المستويات العليا فوق الرئيس والبرلمان دي بنسميهم قادة في مستويات عليا معلومة ليك افتكرتها لما قلت على الكيبي ايز الكيبي ايز وظفتها تتبع تتبع تحقيق الهدف وليس من شأنها ان تأخذ بها قرار الكيبي اي مش بتاخد مش عبارة عن اتخاذ قرار لأ! هي معلومات مجرد معلومة يعني لما قولك انت ماشي ب العربية مؤاتذر السرعة وظيفته بس يعرفك انت سعودك عالية قوي ولا واطي увер في المظبوط انت اللي هتاخد القرار على اساس هذه الارقام لها تظهر لك لو لقيت السرعة قليلة جدا هتسرع هتدوس بنزين المؤشر بتاع السرعة ليس هو لها هتدوس بنزين انت يبقى لما نقولك أحب نقيس عدد مثلا كذا في البلد ده مجرد قياس اللي ياخد القرار بقى إحنا الكيبي آي وظيفته إنت تاخد على أساسه قرار لكن هو مش ياخد القرار الوحيد هو مش يتخذ القرار أصلا هو مجرد مؤشر زيه زي إيه قياس السرعة في العربية زي مؤشر الحرارة اللي تبتيز به حرارتك إنت اللي هتقرر تاخد بعدها دوا أو لا طيب الدولة مشية زي بقى قالك من تحت خالص كده في القعدة المنسباليتيز أو اللي هي البلديات كل حي من أحياء الجمهورية المنستريز أو الوزارات المؤسسات والوكالات المختلفة كل دول بيبعثوا تقاريرهم وبياناتهم للحكومة الحكومة هي اللي هي ثلاث حاجات دول الحكومة هي إيه الوزارات المختلفة الأحياء بتاعت القاهرة والجيزة وغيرها المؤسسات والأماكن اللي تندرك تحت الحكومة الحاجات الحكومية طيب دي الحكومة الحاجات دي هتصب ورقها في الحكومة طيب ومين تاني مين زي الحكومة موجود براها بقى مؤسسات غير حكومية الـ Business Organizations الحاجات اللي هي الربحية مش معمولة طبع الحكومة لا زي الشركات الخاصة دي برضو موجودة جوا الدولة فهتصب بتقاريرها للدولة لانها جوا الدولة ومين تاني الـ Civil Society الحاجات بقى الجامعات الخيرية واي حاجة تبع المجتمع المدني التالت حاجات دول هيصبوا كلامهم كله لمن تقاريرهم وبياناتهم للوحدة اللي احنا عملناها لمتابعة التطور والتقدم والتخطيط نسميها Strategy Implementation and Monitoring Unit وحدة متابعة ومراقبة وتنفيذ استراتيجية التطوير بتاعتنا عملنا وزارة كاملل ده اسمه وزارة التخطيط دي اللي بدورها هتعمل ايه هترفع تقاريرها دي لمجلس الوزراء اللي بدوره هيرفع كلامه للقادة اللي في المستويات العليا اللي هم مين الرئيس الـ President والـ Parliament او اللي هو البرلمان ده كده هيكلية البلد البلد مش شغالها لهلي البلد شغالها كده فاهم الفكرة ايه طيب تعال نشوفها بشكل ادق البلد شغالها في جانبين مهمين جدا جانب السلطة التنفيذية الـ Executive Authority سلطة تنفيذية Executive بتطبق الحاجة بتنفيذها على ارض الواقع والـ Monitoring Authority اللي هي السلطة الرقابية حاجة بترائب الدنيا مش حلو ولا لا بس مش هيلا هتنفذ في الاخر مش تدي افعل ولا تفعل هي بترائب عشان لو فيه خلل تنبه عليه على طول البلد مشى بالجانبين دول المونوترينج دي اي حاجة اللي هي برطواني في الرسمة هنا بيرائب ايه مونوترينج ممكن ترائب حاجتين ترائب النتائج النهائية او ترصد النتائج النهائية ممكن ترصد الآلية بتاعت العمل نفسها يعني بدل ما قولك انا هتابع حاجتين ممكن اتابع عملية الزراعة كتفاصيل الزراعة اشوف فقا رونا الارض صح جمعنا المحصول صح ده كده ايه وممكن اشوف النتائج النهائية وخلاص مصر جاء لها كم الف طن باعت كم الف طن ارقام نهائية هل الرئيس هيرائب التفاصيل اللي بتاعت الالية العمل لا مش هينزل بنفسه يشوف الزراعة ماشي حلو بالتفاصيل ولا لا هو هيرائب النتائج هو دي شغلانته طب البرلمان برضو بيرائب النتائج طب ايه فرقة بين الرئيس والبرلمان الرئيس بيرائبها من ناحية تنفيذية يقول افعل ولا تفعل في الاخر لكن البرلمان بيراقب الدنيا ماشي تمام ولا مش تمام طبعا ده الكلام ده فيه انتهاك للدنيا قوي لان الواقع غير كده الواقع فيه تفاصيل اكدر السلطات دي بتقسم على الجانبين وحسب نوع الدولة كمان فيه دول جمهورية فيه دولة ملكية فيه دولة فيدرالية كل واحدة فيها لها نظام السلطة تتوزع على دول بالنسب حسب الدولة حب نتكلم على عندنا هنا وبشكل عام كمان طيب عانم سنقرب بالتفصيل شوي بس الكتابة مش واضحة خلينا ننزل على دي كتابة هنا اوضح انزل قرب كده بيقولك اول حاجة عندنا هنا البلديات والوزارات والمؤسسات بترفع تقاريرها اللي بنسميها ايه تقارير قد ايه الاداء ماشي حلو بيرفعوها المين لوزارة التخطيط والاصلاح التطويري اللي هي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عندنا اسمها منستري اوف بلانينج الوزارة دي بتعمل ايه بتاخد الكلام ده التقارير دي دي اسمها تقارير الايه قد ايه ماشي حلو فيه تقارير تاني اسمها تقارير التنفيذ بياخدوها منين من نسل على ارض الواقع اللي هم مين مثلا مين اللي بيدرس ارض الواقع الجهاز المركزي لتعبية والاحصاء ومين تاني الجهاز المركزي للمحاسبات اسمه كده جهاز المركزي للمحاسبات عندنا في مصر مشهور ده وظيفته يرائب اي حاجة فيها فلوس بتحرك والمؤسسات الدولية اللي وظيفتها ترائب مستوى مصري بيرفع ولا بيقل بيبعاتو حاجة اسمها الاجزيكيوتيف ريبورتز بيبعاتوها المين لوزارة التخطيط وزارة التخطيط تاخد الورقتين دول الورق اللي بيعبر قد ايه مصر ماشي حلو وقد ايه بنتنفذ على ارض الواقع حلو ارقام عملية تاخد الاتين دول وتديهم ايه تديهم فصولة تقارير برضو للكابنت ده اللي هو مجلس الوزراء رئاسة مجلس الوزراء اللي بتصوب فيه كل حاجة وده بدوره يعمل ايه هيرفع هذه التقارير للرئيس كأعلى سلطة تنفيذية في البلد ده الهيد او اكزيكيوتيف اوثوريتي ده اعلى سلطة تنفيذية هيجي اسألك مين هو الهيد بتاع الاجزيكيوتيف اوثوريتي اعلى سلطة تنفيذية ده الرئيس طيب عن ناحية تانية فيه حد بيرائب فهنرفع له التقارير دي الاسمه ايه البرلمان التلات حاجات دول هيرفعوا التقارير وهتروح للبرلمان في الاخر كسلطة رقابية ده الهيد اوث مونترينغ اوثوريتي اعلى سلطة رقابية في البلد وظيفته يرائب الوضع لكن اعلى سلطة تنفيذية هي الرئيس يجيك عدد اسئلة من هو اعلى سلطة تنفيذية الرئيس من هو اعلى سلطة رقابية مونترينغ طيب اللي اتنين بيعمله اللي اتنين ممكن يقول لك حاجة حلوة الاسبعد مين بيشوف النتائج النهائية في البلد ويتطلع عليها اللي نسميها من بيشوف النتيجة النهائية في أي حاجة في الاستثمار في التجارة في الزراعة الاتنين البرلمان والرئيس الاتنين بيتطلعوا عليها بس واحد بيتطلع عليها وهو أعلى سلطة تنفيذية الثاني بيتطلع عليها هو أعلى سلطة رقابية ده كده كل الأسئلة اللي ممكن تجيلك أنت كده خلاص الدرس مش حتاج منك ولا أي حاجة تانية هنا أنت تجي معي تحل الأسئلة في هذا الفايل ويبقى خلصنا وأتمنى تكتبني في التعليقات أنك مبسوط لأنني والله أنا تعبت يعني أنا تعبان في صوتي والفكرة أنني أريد أن في الأخير لما أجد أن المدة كبيرة أصلا كان يفسي تطلع أقل بس أديك شفت لو في حاجة تقدر تقولي أن أنا أقلل بها المدة أقول لي أنا أستمع وفي الأخير بنفس اللي أريد المهم دعنا نخلص الأسئلة بسرعة اقتصاد وحاجات اجتماعية وجانب بيئي إيه اللي ما يعتبرش من الجانب السوشيال السوشيال فيه تعليم وصحة وحضارة وجانب ثقافي يبقى الترانسبيرنس دي تبع الاقتصاد دي الإجابة إيه الحاجة التي تعتبر اسمها إيه هدف النوليج دي نحن يبقى عندنا إيه اقتصاد مبني على علم فبنقول بقى نحن عندنا نوليج بيزد ايكونومي ده الهدف بتاع هذه البيلر مين الاكتر حاجة بتدرس جانب التغير المناخي ده حاجة تبع البيئة يبقى environment طيب ايه الهدف بتاع الـ urban development اننا هنعمل ايه اننا نبني جودة حياة جيدة للمواطنين في المدن الحضارية هو ده التطوير الحضاري ادي اول صفحة خلينا نصغر انزل على الورا ايه اللي يعتبر بيوصف هدف مصر عموما قال لك انها تحقق قال او تعالي ايه الجهزة اللي جابها الصحة اطول انها تبني sustainable and مش عارف ايه future prosperous يعني حاجة باسمي prosperous يعني جاي من prosperity فيها رخاء تبني مستقبل فيه رخاء لمصر هو ده الهدف النهائي تبني مستقبل رخاء وفيه تقدم واستدامة ده الهدف الرئيسي لرؤية مصر الاجمالية اتمنى تحلم لوحدك عشان ننجز transparency بتهدف الى ايه ان يكون فيه ثقة في الحكومة فنقول كده هو نتعزز ثقة الناس العامة الترصت بتاعتهم والaccountability الاعتمادية على الحكومة ايه ايه ما يعتبرش هدف من اهداف الهيلث ان انا ايه ما يعتبرش هدف منها ان انا اقل اقل الوفيات بتاعت الاطفال ازود الوصول للخدمات الصحية ازود عدد الساعات عدد الساعات ايه هي دي رقم c enhance the quality of education احنا ملنا بالتعليم هنا هم نتكلم عن الصحة يبقى التلاتة اول اثنين واخر واحدة دول بيعتبروا حاجات اهداف من اهداف الصحة اللي بنطور بها الصحة لكن رقم 3 دي بنطور بها التعليم ايه علاقة التلاتة dimensions ببعض التلاتة dimensions ببعض علاقتهم ان التلاتة interrelated يعني مرتبطين ببعض and work together towards sustainable development وبيعملوا مع بعض من اجل تحقيق استدامة او تطوير مستدامة ايه الدوكيمنت الرئيسي او اللي اعتبدنا عليه في ايجيبت فيجن اعتبدنا على ايه على المعايير العالمية اللي اللي حطوها في التنمية المستدامة اللي هي sustainable development strategy الاس دي اس الناشنال بقى منها الحاجات العالمية ده اللي اعتبدنا عليه في انه هناخد به رؤيتنا لمصر هنا بيقول لك ايه مصر بتحقيق اهدف ايه الاهدف الدولية sustainable development goals بس كده بتحاول تحقيق الاهدف العالمية اللي تحطت في المعايير العالمية ايجي مصر تحقيق الاهدف دي قال لك هل اللي وحدها هل عن طريق التشاركة بين القطاع العام والخاص ولا عن طريق through a combination of public and private sector involvement او هي دي غالبا هي دي او هي دي ان شاء الله through public private partnerships انا اظن دي مش مجرد الشراكة ما بينهم لا مزيج بين القسمين دول الفوض ان انا اشيل واحدة من دول بس انت فهمت الفكرة يعني انت فيه اختيار من دول بقشيله يبقى تنشر الاجابة c through a combination ان القطاع العام والخاص الشركات العامة بتاعت الحكومة والشركات الخاصة اللي مملكة الافراد الاثنين يشاركوا في الاستثمار في مصر عشان مصر تتطور والحقق الرؤية بتاعتنا او ان يكون فيه نقص فيه الالتزامات السياسية وغيره كل ده ممكن تبقى حاجات عوائق في طريق تحقيقنا لهذه الرؤية ازاي مصر بتحل مشكلة البطالة قالك ايه بانها بتركز على انشاء فرص عمل جديدة ازاي هنشارك في تحقيق التنمية المستدامة قالك ايه بنوازن بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تلت حاجات اللي قلنا عليه يبقى الجابة بي ده يخلينا حقق الرؤية دي انهو ديمينشن بيدرس بيحسن العدالة الاجتماعية او جودة الحياة ده الجانب الاجتماعي السوشيال ديمينشن ايه اللي بيركز على الانرجي او ايه ده تركيز الانرجي بيكون على ايه في الايكينوميك ديمينشن بيركز على ايه انشورن ساستنابول براكتس ان انرجي برودكشن اننا نركز عندنا ممارسات مستدامة في الطاقة عندنا حاجة في الطاقة هتركز على الطاقة البقية كل ما شرقه بالطاقة اصلا في المتحالة وقرأت السؤال كاملا هتحسن ايه لها بلده يا جماعة انا فاهم ايه علاقة الان اس دي اس برؤية مصر الان اس دي اس ده هو ايه ده المعايير الدولية اللي حطناها ده اللي بتحط الخطط اللي حنمشي عليها بشكل ايه عام العالم حط معايير لازم نتبعها كاي دولة عشان نتقدم فدي بتقاوة تلاين الخطة بتاع التحقيق اهداف مصر رؤية 2030 اي مما ياتي لاي تماشى مع رؤية مصر انها ايه انها اه انها بتفضل التطور الاقتصادي على حساب البيئة لا طبعا ده لاي تماشى معنا is not يبقى اللي جابة بي economic development بيريفير لايه في الكنتكست بتاعنا في السياق بتاعنا كلمة التطور الاقتصادي على التحضر وخلاص ولا انك تنوع الاقتصاد وتقلل الاعتماد على القطاع الخاص برضو لا ولا تزود اصرف الحكومة على البرامج الرفاهية ولا تركز على استثمار الاجاني بيبقى الهجابة هي بي diversifying تنويع the economy تنوع الاقتصاد and reducing dependence on specific sectors وتقلل الاعتماد على انا قلتها اسمها ايه القطاع الخاص الprivate انا قصد هو هنا specific يعني قطاعات محددة يعني بيقولك انك تنوع الاقتصاد وما تركز على جانب واحد فقط فده هو ده اللي مصر مركز عليه في ايه في جانب تطوير الاقتصاد يبقى اجابة بي دي اسئلة للفهم يعني بيختبر فهمك والدكتور ما بيجيبش منها خالص انا بقى السيد من عندنا عشان هتأكد ان انت فهم عشان يجيلك اي سؤال تفهمه يا سيد لو وقعت في الي دكتور هيجيب منها على فكرة ويا ريت احنا خزرين حاجة يا ريت يجيب منها ايه ايه البيلر اللي تحت السوشال ديمينشن اللي هدف هتحسن صحة الناس ايه الهلف الله اكبر يعني ايه اللي علاقة بالطاقة يا الله اكبر الطاقة يعني شوف السؤالة سهلة اوي ايه البيلر اللي بتركز على تحسين الابداع والابتكار نوليج انوفيشن سينتيفك رسيرش هي على بعضها كده دي البيلر التالتة في اول واحد ايه الحاجة اللي بتركز على جودة العيس الصحية living الحاجة اللي بتركز على ايه التطوير في المناطق الحضارية urban development الحاجة اللي بتركز على التراث والثقافة والحضارة culture الحاجة اللي crate تركز على ان تبني اقتصاد مدعوم بالعلم ايه 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 a skilled educated work force within the social dimension او ايه ده التعليم اللي بتخليلك الناس عندها علم ويطلعو متدرّبين صح الـ Education and Training اللي جابت تحت كلها تأكد منها طبعاً إيه اللي بيركز على أن يدعم ثقة الناس في الحكومة الـ Transparency Climate Change بنعالجه فين في الـ Environment إيه الحاجة اللي من الـ Environment بتهدف إلى تحسين البنية التحتية للمدن الحضرية الـ Urban Development هم في شغل حاجتين يا Environment يا Urban Development هم دول الـ Pillars الموجودة في الـ Dimension أظن اللي سمع الشرحي فاهم كل ده طبعاً أشهر سؤال بيجي ولازم يجي ولو ما جاش بص يعني تعالي عمل Dislike KPI اختصار لإيه Key Performance Indicator لو ما تلافش بداخل النهاردة انتكسبت معايا درجة في الامتحان وإجمالي حالة نهاردة تكسبك 5-6 درجات في الفاينال بس تكسبك 10 معلومات في الحقيقة لك أنت إيه أهمية إيه أهمية الـ KPIs بتعرفنا الـ Progress عشان نحقق أي هدف التقدم بتاعنا إيه يبقى إجابة B To Major Progress Towards Goals في السياق الحديث عن هذه التنمية للسراتيجية KPI بتستخدم لإيه عشان نتتبع Track Progress Towards Achieving The Goals نتتبع بنحقق الهدف حققنا منه قد إيه أي من المئات اللي يعد من من صفات الـ KPI الصح أي KPI مفودي يكون بيقاس بكل فترة و بيكتب تقارير صح يكون مربوط بأهدف محددة صح يكون معقد أكيد لا يبقى إجابة D هي دي اللي إذنط هي مش من الصفات الصح إيه يعني إزاي كيف تساهم في نجاح العملية تحت التطوير والجودة إنها بتدينا معلومات عن قد إيه نحن إيه فيه Progress Machine فيه بتدينا Informing Decision Making and Monitoring Progress بتدينا الإيه المعلومات اللي نقدر ناخد بها قرارات وتعرفنا نحن وصلين لفين يبقى إجابة C 35C أنا أتأكد لما نيجي نختار KPI نفودي نخليه إيه نخليه صعب ومعقد ولا نخليه مرتبط بجول معين بجول معين بجول معين 36B KPI ممكن نستقوم على مستويات مختلفة زي إيه قال لك زي National Development Goals أهداف التنمية القومية الكبيرة ولا على الحاجات التي تحت التسويق فقط صولي يعني حاجات فقط only ولا على الحاجات الفردية فقط لا نقدر مش فقط ما فيش ولا واحدة فقط إيجابة دي مثلا يبقى على الأهداف القومية التي تحت الدول نقدر نستخدم عليها KPI هل بجل تستخدم KPI فقط في الشركات الكبيرة لا في أي حاجة حتى على حياتك الشخصية بتساعدهم performance للشركات فقط لا false مش صولي أي صولي تبقى غلط على حتوب ما نستخدم KPI في أي مكان في أي مؤسسة صغيرة كبيرة مش فقط لنقس الperformance لا بتاع أي حاجة should لازم تكون complex لا طبعا لازم تكون بسيطة لإجابة false لو نقس التقدم بنستخدم أو نحب نقس التقدم ناحية الهدف اللي احنا عايزين نحققه من المفضل نستخدم KPI صح يبقى 42A 42A لو نقس نستخدم KPI بنخلينا نقدر نعرف الأماكن to identify areas needing improvement الأماكن اللي محتاجة تطوير أيوة لأنه لما جاء KPI بتاعي يقول لي أن عندي خلل في الجانب الفلاني في جانب الاقتصاد هقدر أطوره بيعرفني الأماكن اللي محتاجة تطوير وتحسين لأنه أنا بتتبع بتكون مبنية دائما على أمور quantitative زي الأرقام والنسب لا مش شرط ممكن تبنى على أمور رقمية وممكن على أمور مش رقمية زي ما قولك رضا الناس فهذا مش كلمة رقمية بس هو بيتعامل على survey مثلا على استطلاع رأيي فمش دائما لا ممكن تبع رقمية أو qualitative كمعنوية الصوشال dimension بيركز على الجانب الاقتصادية لا طبعا الصوشال بيركز على حاجات تانية يبقى أول واحدة B طيب الenvironmental dimension بيهدف أنه يحمي التراصل الحضاري والثقافي لا ملوش دعوة الenvironmental بيتكلم على الجانب البيئي المجتمع كشيء مادي لكن الـ culture اللي هي وجوه social dimension بيتكلم على المجتمع كشيء معنوي يبقى اللي جابها دي برضو false أظن اللي سمع الشرح فاهم قوي جميع إن شاء الله ال-economic جوه pillar بتركز على transparency صح يبقى 47 ايه الـ urban development هي من الحاجات السوشال لا دي من الحاجات الenvironmental يبقى اللي جابها B false ال-health بتركز على الرعاية الصحية أجيت طبعا من اسمها true عين شمس لها بصمتها هذا imprint السؤال دي يجي في امتحان يا جماعة ويش إن شاء الله بنسبة 80 في المية في امتحان لأنه جي قبل كده جامعة عين شمس لها مشاركة قوية جدا في جانب الإبداع والإنوفيشن أيوا زي إيه زي إنها عاملة مكتب كبير قوي في الجامعة اسمه innovation hub أو i hub ده أحد النماذج على مشاركة عين شمس فيه في التطوير والإبداع وغيره كل مميات يعتبر من economic pillars مع عدى إيه مع عدى التعليم إحنا ملنا بالتعليم حاجات الباقي كلها اقتصادية التعليم ده تبع السوشيال الحاجات دي مش تيجي في مدحان بس هي مكتوبة في ال-quality of life مصر رقم كان 135 طيب في ال-anti-corruption 94 فاكر حرف market competitiveness حاجات الاستات كتيرة بتفكرنا برقم 6 اللي هو 6 يبقى 116 فاهم فدي 116 و-quality of life 135 هل المصرف ده أحسن من quality of life هل المصرف ده أحسن من quality of life آه صح يعني الإجابة صح true 54 true يعني الحتريني محتاجة تتعدد Egypt's ranking in terms of market competitiveness is better than its ranking in terms of quality of life آه ترتبنا في المقارنة في التنفسية السوقية كان 116 فأحنا أفضل من الترتبنا في جهودة الحياة اللي هو 135 ف-54 ايه يعني true وأكد عليها برضو لو انت لو لقيت غلط قل لي لو ما لقيتش بقى خلاص ما هل تقولش which of the following هو أقل حاجة في الإيه في الرنك بتاعتنا quality of life ده أسوأ حاجة خالص الباقي ده 94 ده 116 ده 110 ال-itch بواحدين 110 quality of life 135 فدي ايه أقل يعني ده أسوأ حاجة أسوأ تأدير لنا هل هنا؟ هنا ال-economic dimension عنده كان بيلر أربعة طب السوشيال عنده أربعة طب ال-environmenter عنده أثنين يبقى إجمال البيلر زي كام عشرة ثلاثة dimensions وبعشرة بيلر ثلاثة أسئلة بيقوا في امتحان والله مهمين جداً يأتي منهم واحد احتمال يأتي مهم أنت بعرف لا امتحان يأتي بالنظام السهل ده وفقا للرؤية الاستراتيجية ده مصر يريد أن تكون من ضمن أعلى 30 دولة في هذه الجوانب مهمة مهمة مصر يريد أن تكون من أعلى 30 دولة في هذه الجوانب الثلاثة هذا غلط انا عملت هذا الدرس بسرعة قوي ممكن ان ايجي هنا نعمل كده ونكتب هنا مهمة مهمة وفق مهمة مهمة يبقى الإجابة 59 مهمة 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 أنا غالباً خدت السؤال كوبي ونستغير الإجابات مصر من أفضل 41 دولة في حجم الاقتصاد المقاس بأيه بشكل اسمه الاقتصاد بحجم النتج المحلي الاجمالي قمت بشكل الضرائب مفوت تفضل لحيث لا مفوت تفضل تفضل زي ما هي تريتين طيب الضريبة تقيمة مضافة مفروض تفضل زي ما هي ايوه اي ضريبة تفضل زي ما هي لو قالك مفروض تزيد ولا تقلل لا تفضل زي ما هي ريتين يبقى ده فولس لكن ده ترو المفروض في كفاية الحكومة ان يبقى كام السكور بتاعنا يبقى كام يبقى سبعين فاكره انا باشرح قلتلك ان الرقم ده انا جايب عليه سؤال بس مش يجي في انتحاء هدفنا يبقى رقم يبقى ترتبنا سكورنا سبعين اي حداتي عشرين عايزين يبقى خمسين ثم سبعين بحلول الفين وثلاثين ان شاء الله عدد المواطنين لكل موظف الحكومة المفروض يحصل لها ايه فوت قل يبقى كل موظف الحكومة قدامه عدد اقل من المواطنين بس هنا بش بقول لك بقى بص الخدعة مش بقول لك عدد الموظفين بقول لك السكور اي سكور مفروض يزيد ايه زار ده اي سكور يعني تقديره للموقف قد ايه بيقيمونا فورد السكور يزيد يبقى شد انكريز يبقى 64 ايه السؤال ده صعباني خلي بالك قوي السكور يزيد لان السكور ده بيقيم قد انت حلو لكن لو قال لك سال كلمة السكور من السؤال وقال لك عدد الموظف المواطنين لكل موظف حكومة مفروض ايه يقل بدل ما الموظف يكون بيخدم مئة واحد يخدم خمسين بس وده قلناه في الشرح انه هنقلل الرشاوي ده هيسايد في تحسين ايه الترانس بيرانسي اللي هي الايه الشفافية لما نقلل الرشاوي الحكومة تبقى قريبة اكتر من الناس والناس عندها ثقة في الحكومة ايه الصحة والثقافة والحاجات دي تحت انه ديمينشن السوشيال طيب انزل احنا كنا هنا بقنا هنا ادربت القيمة المضافة المفروض انها يحصل لها ايه تفضل زي ما هي تريتين ما تتغيرش مصر من احسن كم دولة في الماركت كومبيتيف نس من مئة وستاشر يبقى رقم مئة وستاشر ونفسها تبقى ايه من اعلى تلاتين يبقى اللي جابة مئة وستاشر تلاتين فيه اختيارين فضيين في يعني تو سبيسي برنامج او المشروع بتاع مصر الرقمية ده مثال على تطوير الخدمات المقدمة من قبل الحكومة المواطنين اه مشروع الحكومة عاملية يبقى تروق ايه اللي بيمثل مشروع من مشاريع الطاقة ان انا اعمل ايه اسمها ايه اعمل قطاع الطاقة احسن البنية التحتية بتاعته ولا ان انا اسمه ايه احسن كفاءة الطاقة والدعم ولا ان ادعم الابداع في جانب الطاقة ولا ان انا اعمل مشروع الدبعة كلهم اقول بس انا ناس اكتب اول يبقى اللي جابة اقول مصر من احسن كم دولة في الهيومان ديفلوبمنت فيها اتش واحدين جنب بعض مئة وعشرة ده امتى الاحصائيات دي في الفين وخمستاشر ده امتى الاحصائيات دي في الفين وخمستاشر والكلام ده مش تكيف منتحان عافك اللي هي الرقمية دي مش تكيف منتحاني بس لو جات ديك عرفتها سهل قوي يعني احسن ما كنت اقولك احفظ اللي في الجداول ده طبعا دي بهابال اصلا مفيش حاجة اسمها كده ميكي نيو لوز اما نعمل قوانين تحمل مرأة من التحرش في روم هاريسمنت هاريسمنت معناها تحرش يعني حاجة جريمة جريمة تدعو دل ترجيع حاجة مؤرفة حاجة قزرة يعني امش عايف اقول لي والله مفوضل ان اي واحد اتعلم انت لنفسك وعلم عيالك قولي الواد لو رجعتلي في يوم من الايام مضروب علقة نار بسبب انك كنت راجل وقفت الدفع عن واحدة حتى لو اضربت في الاخر حتى لو اتمهزأت حتى لو حصل اي حاجة حتى لو اتقتلت زي الشاب اللي اتقتل من ثلاث سنين وكان بطل اللي هو البنة وقصة البنة ورقحي والجودة لو رجعتلي كده انا هفخور بيك لكن ترجعلي سليم وتقول لي اصلا سكت وشفت الموقف وسكت انت كان مش راجل باختصاشي انت لست راجلا المجتمع هيتصلي حاله لو مشينا بمبدأ ده لو رأيت فحشة في اي مكان لو رأيت واحدة اتلمس طرف حجبها اتلمس رجلي اعام حتى لو مش محجبها حتى لو مالهاش علاقة اصلا حتى لو ماشي اي 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 ا ولقيت واحد تعرض لها ببنت شفا وما تدخلت شفا انت عندك ازمة بتكت تعالج يعني بتكت يعني تعيد النظر في رجولتك خلينا نرسخ هذا الفكر في المجتمع عشان نقضي على هؤلاء المجرمين ده اجرام ما بعده اجرام يعني حاجة اسمها ايه تشيب منها الرؤوس يعني تسقط منها يعني اسمها ايه تضحك منها الثكلة وتسقط منها الحبلة ويشيب منها منها الاقرع هذه القضية بقت منتشرة للأسف حاجة اسبالها فاني هنعمل قوانين تحمل مرأة من التحرش ده بنعتبره احد البرامج اللي بتتكلم في السوشال جاستيس او في العدالة الاجتماعية اكيد صح الدبعة تعتبر مشروع ايه مشروع تبع الطاقة المؤشر بتاع الاطفال اللي هو صحة الاطفال تحته تلات مؤشرات فرعية اللي هم ايه القزامة والهزال وفقر الدم كل دول معايير مؤشرات فرعية مفودي حصلوا ايه معدل وفيات الامات اللي بتموت وهي بتولد فويدي قل ايه اول محافظة تاخد رعاية صحية كاملة بورسعيد قلتها في الشرح اؤكدت عليها لازم ما تيجي في امتحان متوسط الطلاب لكل في الفصل مفروض كام تقريبا 30 طالب مفروض يبقى 30 طالب بحلول 2030 اصدق مفترض ان نبقى هدفنا نبقى في كل فصل فيه 30 واحد احد اشهر المدن اللي عامنينها المشاريع للحضارية العاصمة الادارية جديدة ايه المشروع اللي هدفه يقضي على العشويات وكان مشروع مشهور جدا اسمه اسمارات قلناه في الشرح موجود في المؤطم اسمه اسمارات بروشيك فعلا موجود على انت تطور عليه جميل جدا على فكرة دي اسئلة من الكوز اي حاجة جنبها كده هو يبقى من الكوزة او من الفاينل هتلاقيين نكتب لك اي مماتي مش من المشروعات الاقتصادية اي اه المشروع مشروع ايه مشروع ااا اقتصادي نيو ادبيني ستيليتف مشروع اقتصادي بنيعمل مدينة اقتصادية刚 Schön برضو مشير اقتصادية اما الانيرجي سكتور ده مشروع بيكلم على الطاقة مش عن الاكتوقيت croft هذا البيلر الثانية في الإجابة C هذا سؤال يأتي في الكوز هوا قديك عرفته لا تغلطش فيه خالص انت تفاهمه وتتحقل بالراحة ال SDS عندها كم ديمينشن؟ ثلاثة جانب اقتصادي اجتماعي سؤال عبيد قوي، شاهدت الأسئلة تيجي ازاي؟ انزل ايه مكونات الإدوكيشن and training pillars فيه كم نوع من أنواع التعليم؟ ثلاثة مقابلة الجامعة؟ الجامعة التعليم الفني فعندنا مقابلة الجامعة ايه الجامعة التعليم الفني بسؤال مهم قوي، يأتي في الفاينل ويأتي في الكوز في الإيكوناميك دايمينشن في الإيكوناميك دايمينشن ما يأتي ما يعتبر بيلر الإيكوناميك جواه أربع حاجات ويهي ويهي وكمان واحدة ربعة لها ترانس بيرنسي بسي مكتوبة، لكن هل التعليم يعتبر تابعة الجانب الاقتصادي؟ لا التعليم تابعة الجانب الاجتماعي يبقى الإجابة B السؤال دا بيجي في امتحان المؤلف في الكتاب استخدم الماتريوشكا عشان يشرح لنا إيه؟ حرامية المكونات دي إن الجول عشان تحققه محتاج تارجتس عشان تحققه حاجة أصغر شوية اسمها يبقى حاجة جوا حاجة جوا حاجة اسمها هيراركي هو دا فايدة الماتريوشكا اللي استخدمها طيب بيقولك بعدها أي من ما يأتي لا يعتبر من برامج التعليم الايه الجامعي إنه حبص بقى خلي بالك كل دول لو دخلت شفتهم هتلاقي بيقولك نعمل نظام تسجيل جديد دا تبع الجامعة فعلا نعمل تعليم مع مؤسسات تعليم جامعية حلوة ما دي برضو تبع التعليم الجامعي دا شرحها نفسها Human Capital Development دي برضو تبع التعليم الجامعي لكن بص بقى ما وردش في التعليم الجامعي إنه نعمل برامج دعم للأسر الفقيرة دا ما وردش في الايه؟ في البرامج اللي إحنا نعملها للتعليم الجامعي اللي هو الهير اديكيشن فأول واحدة دي احفظها بقى كده لأنها الكرار كتير محتاجة حفظ شوية بس هي دي اللي محتاجة تعرفها لو رجعت للحاجات اللي إحنا كنا بنقراها بس كده و بنعديها هتلاقي إن النوع دا بس كان موجود في بري يونيفرسيتي دعم الطلاب والأسر الفقيرة موجود في مقابلة الجامعة في الجامعة مش مكتوب إن دي أحد البرامج فاهم؟ فده مش من البرامج بتاعت الجامعة أول واحدة دي السؤال دا مهم اعرفوا بالخبرة بقى سوف تكون في المنهج أعرف أولئك تحليك في المتحان الصنعة يعني ما هو الحاجة اللي تتعلم؟ البيلر اللي من اللي جاي دا تبع السوشيال الهيلف تبع السوشيال والبقى الاثنين دول تبع الـ environmental الـ innovation تبع الـ economic لأيجابة health رأيت الأسرى سهلة أولا كيف؟ الـ KPI في السياق المحاضرة بترمز الـ Key Performance Indicator الـ Indicators ميتخدها في كم أوقات؟ حاليا و 2020 و 2030 دول الثلاث مراحل اللي بندرس فيهم السؤال دا تأتي في الـ Final اللي بندرس فيهم إيه؟ الـ Indicators قيامها كام؟ إيه تعريف الـ Stunting اللي هي القزامة؟ إن تكون قصير يعني يكون طولك بالنسبة لعمرك صغير height for age is below average أغلب الناس على وجه الأرض بيحصلوا على المية إيه؟ مية كويس safely managed السؤال دا حلو قوي بتكرر وسهل يقولك المخاطر على الناس على جودة حياة الناس يعني قد أنت عايش حلو حلو دي بتقيس إيه؟ هل بتقيس الخسارة في الممتلكات؟ لا مش شرط ما ممكن أبقى عندي ممتلك خسرته بس أنا عايشة لسه حياتي حلوة شوية ولا الخسارة في الأرواح البشرية مش شرط ده بتدرس حتة واحدة بس عايزين نتكلم عن الحياة كلها تدمرت بقى من قياس يعبر عن حياتك عموما يعني يعبر عن على التأثيرات على قد أنت عايش حلو شفت هيا شرحة نفسها طيب ولا الجوانب المالية المونتيري لا برضو كل واحد من دول A و B و D بيدرس جانب معين من الحياة لكن الرقم C دي هي بتكلم عن جودة الحياة عموما فيبقى المؤشر ده بيدرس جودة الحياة عموما فيهمت الفكرة هي بل إجابة C السؤال ده مهم قوي ويجي في كذا متحيا الساستين فيه كم ديمانشن تلاتة ديمانشن اقتصادي بيئي واجتماعي ايه الديمانشن اللي مش موجودة؟ الاثليتك لكننا عندنا ويكونوميك 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 ما عندنا اثليتك ديمانشن اللي هو بتاع الالعاب القوة وكده مصر عايزة تبقى من أعلى كم دولة؟ تلاتين دولة الايكونوميك عنده كان بيلر أربعة السوشيال أربعة الانفيرومينتل اثنين بيلرس يبقى الإجمالي عشرة بيلرس وقلناهم لحد ما زهقنا ايه الي يعتبر من الانفيرومينتل داييمانشن اي حاجة فيها علاقة بالانفيرومنت او الاربانmm يبقى الاربان اللي يبقى الانفيرومينتل موجودة فلكي موجودة وهو في تحت الانفيرومينتل ايه الي من يعتبرش من الإكينوميك ماهيه، 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 ماهيه التعليم نحن ملنا بالتعليم الطاقة تابعنا البحث العلمي في الطاقة تابعنا في الاقتصاد يعني كله ده تابعنا يبقى التعليم التعليم تابع الايه تابع السوشيال طيب الـ knowledge والإنوفيشن والسنتيفيك رسيرش حاجات دي بتشير لأنه جانب للجانب الاقتصادي الـ economic فهي ما حب نقولنا هنعمل اقتصاد مبني على علم في السوشيال ديمنشن إيه اللي ما يعتبرش من حاجاتها التعليم والصحة والثقافة والعادلة الاجتماعية تابعها برده الاربع القوين تابعها يبقى الـ environment تابع الجانب البيئي أصلا KPI اختصار لإيه abbreviation يعني اختصار لـ key performance indicator شفت جات كذا مرة عشان كل مرة بجيبها من مكان على فكرة مش قصد أكرارها وخلاص يعني الـ indicators دي المفترض يعني خلي بالك هل هي measurable ولا immeasurable لكس في الكلام ولا it depends on the dimension يعني هل المؤشرات دي لازم أن تكون قابلة للقياس ولا عادي ممكن تكون مش قابلة للقياس ولا ده هي اعتمد على حسب الـ dimension بتاعنا لا هي لازم أن تكون قابلة للقياس في كل الأحوال ما أم أنت عاملها ليه ده هي هدفها تقيس بيها حاجة فبنقيس بيها مؤشر قياس الأداء اسمه كده حرفيا فلازم أن يكون هي قابلة للقياس بقى دايما measurable حتى بنقول أن معلومة لك يعني لازم أن يتحقق فيها حاجة اسمها cream c-r-e-a-m c-clear r-relevant e هتلاقي واحدة منهم همها أنها measurable لازم نكون قابلة للقياس ال-m اللي في الآخر measurable ال-indicators عندهم كم نوع اما inputs أو outcomes أو strategic results ثلاثة شرحناهم بالتفصيل يبقى ثلاثة ثلاثة أنواع من أنواع المؤشرات ال-kbi هي طريقة لقياس الأداء أيوا إيه اللي ما يعتبرش من أنواع ال-kbis هي فيها inputs و-outcomes و-strategic results لا هم ثلاثة تبعها يبقى ولا واحدة ولا واحدة منهم تعتبر مش من أنواعها لا هم الثلاثة أنواعها أصلا بصبت الأسرية جاءت في final استخدرنا الماتريوشكا ليه عشان نبعين ال-hierarchy ال-harmية إن حاجة جوه حاجة جوه حاجة ال-gulden triangle مشروع المثلث الذهبي عبارة عن ثلاث مدن منين هم إنا سفاجة القصير حكتين فيهم Q قنة وقصير وسفاجة الثلاثة دول لازم تحفظ أسمائهم ثلاث مدن مربوطين ببعض مسلث ذهبي بنستخرج منهم معادن وعملين فهم استثمار نعمل محطة نهوية في الضبعة ده أحد مشاريع ايه؟ أحد مشاريع الطاقة الله أكبر إيه اللي يعتبر من الحاجات الأئتية تابع السوشيال أي حاجة فيها صحة تعليم إلى آخر يبقى الهلف لكن الاتنين دول تابع ال-environmental ال-innovation تابع الإيه؟ تابع الإيه؟ تابع الإيه؟ تابع الإيه؟ عين شمس مشاركة في الإبداع وعمل ال-i-hub أو ال-innovation hub أيوان مظبوط سؤال متكرر ال-S-M-E هل ترمز لل-subject matter experts في سياق الكورس بتاعنا؟ لا في الكورس بتاعنا ما ترمز للشخص بيحط مناهج يترمز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة small and medium enterprises أما اللي واجبناها في السياق إن حد بيحط مناهج يبقى ترمز ل-subject matter experts عدد المواطنين لكل موظف الحكومة ال-score بتاع ده مفوض يعلى will increased أو will be increased يبقى 113 A ال-score يعلى لكن عدد الموظفين نفسه يقل عشان يبقى كل واحد بيخدم على عدد أقل من الموظفين مفوض يبقى تقدير الحكومة كام؟ قلنا 70 في كفاءة الحكومة هذا الرقم يعني لا أعرف أن أجبته ليه لكن هو موجود في أسئلة drive الموجودة التي تتطلب تعملها فأنا أخذت منه الأفكار في 20-30 سؤال أفكار أصلا هي حلوة لكن أغلبها بعد ما حطيته وشلته لأن أسئلت منهم حاجات أنا أصلا كنت حطيتها فوق فأهم الفكرة لأن الأسئلة التي تتطلبها حطيتها جميلة وكل حاجة لكن لو هو هيسألك في كده لكنهم مش يسألك أي تاكسز أي ضريبة فوت تفضل زي ما هي يبقى retained أصح طب increase لا غلق يبقى false true يبقى بي إيه تهمت الفكرة لازم التطريب تفضل زي ما هي ده هدفنا مصر من أحسن كام دولة في الanti-corruption 94 هي رقم 94 الهيلث والكالشور حاجات تبع الـ social dimension الاسم إيز بترمز لإيه في سياق الكلام على التنمية ترمز لإيه small and medium enterprises الشركات المتوسطة والصغيرة طيب إن أنا أحارب الفساد في المؤسسات ده واحدة من الإيه من أنه مشاريع إن أنا أحارب الفساد ده تبع الإيه أكيد 121 إيه عشان أبقى فيه شرفية مع الحكومة وتعامل جيد مع الحكومة فلازم أحارب الفساد في كل المؤسسات الـ GDP per capita لازم يحصل له إيه لازم كل مواطن نصيبه يزيد من الدخل القومي فلازم أن تزيد increase 121 إيه في تطوير المناهج الاسم إيه بترمز ليه subject matter expert شخص خبير في وضع المناهج ده لما تيجي في السياق ده طب life expectancy متوسط الحياة والعمر المفودي يحصل له إيه المفودي يزداد بدلا معيش 70 عيش 75 فincrease لازم أن نقل المعدل وفيات الستات وهي بتولد فلازم أن يدكريس الأمراض دي كلها المفروض تقل should be decreasing أمراض اللي لها القزامة والهزيل وغيره عدد المستشفيات لازم أن يزيد صح الـ KPI بيرمز لإيه key performance indicator شفت قلت لك كم مرة جات أربع مرات عين شمس مثال على health care الرعاية الصحية في مصر أيوة قلنا الرعاية الصحية في مصر مقسومة لمستشفيات الحكومة ومستشفيات تبع الجامعات اللي هي المستشفى الجامعي فهي تعتبر مثال على المستشفى الجامعي صح التعليم مكوهم من إيه قبل جامعي technical وجامعي نسبة الجامعات المعتمدة المفروض تزيد should be increased أو المدارس المعتمدة مش جامعات عدد المدارس المجهزة للمتفوقين مفروض تزيد إيه اللي ما يعتبرش تبع الإنفيرونمنتل إيه 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 اللي ما يعتبرش among the environment pillar KPIs إيه اللي مش من ال KPIs على ال environment pillar بتاعت البيئة البيئة أنا مهتم فيها أن أنا أجيب مياه كويسة تبع البيئة أتخلص بالصرف الصحي بشكل جيد أقلل استهلاك أقلل الخسائر في المياه كل ده تبع البيئة لكن هل ليه علاقة هل البيئة ليه علاقة بالسيتات اللي بتموت ويبتلود يبقى أول واحد ده ملوش أي علاقة مش بيقيس أي حاجة تبع البيئة ده بيقيس حاجة تبع الإيه الصحة اللي تحت الجانب بتاع السوشيال دايمينشن يبقى السؤال ده حلو جدا عفك جدا جاي في الفاينل قبل كده عدد الطلبة اللي بيخشه تمارين أو تدريبات تطوير مهني لازم إيه يزيد يبقى أخر واحدة بيه طيب عدد الطلبة في كل فصل المفروض يبقى كام المفروض عدد الطلبة لكل فصل يبقى يقل يبقى الفصل فيه بدل خمسين طالب يبقى فيه أربعين تلاتين الأخيرين مئة أربعة وتلاتين اللي جابة بيه جميل إيه اللي ما يعتبرش من حاجات الكالشر بتاعت الحضارة عدد اللي يعتبر مش ما يعتبرش يعتبر الحضارة والمتاحف والثقافة الحضارية بتاعت البلد نحن نقيس عدد الزوار الأجانب اللي بيقوا المصر أو المتاحف ده هيعبر لنا عن قد إيه بيجي كتير جدا 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 أظن أي حاجة جنبها أحمر وفوت تبص تبص لعشرين سنة كده عشان هتيجي في المتاحف سؤال ده مشيجي يعني Egyptian National Qualifications Framework ده يتكلم على إيه المعار المصري اللي بيدرس بقى جودة التعليم في المهني وغيره فهي واحدة من مشروعات التعليم المهني اللي جابة بي 136 بي ترتيب مصر في التنافسية مع العالم مفروض إيه مفروض يقل يقل كإيه كرقم فالإجابة true 137A عدد الطلبة لكل دكتور جامعة الرقم ده المفروض يحصل له إيه مفروض يزيد لا يقل يبقى الإجابة B ليه؟ عشان يبقى كل دكتور جامعة قدامه 40 طالب بدل 60 فمفروض الرقم بدل 60 يبقى 40 مفروض يقل مش يزيد عشان يعني في خدمهم كويس أو يشرحهم كويس عندها في كم dimension ثلاثة dimension Economic Social و Environmental إننا هنحط المناهج بناء على المعايير الدولية في التعليم الجامعي في Higher Education الرقم في السياحة المفروض يقل Decrease يعني بدل ما هو ترتبنا 60 على العالم يبقى 20 على العالم يبقى اللي جابة A و 141A إننا نحط مجموعة من البرامج اللي تتبع الثقافة والوعي الثقافي هذا تبع جانب نسبة المعايير بنستهلكة المفروض تقل Decrease ما الذي يمثل مشروع تبع الطاقة أو شيء تبع الطاقة إننا هنحط المعايير الدولية والقياسات الدقيقة في الطاقة يبقى اللي جابة B البقى كل ما مش علاقة نهر وفساد أي علاقة الدم وطوع مصر من أعلى كام دولة في Human Development هي رقم Human H فيها واحد وواحد 110 شفت أنا حفصها لك إزاي مش هتكي في نتحان أصل أي حاجة فيها أرقام بالنوع ده مش هتكي ولو جت يعني متحلق إننا نحارب التحرش هذا تبع العدلة الاجتماعية صح الدبعة تعتبر مشروع تبع الطاقة الحاجات تبع الأطفال تشمل إيه؟ المؤاشترات اللي بتدرس لإيه؟ الثلاث حاجات دول الستانتنج أو القزامة الهزال الفقر الدم يبقى كله أول محافظة تحصل على دعم صحي صحي كامل أو رعاية صحية كاملة بورسعيد عدد الطلبة في الفصل المفروض يبقى كان بحلول 2030-30 طالب إيه المشروع اللي أضع على العشوائيات في منطقة معاناة أسمرات السؤال هذا جاي في انتحان يا جماعة وش؟ لأنه هيكرر تاني في منهج على فكرة ايه الحاجة اللي هي عبارة عن مدينة جديدة؟ العصمة الأدارية مين هو رأس السلطة التنفيذية الرئيس رأس السلطة الرقابية اللي بيرائب البرلمان شرحنا بالتفصيل مين اللي بيشوف النتائج و بيرائبها؟ الاثنين بيشوفوا النتائج فالاثنين ببرلمان و الرئيس الاثنين بيشوفوا نتائج لكن واحد ديهم سلطة تنفيذية واحد سلطة تشريعية صلوات قصدي رقابية مين بيشوف فؤ初 اللي بيرائب مش النتائج النهائية، بيرائب الميكانيزمس، الآليات بتاعت التنفيذ، كل حاجة بقى، الوزارات والوكالات والمؤسسات وغيره، كل دول وظيفته يشوفوا سير العملية نفسها، مش نتيجتها، يشوف الزراعة ماشية ازاي، مش النتيجة بتاعتها وخلاص، كم طن تبايع، لا، فكل دول البلديات والأحياء والمحافظات وغيره، كل دول والوزارات بيرائبوا الميكانيزمس، يبقى اولو في الاباف، السؤالين دول بص، الاربع سيرة دول هيجي منهم واحد في المتحاج، ا يجب هذه الاحتمال، هل مشروع مصر الرقمية جيداєيا، مثلاً، على تطوير الخدمات للمواطنين؟ صح، مصر من اعلى 41 دولة في حجم الاقتصاد، المقاص بايه؟ بالجي دي بي، أهم هدف للسلطة الرقبية انها تراقب، تإطلاق العمل السلطة التنفيذية، اه البلرامان بيرائب اللي بيعملوا الوزارات والرئيس نفسه، اللي عنده تخن جامد، يمكن يقصر على الحياته، ده كده عنده Android طيب ايه تعريف الـ Underweight اللي يكون انت ايه عندك Underweight معنى أن الطفل وزنه بالنسبة لعمره قليلا Weight for age is below average يبقى 161 ديه طيب ايه تعريف الـ Wasting الهزال ان انت شخص كبير عادي بس وزنك بالنسبة لطولك قليلا Weight for height is below average ديه برضو فرق جوهاري وبسيط اوي من معنى كلمة مش اكتر الـ Overweight معنى ايه عند الاطفال يعني وزنهم زي ايه صبف الـ Weight عالي لما Child لما طفل يكون قصير جدا بالنسبة لسنه ده كده عنده ايه قزامة Stunting طيب لما يكون رفيع جدا بالنسبة لعمره ده كده عنده عنده ايه Underweight لانه طفل وبنتكلم بالنسبة لعمره طيب لو هو رفيع جدا بالنسبة لطوله ده عموما بقى مش مش شرط طفل ده عموما ده بنسميه عنده ايه ويستنج عنده هزال طيب الجسم التخين اوي ده كده Overweight طيب طيب اللي عندهم Overweight ده ممكن يبقى عندهم امراض زي عندهم قزامة لانه هو تخين اوي فممكن يبقى صير شوية او يساعدهم ايه بقى مؤشر انه ممكن يبقى صير ممكن يجيله ديابيتس او اللي هو السكر فدي كلها حاجات ممكن تجيلك يبقى ايه Both A&B ده اللي عنده Overweight التنمية المستدامة دي بتعمل ايه بتعمل ايه بتعمل توازن بين الجانب الفلوس والجانب الاخرى ده اللي جابه سي من احد العقبات اللي بتواجهنا ان احنا ايه ان احنا يبقى عندنا نقص في الخبراء الطبيين او الدكاترة في الاماكن النهائية دي احد العقبات اللي بتواجهنا في مجال الهيلف كير ومدس كده خلصنا وكده 170 سؤال موضوع سهل جدا اقول لي في تعليقات انت مسوط ولا لا نكمل على كده الدروس الجاية ولا لا ده درس الجاية كبير اول حبينا نشرحه بالتفصيل فانا لازم نشرحه بالطريقة اللي هي اسرع شوية دي ونختم بالصلاع على سيدنا النبي معلم كل الناس كل الخير ليس في الارض خير الا هو سبب فيه اللهم صلع على سيدنا النبي اللهم صلع على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ومطلع قصيدة الهمزية للامام البصيري حاجة غاية في الروعة قمة في البلاغة كيف ترقى رقيك الانبياء يا سماء ما طاولتها سماء صلى الله على سيدنا النبي وكذا خلصنا نتقبل الدرس الجاي دعوتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته